الأمير نيجولو ماكيافلي الفصل الأول في أنواع الحكم المختلفة ووسائل إقامتها إن جميع الدول والسيادات التي خضع لها البشر وما زال إما جمهورية وإما ملكية والملكيات إما وراثية فيها حكام من أسرة بعينها منذ سنين طويلة وإما ملكية قامت حديثا وهذه إما جديدة تماما كمملكة ميلانو في عهد فرانشيسكو سفورزا وإما كأجزاء جديدة تضاف إلى ممتلكات الأمير الموروثة ويلحقها بها كمملكة نابولي في عهد ملك إسبانيا والممتلكات التي اكتسبت بهذه الطريقة إما أنها قد ألغت حكم أمير آخر فيما سبق وإما كانت ولايات حرة ويلحقها الأمير بممتلكاته إما بقوة أسلحته هو وإما بقوة أسلحة غيره وإما يسقطها في يده حسن الطالع وإما القوة لما كنت قد عالجت الجمهوريات معالجة تامة في موضع آخر فلن أتحدث عنها هنا ولن أعالج الآن سوى الأنواع المتدينة التي سبق أن تحدثت فيها كيف يمكن أن تحكم وأن تصان؟ وعلى ذلك أقول إن الصعوبة في المحافظة على الدول الوراثية التي ألفت حكم أسرة حاكمة أقل بكثير منها في حكم الملكيات الجديدة لأنه يكفي أن لا نتجاوز أوضاع السلف وأن نتهيأ للطوارئ المقبلة ومثل هذا الأمير ولو فرض أن كانت قدرته عادية فسوف يستطيع على الدوام أن يصون ملكه بهذه الطريقة إلا إذا جردته منه قوة خارقة مفرطة وحتى لو حدث هذا الأمر ففي مقدوره أن يستعيده فيما بعد حين يقع أقل طارئ سيء للمحتل الجديد ولدينا مثال لذلك في إيطاليا هو دوق فرارا الذي استطاع أن يصد غارات البنادق عام 1484 للميلاد والبابا يوليوس عام 1510 للميلاد لا لسبب سوى قدم أسرته في هذه الدوقية لأن الأمير الشرعي أقل حاجة وسبب من غيره لإلحاق الأذى برعيته ومن هنا يجب أن يكون محبوبا أكثر منه ومنطقيا لابد أن يميل إليه بطبيعة الحال إذا لم تجعله رذائل خارقة بغيضا وسوف تضيع ذكريات ما استحدث وعلّلها بتقادم سني حكمه حيث إن التغيير مرة يترك دائما الطريقة ممهدا لإدخال تغيير آخر الفصل الثالث في الإمارات المختلطة ولكن الصعوبات توجد حقيقة في الملكية الجديدة فأولا إذا لم تكن جديدة تماما ولكنها كما كانت جزءا من دولة مختلطة فإن الطراباتها تنبجس أولا من صعوبة طبيعية توجد في جميع الممتلكات الجديدة لأن البشر يغيرون برغبتهم الحكام أملا في تحسين أحوالهم وهذا الاعتقاد يجعلهم يشهرون السلاح ضد حكامهم الذين خدعوا فيهم لأن التجربة تثبت فيما بعد أن حالتهم قد انتقلت من السيء إلى الأسوأ وهذا نتيجة لعلة أخرى طبيعية جدا وهي الضرر الذي لابد منه يقع من جنود الأمير الذي تولى عليهم ومن عدد لا حصر له من الأضرار الأخرى التي نتجت عن احتلاله وعلى ذلك تجد أن جميع هؤلاء الذين أسأت إليهم باحتدال تلك الولاية أعداء لك ولا تستطيع أن تحافظ على صداقة أولئك الذين قدموا إليك يد المساعدة في الحصول عليها لأنك لن تقدر على أن تحقق ما يتوقعونه منك أو أن تتخذ معهم إجراءات شديدة لأنك مدين لهم بالمعروف ولذلك ومهما كانت جيوشك قوية فأنت في حاجة إلى أن يناصرك السكان حتى تمتلك الولاية ولهذه الأسباب فقد لويس الثاني عشر ملك فرنسا ميلانو في الحل بالرغم من أنه استطاع احتلالها دون عناء كانت قوات لودفيكو وحدها كافية لأن تأخذها منه في المرة الأولى لأن أهلها الذين فتحوا أبوابهم لملك فرنسا راغبين ضاقوا ذرعا بحكم أميرهم الجديد حين وجدوا أملهم العزيز وقد خاب ولم ينالوا الفوائد التي تطلعوا إليها حقا إن الأقاليم التي تشق عصى الطاعة يصعب ضياعها مرة أخرى بعد استعادتها من جديد لأن الحاكمة يكون حينئذ أشد رغبة في تأمين مركزه بمعاقبة المعتدين وكشف الشكوك وتقوية نقط ضعفه ولذا فعلى الرغم من مجرد ظهور شخص مثل دوق لودفيكو على الحدود كان هذا كافيا ليتسبب في ضياع ميلانو من فرنسا في المرة الأولى ولم يكن فقدان سيطرتها عليها في المرة الثانية ممكنا إلا حينما كانوا يقفون كافة ضدها وبعد أن هزمت جيوشها وطردت من إيطاليا وكان هذا نتيجة للعلل التي سبق أن ذكرناها ومع ذلك أخذت منها في كلتا المرتين ولقد سبق أن ناقشنا الأسباب العامة لضياعها منها في المرة الأولى منذ برهة وجيزة ولا يبقى الآن للنظر سوى معرفة أسباب الهزيمة الثانية وما الوسائل التي كان يمكن بها لفرنسا أن تتجنب تلك الهزيمة ولم يتخذها ملك فرنسا وكان يمكن لحاكم آخر أن يتذرع بها في هذا الموقف وعلى ذلك لنلاحظ أن تلك الولايات التي كانت عند الضم متحدة مع ولاية لها وجود سابق إما أنها تشترك معها في الجنسية واللغة نفسيهما وإما لا تشترك وفي الحالة الأولى يكون الاحتفاظ بها يسيرا جدا وبخاصة إذا لم تكن قد ألفت الحرية ولكي نملكها بسلام يكفي أن تمحي من الوجود أسرة الحكام الذين سبق أن حكموها لأن غير هؤلاء يستقرون بهدوء في ظل حكامهم الجدد ما لم تضطرب حالتهم القديمة ولم يكن ثم تختلاف في العادات كما شهد في حالة بورغاندي وبريتاني وجاسكوني ونورماندي التي اتحدت مع فرنسا زمنا طويلا جدا ومع أنه قد يكون ثمة اختلاف بسيط في اللغة إلا أن عادات الشعب متشابهة ويمكن أن تسير معا سيرا حسنا ويجب على كل من يحصل على ملك مثل هذه الأقاليم ويريد أن يحتفظ بها ألا ينسى أمرين الأول أن يعفى الزمن على دم حكامها القدامة والآخر أن لا يقوم بأي تغيير في قوانينهم أو ضرائبهم وبهذه الطريقة سوف تتحد الأملاك الجديدة مع القديمة وتكون ولاية وحيدة في وقت قصير جدا ولكن حين نستولي على ممتلكات في منطقة تختلف معنا في اللغة والقوانين والعادات فإن الصعوبات التي لابد من التغلب عليها عظيمة ونحن في حاجة إلى حسن طالع كبير ويقظة عظيمة لكي نحتفظ بها وإقامة الحاكم الجديد فيها من آكد الوسائل وأحسنها لذلك وهذه الوسيلة قد تجعل الامتلاك أكثر سلامة ودواما وهذا ما فعل الأتراك في بلاد الإغريق فعلى الرغم من جميع الوسائل الأخرى التي اتخذها السلطان للاحتفاظ بتلك الولاية لم يصبح ذلك ممكنا له إلا حينما ذهب وعاش هناك فحين يكون الأمير في المكان المقصود يستطيع أن يرى القلاقل وهي تظهر ويمكن علاجها بسرعة ولكن حين يعيش بعيدا يسمع عنها فحسب عندما لا يعود لها علاج وفضلا عن ذلك فإن رجاله الرسميين لا ينهبون البلاد لأن الرعاية يمكن أن يرضيهم اتصالهم المباشر بأميرهم وحين يرغبون في الولاء له يكون لديهم سبب أقوى لمحبته وإذا كان لهم ميل آخر فسوف يكون لديهم علة كبرى لكي يهابوه كما أن إقامته ستقلل من أن تميل دولة خارجية إلى غزو تلك الولاية حتى إنه كلما طالت إقامته فيها صعب جدا تجريده منها والعلاج الآخر وأحسن العلاجين هو إقامة مستعمرات في مكان أو مكانين من تلك الأمكنة التي هي مفاتيح للبلاد لأنه لا بد من أحد أمرين إما أن نفعل ذلك وإما أن نحتفظ بقوة مسلحة كبيرة إن المستعمرات سوف تكلف الأمير قليلا فهو يستطيع من جانبه بتكاليف بسيطة أو من دونها أن يرسل ويحتفظ بالمستعمرات وهو بهذا لا يضر سوى أولئك الذين قد أخذت منهم أراضيهم ومنازلهم وأعطيت للسكان الجدد وهؤلاء لا يكونون سوى نسبة ضئيلة من الولاية والذين قد أصابهم الضرر لا يمكن أن ينالوه بأذى فهم يظلون فقراء مشتتين وغير هؤلاء من السهل تهديئتهم جميعا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن من لم يصبهم الضرر يخافون أن يصيبوه بأذى خشية أن يعاملوا معاملة أولئك الذين قد جردوا من أملاكهم وقصار القول لا تكلف هذه المستعمرات شيئا وهي أكثر ولاء وأقل ضررا والفئات التي قد نالها الضرر عاجزة على أن تقوم بما يؤذيك فهم فقراء مشتتون كما أوضحت لأنه يجب أن نلاحظ أن الرجال يجب أن يعاملوا معاملة رحبة أو أن يمحقوا محقا تاما فهم يثأرون لأنفسهم للإهانات التافهة ولكنهم لا يستطيعون الانتقام للكبير منها ولذا فإن إهانتنا لإنسان لابد أن تكون إهانة تغنينا عن أن نخشى معها انتقامه ولكن إذا احتفظ الحاكم بحامية بدلا من سكان المستعمرات فسوف ينفق على الحامية أكثر من ذلك كثيرا ويستهلك جميع موارد هذه الولاية في حراستها حتى تنجم الخسارة عن الاستيلاء عليها ويضاف إلى ذلك أن ضرر الحامية كبير لأن كل فرد في تلك الولاية تؤذيه عسكرة الجيش فيها ولما كانت هذه مضايقة للجميع فإن كل فرد في الولاية يصبح عدوا وهؤلاء أعداء قادرون على الإضرار بك فهم لا يبرحون منازلهم الخاصة على الرغم من أنهم مغلوبون ولهذه الأسباب تكون المستعمرات مفيدة من جميع النواحي على قدر ما تكون الحامية عديمة الفائدة وزيادة على ذلك ينبغي لحاكم إقليم أجنبي كما قررت أن يتزعم جيرانه الضعفاء ويدافع عنهم وأن يعمل على إضعاف جيرانه الأقوياء وأن يحذر من أن يغزوهم أجنبي أقوى منه وسوف يكون الأمر دائما أن غير الراضين سيدعونه للتدخل إما بسبب الطمع وإما الخوف كما رأينا حين استدعى الإيتوليون الرومان إلى بلاد الأغريق إن أي ولاية دخلها الرومان كان بناء على طلب السكان والقاعدة هي أن الأجنبي القوي حين يدخل أقليما يصبح جميع الضعفاء أتباعا له وهم مدفعون في ذلك بالحقد على أولئك الذين يحكمونهم حتى إنه لا يتكبد أي عناء لكي يضم إلى جانبه هذه القوى الصغيرة لأنها جميعا تنضم برغبتها إلى قوات الولاية التي قامت بالاستيلاء وليس عليه سوى أن يحترس من أن ينالوا سلطانا مفرطا وقوة وبمناصرتهم وبقواته يستطيع أن يسحق الأقوياء منهم ويظل هو فيصل تلك المنطقة في جميع الأمور إن من لا يحسن الحكم بهذه الطريقة سرعان ما يفقد ما قد استولى عليه وسوف يلاقي صعوبة وعناء لا حد لهما في أثناء السيطرة عليه لقد نهج الرومان دائما على هذه السياسة في الولايات التي استولوا عليها أنشأوا المستعمرات وحافظوا على علاقات الصداقة مع الدول الصغيرة من دون أن يزيدوا قوتها وأضعفوا الأقوياء ولم يتيحوا للحكام الأجانب أن يحصلوا على نفوذ فيهم وسوف أضرب مثلا لذلك بولاية بلاد الأغريق كمثال فريد لقد ارتبط الرومان بالأخيين والإيتوليين بروابط الصداقة ولم تجعل خدماتهم للرومان يتيحون لهم أن يحصلوا على أقل توسع في إقليمهم وأضعفوا مملكة مقدونيا وطردوا أنتيوكس ولم تغريهم بصداقة فيليب استمالاته لهم من دون أن يضعفوا نفوذه ولم تجعلهم قوة أنتيوكس يوافقون على أن يجيزوا له السيطرة على أي ولاية في تلك المنطقة لأن الرومان سلكوا في هذه الأحوال مسلك جميع الأمراء العقلاء الذين لا يقف نظرهم عند الاضطرابات الراهنة فحسب بل يحسبون حساب الاضطرابات المقبلة أيضا ولا يفترون في اتقاء شرها لأن المتاعب حين ترى مقدما يمكن علاجها بسهولة ولكن إذا انتظرنا حتى تدهمنا فالدواء يتأخر معاده كما أن الداء يستعصى ويحدث هنا ما يحدث في تلك الحميات غير المستقرة كما يقول الأطباء عند بدئها يصعب التفسير ويسهل العلاج وفيما بعد تصبح معرفتها يسيرة ويصعب العلاج وهذه هي الحال في شؤون الدولة حين نرى من بعيد الأخطار المتوقعة بعد النظر من صفات الحكيم بمفردة يسهل علاجها ولكن حين ندعها تستفحل حتى يعرفها الجميع بسبب الافتقار إلى بعد النظر هذا لا يوجد بعد أي دواء ولذلك فإن الرمان حين كانوا يلاحظون الاضطرابات وهي ما زالت بعيدة استطاعوا دائما أن يجدوا العلاج لها ولم يتيحوا لها قط أن تزداد لكي يتحاشوا بذلك حربا لأنهم عرفوا أن الحرب لا مناص منها ولا يمكن تأجيلها إلا لصالح الطرف الآخر ولهذا أعلنوا الحرب على فيليب وأنتيوكس في بلاد الأغريق حتى لا يضطر إلى محاربتهما في إيطاليا مع أنه كان في إمكانهم أن يتحاشوا في حينه هذه الحرب أو تلك وهذا ما لم يقع عليه اختيارهم ليقوموا به فلم يأبه قط لأن يفعلوا بما يسمع كل يوم من أفواه حكمائنا أي أن ننعم بمزايا الإبطاء والتأخير ولكنهم آثروا الاعتماد على قدرتهم وحكمتهم لأن الزمن يجلب معه جميع الأمور الخير والشر على السواء ولكن لنرجع إلى فرنسا ونفحص ما إذا كانت قد قامت بأي أمر من هذه الأمور وسأتحدث عن لويس دون شارل لأنه يحسن بالمرء النظر إلى الإجراءات التي اتخذها الأول فقد ملك في إيطاليا مدة أطول وسنرى حينئذ أنه قام بعكس جميع تلك الأمور التي يجب أن نقوم بها للاحتفاظ بالملك في ولاية أجنبية لقد استدعى مطمع البنادق دخول الملك لويس إيطاليا وهؤلاء رغبوا في كسب نصف لامبرديا من وراء ذلك إنني لن ألوم الملك على دخول إيطاليا ولا على نصيبه منها لأنه كان مضطرا إلى قبول أي صداقة أمكنه أن يجدها عندما رغب في أن يضع قدمه في إيطاليا ولم يكن له أصدقاء فيها بل كانت جميع الأبواب على العكس موصدة في وجهه جراء مسلك الملك شارل وكان من الممكن أن تكلل مشروعاته بالنجاح السريع لو لم يرتكب فيما جرى عليه أخطاء أخرى لقد استعاد الملك مباشرة بمجرد الاستيلاء على لامبرديا السمعة التي أضعها شارل سلمت جانوى وأصبح لفلورنسيون أصدقاء له وتقرب إليه من دون استثناء مركز منتو وأدواق فرارا وأهل بنت يافولي وسيدة فورلي وسادة فيانزا وبيزارو ورميني وكاميرينو وبيانبينو وأهل لوكا وبيسا وسيينة وكان في إمكان البنادق حين ذاك أن يروا آثار طيشهم وكيف أنهم جعلوا الملك حاكما لما يربو على ثلثي إيطاليا ليكسبوهم بذلك مدنا قليلة في لامبرديا وما كان أسهل أن يحافظ الملك على سمعته في إيطاليا لو راع القواعد التي سبق الكلام عنها وسيطر سيطرة محكمة وثقة على جميع أولئك الأصدقاء الذين كانوا كثيرين وضعفاء منهم من يخشى الكنيسة ومن يخشى البنادق ومن ثم كانوا مضطرين دائما إلى أن يلتصقوا به وكان يستطيع في سهولة بمساعدتهم أن يأمن جانب أي واحد منهم ما زال قويا ولكن لم يكن يدخل ميلانو حتى فعلى العكس بأن ساعد الباب الإسكندر على احتلال رومانا ولم يفطن إلى أنه أضعف نفسه بالسير في هذا الطريق بأن تخلى عن أصدقائه وعن من لا ذو به وقوى الكنيسة بأن أضعف سلطات زمنية أخرى إلى قوتها الروحية التي منها تستمد مثل هذا السلطان ولما كان قد أخطأ أولا أضطر إلى أن يستمر في الخطأ وإلى أن يدخل إيطاليا عندما كان يوقف أطماع الإسكندر ويمنعه من أن يصبح حاكمة توسكانيا ولما كان غير راض على إنماء قوة الكنيسة وفقد أصدقائه وكان يطمع حينئذ في مملكة نابولي اقتسمها مع ملك إسبانيا وجلب حينذاك شريكا له في إيطاليا حيث كان هو بمفرده الفيصل حتى أمكن أصحاب المطامع الساخطون عليه في ذلك الإقليم أن يجدوا غيره يلوذون به وحيث كان يمكنه أن يترك في هذه المملكة ملكا يخضع له اغتصب ملكه لكي يأتي بغيره قادرا على أن يطرده هو منها إن الرغبة في التملك أمر طبيعي وعادي جدا وعندما يملك أولئك الذين يستطيعون ذلك بنجاح يطرون دائما ولا لوم عليهم ولكن العاجزين عن ذلك بيد أنهم يرغبون فيه بأي ثمن يرتكبون خطأ يستحق اللوم الشديد فلو كان لفرنسا على هذا الأساس قدرة على الاستيلاء بقواتها الخاصة على نابولي لكان ينبغي لها أن تفعل ذلك وإلا فما كان يجب عليها أن تقتسمها وإذا غفرنا لها اقتسام لمبارديا مع البنادقة لأنه كان الوسيلة التي أتاحت لملك فرنسا أن يضع قدمه في إيطاليا فإن الاقتسام الآخر يستحق اللوم بأن الضرورة لم تبرره وهكذا ارتكب لويس خمسة أخطاء لقد دمر الدول الصغيرة وزاد من نفوذ دولة واحدة في إيطاليا وأتى في البلاد بأجنبي قوي جدا ولم يذهب ليعيش هناك بشخصه ولم ينشئ أي مستعمرة وما كان ليصيبه من الأخطاء ضرر لو لم يخطئ الخطأ السادس وهو أخذ الولاية من البندقية فلو أنه لم يقوّل كنيسة ولم يأتي بالإسبانيين إلى إيطاليا لكان كسر شوكتهم أمرا ضروريا وصحيحا ولما كان قد اتخذ تلك الأسليب كان عليه أن لا يوافق على هدمهم أبدا لأن البنادقة لو كانوا أقوياء لأمكنهم أن يتصدوا لمحاولات الآخرين غزو لمبارديا فمن ناحية لم يكن يمكنهم أن يقبلوا أي إجراءات بها لا يحصلون عليها لأنفسهم ومن ناحية أخرى ما كان للآخرين أن يرغبوا في أخذها من فرنسا لكي يعطوها للبندقية وما كانت لهم الشجاعة على مهاجمة الإثنين معا وإذا كان لإمرئ أن يقول إن الملك لويس سلم رومان إلى الإسكندر ومملكة نابولي إلى إسبانيا حتى يتحاشى بذلك حربا أرد عليه وأقول بناء على الأسباب التي قدمتها منذ مدة وجيزة ينبغي للحاكم أن لا يجيز أبدا قيام الطراب لكي يتجنب بذلك حربا لأن الحرب لا تتجنب بهذه الطريقة بيد أن تأجيلها لا يضر أحدا سواك وإذا زعم آخرون أن موقف الملك لويس يعزى إلى أنه وعد البابا بالقيام بتلك الحملة لحسابه في مقابل تطليقه الملك من زوجته وإسناد الكاردنالية إلى روهان أرد بما سوف أذكره فيما بعد عن وعود الأمراء وكيف ينبغي مراعاتها وهكذا أضاع الملك لويس لامبارديا لأنه لم يراعي أي حال من تلك الأحوال التي قد راعاها الآخرون الذين استولوا على الأقاليم ورغبوا فلاحتفاظ بها وهذا ليس بأمر غريب ولكنه منطقي وطبيعي تحدثت في هذا الصدد مع الكاردنال روهان في نانتس وفالنتين كما هو الإسم المشهور لقيصر بورغاولد البابا يحتل رومانا قال للكاردنال إن الإيطاليين لم يفهموا معنى الحرب وأجبته بأن الفرنسيين لم يفهموا معنى السياسة لأنهم لو كانوا قد فهموها لما أتاحوا للكنيسة أن تصبح قوية جداً وتدلنا التجربة على أن عظمة الكنيسة في إيطاليا وفي إسبانيا أيضاً تعزى إلى فرنسا وكذلك يرجع إليها سقوط الكنيسة ومن ذلك يمكننا أن نستخلص قاعدة عامة صادقة دائماً ولا تكذب إلا فيما ندر وهي أن كل من يكون سبباً لأن يصبح غيره قوياً يهلك هو نفسه بأنه يفعل ذلك إما عن طريق الحيلة وإما عن طريق القوة وهذان الأمران موضع شك من ارتفع إلى السلطان الفصل الرابع لماذا لم تثر مملكة داريوس وقد احتلها الإسكندر على خلفائه عقب وفاته وعند النظر إلى الصعوبات التي تكون في السيطرة على ولاية الاستيلاء عليها جديد قد يعجب البعض كيف حدث أن أصبح الإسكندر الأكبر سيد آسيا في سنين قليلة ولم يكد يحتلها حتى عجلته المنية ولم تثر الولاية كلها على خلفائه وكان المفروض عكس ذلك واحتفظ خلفائه بملكها لأنفسهم ولم يعانوا صعوبات في ذلك سوى تلك التي ظهرت فيما بينهم بسبب مطامعهم الخاصة وأجيب على ذلك بأن الممالكة التي عرفها التاريخ قد حكمت بطريقتين إما حكمها أمير وأتباعه يساعدونه في حكم المملكة كوزراء بفضله وإجازة منه وإما حكمها أمير ونبلاء يتبوؤون مراكزهم من دون مساعدة من الأمير ولكن لقدمهم ولمثل هؤلاء النبلاء ولايات ومواطنون لهم خاصة يعترفون بهم سادة عليهم بطبيعة الحال وللأمير في تلك الولايات التي يحكمها أمير وأتباعه سلطان أكبر من سلطان الأمير الثاني لأنه لا يوجد فوقه سواء وإذا كان يودان لغيره بالطاعة فما ذلك إلا لأنهم وزراء الأمير ورجاله الرسميون ولا أحد يحمل لهم ودا خاصا بهم ولهذين النوعين من الحكم في عصرنا مثالان هما حكومة تركيا وحكومة ملك فرنسا إن حاكما فردا يحكم المملكة التركية جميعها وغيره أتباع له وهو يقسم المملكة إلى سنجقيات ويرسل إليها حكاما إداريين متباينين ويغيرهم ويستدعيهم كما يروق له ولكن ملك فرنسا يحيط به عدد كبير من النبلاء القدامى يعترف لهم رعاياهم بحالتهم هذه ويدينون لهم بالولاء ولهم امتيازاتهم التي لا يقدر الملك على أن يحرمهم منها من دون أن يعرض نفسه للخضر وكل من ينظر الآن إلى هاتين الدولتين يرى أنه يصعب الاستيلاء على دولة الأتراك ولكن تسهل جدا السيطرة عليها إذا هزمت ومن ناحية أخرى فإن قهر مملكة فرنسا أمر أسهل من ذلك من وجوه كثيرة ولكن ثمت صعوبة كبيرة في السيطرة عليها وعلى الصعوبة احتلال المملكة التركية هي أن المحتل لا يمكن أن يستدعيه إليها أمراء تلك المملكة كما لا يلح له أمل في أن تجعل حملته يسيرة ثورة يقوم بها أولئك الذين بجانب الحاكم كما يتضح ذلك من الأسباب التي قدمناها إن إفسادهم أمر صعب لكونهم جميعا عبيدا للسلطان وأتباعا له وحتى لو فرضنا أننا أفسدناهم فلا أثر كبير يرجى من وراء ذلك لأنهم لا يستطيعون أن يضموا الشعب إليهم وذلك لما ذكرنا من أسباب ولذا فعلى كل من يهاجم سلطان الأتراك أن يستعد لملاقات قواته المتحدة وأن يركن إلى قوته الخاصة أكثر مما يعتمد على الاضطرابات التي يقوم بها غيره ولكن إذا كسر السلطان وهزمه تماما في الحرب فما من شيء ليخافه سوى أسرة الأمير فلو محق هذه من الوجود فلا يعود هناك من يخشاه لأن غيرهم ليس له سلطان على الشعب ولما كان المنتصر لا يستطيع قبل النصر أن يأمل فيهم فهو في حاجة إلى أن يخشاهم بعد النصر والحال عكس ذلك في الممالك التي حكمها مثل حكم مملكة فرنسا لأن دخولها سهل يسير بأن يكسب الأمير بعض نبلاء المملكة في صفه حيث إن هناك دائما الصاخطين وأولئك الذين يرغبون في تجديد الأوضاع القديمة إن هؤلاء يستطيعون أن يفتحوا لك الطريق وأن يجعلوا لك النصر سهل المنال وذلك للأسباب التي سبق أن قررتها ولكن تظهر فيما بعد صعوبات لا نهاية لها لو أنك أردت الإبقاء على الملك سواء من جانب أولئك الذين مدوا إليك يد المساعدة أم ممن قد تعسفت معهم ولن يكفيك أن تتخلص نهائيا من أسرة الأمير لأنه يبقى هناك أولئك النبلاء الذين سيقودون الثورات الجديدة ولما كنت لا تستطيع إرضاءهم أو إفناءهم فإنك تفقد الولاية وما لاحت فرصة لذلك والآن لو نظرت فيما كانت عليه طبيعة حكم داريوس فإنك تجدها شبيهة بمملكة الأتراك ومن هنا كان على الإسكندر أن يقلبها تماما وأن يغزو المنطقة وبعد هذا الغزو وموت داريوس استتبت أمور الولاية له وذلك للأسباب التي سبق أن ناقشناها ولو ظل خلفاؤهم متحدين لطاب لهم ملكها في سلام ولما حدثت أي قلاقل في المملكة سوى ما أثاروه هم أنفسهم ولكن من المستحيل أن نملك بمثل تلك السهولة بلادا كفرنسا في نظامها الأساسي وهذا هو سر الثورات بين وقت وآخر ضد الرومان في إسبانيا وفرنسا وبلاد الإغريق نظرا إلى الإمارات العديدة التي وجدت في تلك الولايات لقد ظل الفتح الروماني مزعزع الأركان حتى محي ذكر هذه الإمارات تماما ولكن مع قوة الإمبراطورية ودوامها وإمحاء هذا الذكر أصبح الرومان سادة لا منافسة لهم وحين دب بينهم الخلاف كان في مقدور أي واحد منهم أن يعول على تأييد ذلك الجزء من المنطقة الذي أقام فيه السلطانة ولم يعترف بالرومان كحكام هناك إلا بعد انقراض أسرة الأمراء القديمة فإذا نظرنا إلى هذه الأمور فليس لإنسان أن يعجب إذن للسهولة التي استطاع بها الإسكندر أن يسيطر على أسيا ولا تدهش الصعوبات التي لقاها غيره في السيطرة على أقاليم فتحها مثل بيروس وكثير غيره لأن العلة هنا ليست قدرة الفاتح تضاءلت أم عظمت ولكن الأمر يتوقف على اختلاف الظروف الفصل الخامس في طريقة حكم المدن والبلاد التي كانت تعيش قبل احتلالها في ظل قوانينها الوطنية وعندما تكون تلك الولايات التي قد استولينا عليها معتادة على الحياة الحرة في ظل قوانينها الخاصة فثمت ثلاث طرق للسيطرة عليها الأولى أن يخربها الأمير والثانية أن يذهب ليعيش هناك بشخصه والثالثة أن يجيز لها أن تعيش في ظل قوانينها الوطنية ويحصل منها على الجزية ويقيم في داخل البلاد حكومة تتألف من عدد قليل يحافظ عليها صديقة لك ولما كانت هذه الحكومة صنيعة الأمير فهي تعلم أنها لا تستطيع أن تبقى من دون صداقته أو حمايته ولن تدخر وسعا للمحافظة عليهم وزيادة على ذلك فإنك إذا رغبت بطريقة أسهل في أن تحتفظ بمدينة اعتادت على الحرية يمكنك أن تسيطر عليها بأسهل الطرق قاطبة ألا وهي أن تجعل حكامها من مواطنيها ومثال ذلك الأسبرتيون والرومان لقى السيطر الأسبرتيون على أثنى وطيبة بأن أقاموا في داخلها حكومة أقلية ومع ذلك ضاعتا منهم وخرب الرومان كابوة وقرطاجنة ونومنتا من أجل السيطرة عليها ولكنهم لم يفقدوها وأرادوا أن يسيطروا على بلاد الإغريق بطريقة تقرب من تلك التي بها سيطر الرومان عليها بأن تركوها حرة تحية في ظل قوانينها الوطنية ولكنهم لم يوفقوا حتى اضطروا من أجل الاحتفاظ بها إلى أن يخربوا مدنا كثيرة في تلك المنطقة ويرجع ذلك إلى أنه لا توجد في حقيقة الأمر طريقة أكيدة للسيطرة عليها سوى تخريبها ويمكن لكل من يصبح حاكماً لمدينة حرة ولا يخربها أن يتوقع منها تدميرها هي له لأنها ستجد على الدوام الدافع إلى الثورة باسم الحرية وباسم أوضاعها القديمة وهذه أمور لا تنسى لا بمرور الزمن ولا بما يعود على أهلها من مزايا ومهما فعل الحاكم ومهما احتاط للأمر فإنهم لن ينسوا ذلك الاسم أو تلك الأوضاع ولكنهم سيستجبون لندائها في الحال عند كل طارئ كما فعلت بيزا بعد أن سيطر الفلورنسيون عليها واستعبدوها سنين طويلة ولكن يستطيع الأمير أن يكسبهم في جانبه وأن يقيم نفسه فيها آمنا وذلك بصورة أيسر حينما تكون هذه مدنا أو مناطق قد ألفت من قبل الحياة في ظل أميرا قد انقرضت أسرته لأنها ألفت الخضوع من ناحية ومن ناحية أخرى لا يمكنها وقد فقدت أميرها القديم أن تجمع كلمتها على اختيار واحد من أبنائها ليكون أميرا فهي لا تعرف كيف تعيش حياة حرة وعلى ذلك فهي لهذه الظروف أبطأ من غيرها في شهر السلاح عليه ولكن نجد في الجمهوريات حياة أعظم من هذه الحياة ومقتا أشد ورغبة في الانتقام أقوى إنها لا تذر جانبا ذكرى حريتها القديمة ولا تستطيع ذلك ومن هنا فإن أوثق الطرق للسيطرة عليها هي إما تخريبها وإما الإقامة فيها الفصل السادس في الولايات الجديدة التي اكتسبت بأسلحة الأمير الخاصة وقدراته لا عجب إذا كنت قد قدمت أمثلة عالية جدا سواء فيما يتصل بالأمير أو بالولاية وذلك في أثناء الحديث عن الولايات الجديدة لأن الناس يغلب عليهم السير دائما في الدروب التي طرقها غيرهم وأن يجروا أعمالهم على جادة المحاكاة ولما كان الرجل الحول القلب لا يستطيع دائما أن يقتفي تماما آثار الآخرين ولا يتسنى له أن يبلغ امتياز أولئك الذين نقلدهم فينبغي له دائما أن يسير على الدرب الذي طرقه عظماء الرجال وأن يقلد أولئك الذين بلغوا أعلى درجات الامتياز حتى إذا لم يبلغ درجتهم من العظمة فإنه ينال منها على أي حال قدرا ما وسوف يصنع المرء صنع الرمات العارفين الذين يصوبون إلى نقطة أعلى بكثير من تلك التي يرغبون في إصابتها عندما تكون بعيدة جدا ويعرفون مدى إطلاق قوسهم للسهم لا لكي يصيبوا بسهمهم هذا الارتفاع ولكن ليصيبوا بوساطته الهدف المرغوب فيه وعلى ذلك أقول تتفاوت السيطرة على زمام الأمور في الولايات الجديدة التي يوجد فيها أمير جديد تبعا لقدرة من يستولي عليها ولما كان بلوغ فرد عادي مرتبة الإمارة بالفعل يفترض فيه مقدما قدرة فائقة أو حظا سعيدا يبدو أن أحد هذين الأمرين أو الآخر قد يخفف بدرجة معينة ما صاعب جم ومع ذلك فإن أولئك الذين لم يركنوا إلى حسن الطالع إلا قليلا صانوا أنفسهم على أحسن وجه ويخفف أيضا العبء عن الأمير ضرورة إقامته شخصيا في إقليمه الجديد حين لا يكون له غيره ولكن عندما نتحدث عن أولئك الذين أصبحوا حكاما بفضل قدراتهم الممتازة لا بفضل الحظ أعد أعظمهم جميعا موسيس وكورس ورمولوس وتيسيوس وأشباههم ومع أن المرأة لا ينبغي له أن يتحدث عن موسى لا شيء سوى أنه رسول الله الذي عمل بما أمره به إلا أنه يظل جديرا بالأعجاب ولو لمجرد ذلك الفضل الذي جعله أهلا لأن يكون كليما الله ولكن إذا نظرنا إلى كورس وغيره الذين كسبوا الممالكة وأرسوا قواعدها فسوف نجدهم جميعا يستحقون الأعجاب وإذا اختبرنا أعمالهم الخاصة ومناهجهم فلن تظهر مختلفة اختلافا كبيرا عن أعمال موسى بالرغم من أنه كان رسول الله فإذا فتنا حياتهم وأعمالهم فسوف نرى أنهم لم يدينوا بشيء إلى الحظ ولكن الفرصة هي التي وهبتهم المادة التي صاغوها في الصورة التي رأوها مناسبة فلو لم تكن تلك الفرصة لضاعت قدراتهم هباء ولو لم تكن قدراتهم لأصبحت الفرصة من دون جدوى وهكذا كان من الضروري أن يجد موسى شعب إسرائيل عبيدا في مصر يضيمهم المصريون حتى يصبحوا على استعداد للسير خلفه لكي يتخلصوا من العبودية وكان ضروريا أن لا يستطيع رومولوس البقاء في ألبا وأن يترك في العراء يوم ميلاده حتى يصبح ملك روما ومؤسسة تلك الأمة وكان لابد من أن يجد كورش الفرص صاخطين على امبراطورية المديين وأن يجد هؤلاء منحلين ومتخنثين جراء السلم الطويل ولو لم يكن تيسيوس قد وجد الأثنيين مشتتين لما أمكنه أن يبين عن قدراته إذن لقد منحت هذه السوانح هؤلاء الرجال فرصتهم ومكنتهم خصالهم العظيمة من الاستفادة منها لكي يجعلوا أوطانهم كريمة عزيزة ويزيدوها فلاحا وسعدا وأولئك الذين يصبحون كهؤلاء أمراء بتدريب قدراتهم يحصلون على ولاياتهم بصعوبة بيد أنهم يحافظون عليها بسهولة والصعوبات التي يلاقونها في ذلك ترجع من ناحية إلى القواعد والتعديلات الجديدة التي يضطرون إلى إدخالها لكي يقيموا ولايتهم بسلام ويجب أن نعتبر أن ليس هناك ما هو أصعب من أن تبدأ نظاما جديدا للأمور ومن تنفيذه ونجاحه مشكوك في أمره ولا يوجد ما هو أخطر من تناوله لأن للمصلح أعداء بين جميع أولئك الذين يفيدون من النظام القديم ومن يؤيدونه المصلح تأييدا فاترا بين أولئك الذين قد يفيدون من النظام الجديد كافة ويرجع هذا الفتور من ناحية إلى أنهم يخشون خصومهم الذين يكون القانون في صالحهم ويعز ذلك من ناحية أخرى إلى قابلية البشر لعدم التصديق فهم لا يؤمنون بأي جديد إيمانا صادقا حتى يجربوه بالفعل وعلى ذلك يهاجم المصلح بحماسة شديدة خصومه في كل فرصة بينما يدافع عنه سواهم دفاعا فاترا حتى إنه يواجه الخطر العظيم بين هؤلاء وأولئك ولذا فلابد من أجل تحر الحقيقة تماما في هذه المشكلة أن نبحث فيما إذا كان يستطيع هؤلاء المجددون أن يعولوا على أنفسهم أو هم مضطرون إلى الاعتماد على غيرهم وبعبارة أخرى نقول هل من الضروري لهم لكي ينفذوا ما رسموه أن يستميلوا غيرهم أو هم يستطيعون القهر وهم في الحالة الأولى لا يفوزون دائما إلا فوزا هزيلا ولا ينجزون شيئا وهم لا يفشلون إلا فيما ندر حينما يكون في وسعهم الاعتماد على سلطانهم الخاص واستخدام القوة وعلى ذلك حدث أن انتصر جميع الأنبياء غير العزل والسبب بالإضافة إلى ما قيل أن طبيعة البشر متقلبة ومن السهل أن نستميلهم إلى أمر من الأمور ولكن من العصير أن نبقي على إيمانهم هذا ومن هنا لزم ترتيب الأمور بحيث يمكننا استخدام القوة لنكرههم على الإيمان مرتد عنه لو كان موسى وكورش وتسيوس ورومولوس عزلا لم استطاعوا أن يجعلوا غيرهم يراعون دستيرهم أمدا طويلا كما حدث في زماننا هذا للأخ جيرولامو سفو نارولا الذي فشل في شرائعه الجديدة فشلا ذريعا حينما أخذت جمهرة الناس تكفر به ولم يكن لديه من وسيلة للإبقاء على المؤمنين في صفه أو ليحمل من لم يؤمن به على الإيمان ولذا يعاني أمثال هؤلاء الرجال صعوبة عظيمة في شق طريقهم وجميع الأخطار التي يلاقونها تحدق بهم في الطريق وعليهم أن يتغلبوا عليها بقدراتهم الخاصة ولكن حينما تتم لهم الغلبة عليها ويشرع القوم في تقديسهم ويبطشون بأولئك الذين يحسدونهم فإنهم يظلون أقوياء آمنين سعداء كرماء وسوف أضيف إلى الأمثلة العالية السابقة مثلا دونها ولكن يمكن على أي حال أن تجرى عليه المقارنة إلى حد ما وسوف يستخدم مثالا لجميع هذه الحالات إنه هيرو السيراكوزي الذي أصبح أمير سيراكوزا بعد أن كان فردا عاديا من دون أي مساعدة من الحظ سوى الفرصة لأن أهل سيراكوزا وقد كانوا مضطهدين اختاروه رئيسا لهم وارتقى بقدرته من هذا المركز إلى مرتبة الإمارة ولم يكن ينقصه لكي يحكم وهو ما زال فردا عاديا سوى المملكة كما قال عنه الكتاب ألغى الجندية القديمة وأقام أخرى جديدة وتخلى عن جميع الأحلاف وعقد غيرها ولما أصبح له على هذا الأساس أصدقاء وجنود من اختياره الخاص استطاع أن يشيد فوق هذه الأسس مطمئنا حتى إنه عانى في الحصول على ولايته عناء كبيرا بينما قاس قليلا في المحافظة عليها الفصل السابع في الإمارات الجديدة التي اكتسبت بالحظ والسلاح الأجنبي إن أولئك الذين يرقون من أفراد عاديين ليصبحوا أمراء لمجرد الحظ لا يعانون عناء كبيرا في الصعود لكنهم يقاسون كثيرا في توطيد ولايتهم هم لا يقابلون في الطريق إلى الإمارة أي عقبات لأنهم يطيرون فوقها ولكن تظهر جميع عقباتهم حين يحتلون مكانهم وأمثال هؤلاء هم الذين منحوا ولاية إما في مقابل مال وإما بفضل هذا الذي يمنحها كما حدث لكثيرين في بلاد الأغريق في مدن إيونيا وهلسبونت الذين صنع منهم داريوس أمراء للسيطرة على هذه الأماكن من أجل سلامته ومجدة وأمثال هؤلاء أيضا أولئك الأباطرة الذين أرقوا من مواطنين عاديين إلى السلطان برشوة الجيش وهؤلاء يعتمدون اعتمادا مطلقا على حظ أولئك الذين يرفعونهم وإرادتهم الخير وكلا الأمرين لا يدوم ولا يثبت بصورة مفرطة إنهم لا يعرفون كيف يحافظون على ولايتهم كما لا يكونون في موقف يصونونها فيه فإذا لم يكن الواحد منهم فردا ذا عبقرية عظيمة فلا يحتمل لذلك الذي عاش دائما في مركز عادي أن يعرف كيف يأمر وينهي وهم غير قادرين على المحافظة على أنفسهم لأنهم لا يملكون قوات صديقة لهم وموالية وفضلا عن ذلك فإن الدول التي ترسي قواعدها سريعا كجميع الأشياء الأخرى ذات البدايات والنمو السريع لا تستطيع أن تتجذر بعمق وتتشعب في أماكن رحبة حتى إن أول عاصفة تهب تدمرها إلا إذا كان للفرد الذي وصل إلى الإمارة كما قلنا تلك العبقرية العظيمة التي تجعله قادرا على أن يتخذ الخطوات العاجلة لصيانة ما قد رمى به الحظ في حجره ثم يضع تلك الأسس التي يضعها غيره قبل أن يصبحوا أمراء وسوف أضرب هنا مثالين قد حضرا في الذاكرة لهاتين الطريقتين من طرق الوصول إلى الإمارة أي بالقدرة أو بحسن الطالع وهما مثالا فرانشيسكو سافورتسا وقيصر بورجيا الذي أصبح فرانشيسكو دوقا ميلانو بالوسائل المناسبة وبقدراته بعد أن كان مواطنا عاديا وصان بقليل عناء ما قد حصل عليه بعد صعاب جمع ومن ناحية أخرى حصل قيصر بورجيا المشهور باسم دوق فالنتين على الملك بفضل نفوذ أبيه وفقده حين أثل ذلك النفوذ وذلك على الرغم من أنه لم يتدخر وسعا في اتخاذ أي وسيلة أو جهد يقوم به رجل قادر حكيم لكي يوطد نفسه توطيدا راسخا في ولاية قد منحتها إياه حظوة غيره وأسلحته ويرجع ذلك إلى أن من لم يرسل قواعد في البدء يستطيع أن يضعها بقدراته العظيمة فيما بعد كما قلنا على الرغم مما في ذلك من عناء عظيم لمهندس البناء وخطر على البناء وحينئذ لو نظر المرء بعين الاعتبار إلى الإجراءات التي اتخذها الدوق فسوف يرى أي أسس مكينة قد وضع لسلطانه المقبل ولا أعد فحصها غير لازم لأني لا أعلم مبادئ ينسج على منوالها أمير جديد أحسن مما نجد في أعمال الدوق وإذا كانت الوسائل التي اتخذها غير ناجحة فليس هذا لخطأ له ولكن السبب هو الحظ المفرط في التعاسة ولا شيء سواه حين أراد الإسكندر السادس أن يعلي من شأن ولده الدوق كان عليه أن يلاقي صعابا كثيرة جدا عاجلة وآجلة فأولا لم يرى سبيلا ليجعل قيصر حاكما لأي ولاية لم تكن ملكا للكنيسة وعرف أن الدوق ميلانو والبنادق قد لا يوافقون على محاولته أخذ مدن للبابا لأن فإنزا واريميني كانت حتى ذلك الحين تحت حماية البنادق وزيادة على ذلك رأى أن قوات إيطاليا العسكرية وبخصة تلك التي يستطيع أن يستخدمها في أيدي من يخشون عظمة البابا ولذلك لم يستطع الاعتماد عليها لأنها كانت جميعا تحت قيادة الأورزيني والألا كولونا وأتباعيهما ولذلك كان من الضروري له أن يجعل الحالة الراهنة تضطرب وأن يثير الاضطرابات في الولايات الإيطالية لكي يضمن السيادة في جزء منها وكان هذا الأمر يسيرا لأنه وجد البنادقة مدفوعين بدوافع أخرى قد استدعوا الفرنسيين إلى دخول إيطاليا وهذا ما لم يعارضه فحسب بل يسره بفسخ الزواج الأول للملك لويس وهكذا دخل الملك إيطاليا بمساعدة البنادقة وموافقة الإسكندر ولم يكد يصل إلى ميلانو حتى أخذ منه البابا جنودا لحملته في رومانا التي أمكن فتحها بفضل صيت الملك وشهرته ولما تم له الاستيلاء عليها على هذا النحو وهزيمة الكولونا عقه عن الاحتفاظ بها والاستمرار في زحفه أمران الأول قواته التي شك في ولائها والآخر نية فرنسا وبعبارة أخرى نقول إنه خشي أن تتخلى عنه قوات الأورزيني التي استخدمها وهي لا تعقه فحسب عن زيادة التوسع بل قد تأخذ منه ما قد فتح حتى الآن كما خشي من أن يأتي الملك الأمر نفسه وكانت البينة عنده على هذا بالنسبة إلى الأورزيني أنه بعد أن أخذ فإنزى أغار على بولانيا فلاحظ تخلفهم أما الملك فقد فطن إلى نواياه حين استولى على دقية أوربينو وحمل على توسكانيا وأوقفه الملك عن هذه الحملة ومنذ ذلك الحين عزم الدوق على أن لا يعود إلى الاعتماد على أسلحة غير أسلحة أو يعول على حظ غير حظه هو لقد كان أول ما قام به هو إضعاف حزبي الأورزيني والكولونا في روما بأن كسب في صفه جميع أنصارهما الذين كانوا أعيانا وجعلهم أتباعا له بأن أجزل لهم العطاء وعينهم في مراكز وولاهم أعمالا كل على حسب قدره حتى انقطعت صلاتهم بحزبيهم في بحر أشهر قليلة والتفو حول الدوق كل الالتفاف وبعد ذلك انتظر فرصة تسنح لكي يسحق زعماء الأورزيني وكان قد بطش بزعماء الكولونا وحين سنحت الفرصة استغلها استغلالا مفيدا لأن الأورزيني حين رأوا أخيرا أن عظمة الدوق والكنيسة تعني سقوطهم دعوا إلى عقد ديت في ماجيوني ببيروجينو وحين ذاك اندلعت ثورة أوربينو وحدثت اضطرابات في رومانا وظهرت للدوق أخطار لا حصر لها وتغلب عليها جميعا بمساعدة الفرنسيين وحين استعاد سمعته لجأ إلى الخديعة ولم يعد يعتمد على فرنسا أو على قوات أجنبية أخرى لكي لا يجازف بنفسه بالتحالف معهم أخفى أغراضه جيدا حتى سالمه الأورزيني ونزع شكوكا ممثلهم السيد سيجنور باولو بكل أنواع الحفاوة فقدم له اللباس والأموال والخيل حتى أغرتهم سذاجتهم بالحضور إلى سنجا جيليا وأن يقعوا في يده لقد وضع الدوق أسسا قوية جدا لسلطانه بأن تخلص نهائيا من هؤلاء الزعماء بهذه الصورة وجعل أنصارهم أصدقاء له واستولى على جميع رومانا مع دقية أوربينو وكسب ود سكان الذين أخذوا يحسون بميزة حكمه ولما كان هذا الدور جديرا بمراعاة الآخرين وحري بهم أن ينسجوا على منواله فلن أترك الحديث فيه كان إقليم رومانا يحكمه حين استولى عليه الدوق حكام ضعفاء وكانوا ينهبون رعيتهم أكثر من أن يحكموها ويعملون على فرقتهم أكثر من العمل على وحدتهم حتى أصبحت المقاطعة فريسة لللصوصية والسلب ولجميع أنواع الفوضى ولذلك رأى الدوق أن إقامة حكومة صالحة فيها من الأمور الضرورية حتى يسالموه ويدينوا لحكمه بالطاعة فولى عليهم من أجل هذا الغرض روميرو دي أوركو ولقد كان هذا رجلا قاسيا وقديرا ومنحه الدوق أوسع السلطات ونجح روميرو نجاحا عظيما في تنظيم البلاد وتوحيدها في زمن قصير ولما رأى الدوق حين ذاك أن السلطة المسرفة غير مناسبة وخشي أن تولد الكراهية في النفوس أنشأ في مركز الولاية دارا مدنية للعدالة تحت رياسة رجل ممتاز وعينت فيها كل مدينة محاميها الخاص ولما علم أن قسوة الأمس قد ولدت في النفوس قدرا من الكراهية قرر أن يظهر للعيان أن كل قسوة لحقت بالناس فيما مضى لم تكن لأوامر أصدرها وإنما ترجع إلى ميول وزيره الخشنة وذلك حتى يطهر النفوس ويكسبها تماما في جانبه وحين وجد الفرصة قتل رومير وشطر جسده شطرين وألقاه ذات صباح وسط ميدان عام في تشيسينا وبجانبه قطعة من الخشب وخنجر ملطخ بالدماء أذهلت وحشية هذا المنظر الشعب وأثارت في الوقت نفسه رضاه ولكن لنعد من حيث استطردنا والآن وقد أصبح الدوق قويا وفي مأمن من الأخطار الراهنة إلى حد ما ومسلحا هو نفسه وقضى إلى حد كبير على القوى المجاورة التي قد تؤذيه لم يبق عليه الآن إذا رغب في أن يواصل الفتح سوى أن يفوز باحترام فرنسا له لأنه علم أن الملك الذي كان قد كشف خطأه مؤخرا قد لا يمد إليه يد المساعدة أبدا ولذا بدأ يبحث عن أحلاف جديدة ويراوغ فرنسا في مناسبة الحملة التي كان الفرنسيون يقومون بها تجاه نابولي ضد الإسبانيين الذين كانوا يحاصرون جيتا لقد كان يقصد أن يستوثق منهم وكان يستطيع أن يوفق بسرعة في ذلك لو أمد الله في حياة الإسكندر كانت هذه هي الإجراءات التي اتخذها الدوق لمواجهة الحاضر أما بالنسبة إلى المستقبل فقد خشي أن يعاديه وريث جديد لولايات الكنيسة ولربما سعى إلى أن يسلب منه ما قد منحه إياه الإسكندر ولذا أخذ يعمل على اتقاء ذلك بأربعة طرق فأولا استأصل شأفة جميع من يجري في عروقهم دم الأسر الحاكمة التي كان قد اغتصب ملكها وذلك لكي يجرد البابا من أي فرصة يستغلها ضده وثانيا كسب جميع نبلاء روما في صفه ليكبح بهم جماح البابا وثالثا لم يأل جهدا في السيطرة على مجلس الكرادلة ورابعا حصل قبل وفاة البابا على نفوذ كبير حتى يستطيع بمفرده أن يصد أول هجوم يشن عليه وعند موت الإسكندر كان الدوق قد حقق من هذه الأمور ثلاثة وأوشك على أن ينجز الرابع منها لأنه دق عنق كثيرا ممن استطاع أن تصل إليه يداه من الحكام السابقين وفر منهم عدد ضئيل جدا وضم إلى صفه نبلاء روما وكان له نفوذ عظيم في مجلس الكرادلة أما بالنسبة إلى الأملاك الجديدة فقد اختط لنفسه أن يصبح سيدة سكانيا وقد كان ملك بورجيا وبيومبينو من مدة وجيزة وفرض حمايته على بيزا ولقد أخذها عندما لم يعد يخشى الفرنسيين لأن الإسبان كانوا قد جردوا الفرنسيين من مملكة نابولي بصورة جعلت كلا الطرفين مضطرا إلى أن يخطب وده وبعد ذلك سلمت لوكا وسينا مرة واحدة بسبب كراهيتهم للفرنسيين من ناحية وخوفا من ناحية أخرى لأنها كانت لا تملك أي موارد حتى إنه لوفق التوفيق الذي قدر له في السنة نفسها التي توفي فيها الإسكندر لفز الدوق بقوة وشهرة تمكنانه من المحافظة على نفسه من دون أن يعتمد على حظ غيره أو قوته ولكنه يستطيع أن يركن إلى سلطانه وقدرته فحسب بيد أن الإسكندر توفي بعد خمس سنوات من امتشاق قيصر بورجا حسامه لأول مرة ولم يبق للدوق سوى ولاية رومانا وطيدة الأركان والمشروعات الأخرى معلقة في الفضاء بين جيشين قويين جدا ومعاديين وهو يشكو داء عضال ولكن كانت للدوق تلك الحيوية والقدرة وعرف جيدا كيف يكسب تأييد الرجال أو كيف يقهرهم وكانت قواعد ملكه التي قد وضعها في مدة وجيزة قوية مكينة جدا حتى إنه لو لم يكن هذان الجيشان أمامه أو كان في صحة جيدة لأمكنه أن يتغلب على الصعاب الأخرى كافة ونشاهد قوة الأسس التي وضعها من أن رومانا انتظرته بالفعل لما يزيد على شهر ومع أنه كان في روما الحي الميت إلا أن مركزه ظل سليما وعلى الرغم من أن البيجليوني والفيتلي والأورزني دخلوا روما فإنهم لم يجدوا فيها أتباع ضده لقد كان في مقدور الدوق على الأقل أن يحول بين كرسي البابوية ومن لا يرغب هو فيه وذلك إذا لم يكن يستطيع أن ينصب فيه من يشاء وربما تيسرت له كل الأمور لو كان سليما معافى حين وفاة الإسكندر لقد أخبرني يوم انتخاب يوليوس الثاني بأنه قد فكر في كل ما عساه أن يحدث عند وفاة أبيه واحتاط لجميع الأمور غير شيء واحد لم يدر بخلده قط ألا وهو أن يكون هو ذاته قريبا من حافة القبر عند وفاة أبيه ولذلك حين أستعرض جميع أعمال الدوق لا أجد ما يلام عليه بل على العكس أحس بأنني ملزم بأن أرفعه كما فعلت مثالا ليحتذي به كل من وصل إلى الحكم بحظ غيره أو بأسلحته ولم يكن في إمكان الدوق صاحب الشجاعة الفائقة والطموح الرفيع أن يفعل غير ما فعل وما خابت خططه إلا لمرضه وقصر حياة الإسكندر ولذا فإن الواجب على كل من يعد من ضرورات إماراته الجديدة تأمين نفسه ضد الأعداء وكسب الأصدقاء والغلبة بالقوة أو بالخديعة وأن يكون محبوبا ومهيبا من الشعب يسير خلفه جنوده ويجلونه وأن يسحق كل من في مقدورهم إيذاءه ومن قد يؤذونه وأن يتناول القديم من الأوضاع بالتجديد وأن يكون قاسيا وشفيقا نبيل الخصال رحب التفكير وأن يلغي الجندية القديمة وينشئ جندية جديدة ويبقي بينه وبين الملوك والأمراء على الصداقة بطريقة تفرحهم إذا نفعوه ويخافونه إذا أضروه مثل هذا الأمير لا يستطيع أن يجد مثالا يحتذا به أفضل من أعمال هذا الرجل بيد أن اللوم الوحيد الذي يوجه إلى الدوق هو انتخاب يوليوس الثاني للبابوية لقد أساء الاختيار وكان في مقدوره كما قيل أن يعنق انتخاب أي كاردنال للبابوية مادام لم يتم له انتخاب البابا الذي يوافقه هو وكان يجب عليه أن لا يسمح أبدا بانتخاب أي كاردنال من الكرادلة قد أساء هو إليه أو من قد يخشاه الدوق حين يرقى هذا إلى كرسي البابوية لأن الكراهية أو الخوف يدفع الرجال إلى الأذى إن أولئك الذين قد أساء إليهم هم القديس بوتروس أنفينكولا والقديس جورج وأسكانيو وغيرهم وكان غير هؤلاء جميعا سيخشونه لو انتخبوا للبابوية إلا روهان هو الكرادل الإسبانيون فهؤلاء يخشونه لما بينهم وبينه من التزامات وصلة ورهان لنفوذه العظيم فلقد كان على قرابة بملك فرنسا ولهذه الأسباب كان على الدوق أن يوجد أولا وقبل كل شيء في الكرسي البابوي أحد الإسبانيين فلو لم يكن يقدر كان عليه حينئذ أن يوافق على تعيين روهان للقديس بوتروس إن كل من يظن أن المنفعة الحديثة تمحو أثر الإساءة القديمة من نفوس العظماء يخطئ خطأا كبيرا ولهذا أخطأ الدوق في هذا الاختيار وكان هذا سبب هلاكه في النهاية الفصل الثامن من وصلوا إلى الإمارة بالجريمة وحيث إنه لا تزال هناك طريقتان للوصول إلى الإمارة لا صلة بين أي منها وبين الحظ أو القدرة بتاتا فيجب أن لا نغضى الطرف عنهما مع أنه يمكن مناقشة طريقة منهما بصورة أكثر تفصيلا لو كنا نعالج موضوع الجمهوريات وهتان الطريقتان هما أن يصل الفرد إلى الإمارة بوسائل خاصة خبيثة أو شريرة أو حينما يصبح مواطن عادي أمير بلده بموافقة أقرانه المواطنين وسوف أضرب عند الحديث عن الطريقة الأولى مثالين أحدهما قديم والآخر حديث من دون الدخول أبعد من ذلك في مزايا هذه الطريقة لأني أرى في المثالين الكفاية لمن يضطر إلى محاكاتهما ارتفع أغاثوكليس السقلي إلى عرش سقلية لا من بين العامة فحسب بل من أحقر مكان وأوضعه كان أبوه صانع فخار فعاش أغاثوكليس عيشة تميزت في جميع مراحل حياته بأقصى صور الشر إلا أن شره كان مصحوبا بتلك الحيوية في الذكاء والبدن حتى إنه حين التحق بالجندية تقلب في رتبها إلى أن وصل إلى رتبة البريتور في سيراقوزا وحين عين فيها وعزم على أن يصبح أميرا ويحافظ بالشدة ومن دون معونة الآخرين على ما قد أناله إياه الدستور كاشف هملقار القرطاجني بخطته وكان هذا يحارب بجيوشه في سقلية ودع ذات صباح الشعب والسيناتو في سيراقوزا كما لو كان عليهم أن يتداولوا في أمور مهمة للجمهورية وعندما أعطيت إشارة خاصة ذبح جنده جميع أعضاء السيناتو وأغنى أغنياء المدينة وبعد المذبحة احتلها وقبض على زمام الحكم من دون أي محاولة مدنية وعلى الرغم من أن القرطاجنيين هزموه مرتين وحاصروه حصارا تاما إلا أنه استطاع لا أن يدافع عن المدينة فحسب بل أن يترك قسما من قواته للدفاع عنها ويغزو إفريقيا بالقسم الآخر ثم يفك حصار سيراقوزا في وقت قصير ويضيق الخناق على القرطاجنيين حتى اضطروا إلى الاتفاق معه ويظل قانعين بملك إفريقيا ويتخل عن سقلية لأغاثوكليس وعلى ذلك فإن كل من ينظر إلى أعمال هذا الرجل وخصاله فإنه يرى قليلا منها يمكن أن ينسب إلى الحظ إذا وجدت بينهما أمورا من ذلك فوصوله إلى الإمارة كما أوضحنا لا يعزى إلى مساعدة غيره له وإنما إلى تقلبه في رتب الجندية وتقدمه فيها وتكبده آلاف العقبات والأخطار ثم محافظته عليها فيما بعد بوسائل كثيرة جدا باسلة وخطرة فلا يمكننا أن ندخل في باب القدرة ذبح أقران المرء من المواطنين أو الغدر بالأصدقاء أو عدم الوفاء أو التجرد من الشفقة والتدين وقد يصل الإنسان بهذه الوسائل إلى السيادة بالفعل بيد أنها لا تكسبه مجدا لأننا لو نظرنا إلى قدرة أغاثوكليس على مواجهة الأخطار من دون وجل والغلب عليها وعظمة روحه في تحمل العقبات والتغلب عليها فإن المرأة لا يرى سببا لكي يضعه في مرتبة دون مراتب أعظم الرؤساء شهرة ومع ذلك فإن قسوته البربرية وعدم رقة شمائله وألوان وحشيته التي لا تحصى لا تجيز جميعا لنا بأن ندعوه بين أشهر الرجال ونحن لا نستطيع أن ننسب إلى الحظ أو القدرة ما قد أنجزه من دون أي منهما وترك أوليفيروتو دافيرمو في أيامنا وفي عهد الإسكندر السادس صبيا صغيرا يتيما يكفله خاله جيوفاني فوجولياني الذي نشأه وألحقه في شبابه المبكر بالجندية تحت قيادة باولو فيتيلي لكي ينال مركزا عسكريا ممتازا وقد تدرب في هذه المدرسة غير الهينة وعند موت باولو حارب أوليفيروتو تحت قيادة شقيقه فيتولوتسو حتى أصبح في زمن وجيز قائدا من قواد قواته وذلك لدكائه العظيم ونشاطه العقلي والبدني ولكنه حين عد البقاء تحت إمرة غيره من شأن العبيد عقد العزم على احتلال فيرمو بمساعدة فيتيلي وبعض أبناء فيرمو الذين فضلوا عبودية وطنهم على حرية ولذلك كتب إلى خاله جيوفاني فوجولياني عن رغبته في الحضور إلى فيرمو لرؤياه وزيارة وطنه لطول غيابه عنه وهو يستطيع في الوقت نفسه أن يفتش على قدر الإمكان أملاكه ولما كان أوليفيروتو قد جد ليكسب فحسب الشرف فلكي يعلم أبناء وطنه أنه لم يضيع وقته سدى فهو يرغب في أن يحضر إلى فيرمو مكرما يرافقه مئة من الفرسان والأصدقاء والأتباع ورجى خاله قائلاً إن من دواعي سروره أن يصدر جيوفاني أوامره لكي يستقبله المواطنون في فيرمو بحفاوة وفي هذا الأمر أيضاً تكريم لخاله فهو أستاذه ولم يقصر جيوفاني في القيام بأي حفاوة لائقة بابن أخته وأصدر أوامره بأن يستقبلوه بالتكريم وأنزله في دوره الخاصة ثم انتظر أوليفيروتو بضعة أيام ليهيئ جميع ما يلزم لخطته الأثيمة ودع جيوفاني فوغلياني وجميع وجوه فيرمو إلى مأدبة كبيرة وبعد تناول الطعام والترفيه المألوف في مثل هذه الولائم تطرق أوليفيروتو في الحديث بدهاء إلى موضوعات معينة مهمة للمناقشة بأن تحدث عن عظمة البابا الإسكندر وعظمة ولده قيصر وأعمالهما وعندما أخذ جيوفاني والآخرون يردون على الحديث نهض فجأة قائلا بأن الكلام في هذه الأمور ينبغي أن يكون في مكان خاص وانسحب إلى غرفة تبعه إليها جيوفاني وجميع المواطنين الآخرين ولم يكادوا يجلسون حتى هجم الجند عليهم من كمينهم وذبح جيوفاني وجميع الآخرين وبعد هذه المذبحة امتطى أوليفيروتو جواده وحاصر شيخ القضاة في قصره حتى اضطر الشعب هلعا إلى طاعته وتكوين حكومة جعل نفسه أميرها ولما كان قد قضى على كل من قد يؤذيه لو لم يرضي عنه قوى مركزه بأنظمة جديدة عسكرية ومدنية حتى إنه لم يعش هو نفسه في مدينة فيرمو في سلام فحسب بل أصبح يخشاه جميع جيرانه أيضا وذلك في بحر العام الذي ولي فيه الإمارة لقد كان من الصعب أن ينقذب عهده شأنه في ذلك شأن أغاثوكليس لو لم يدع قيصر بورجا يخدعه عندما ألقى القبض على الأورزني والفيتالي في سانجا جيليا كما سبقت الإشارة منذ برهة قصيرة وحيث أخذه هو أيضا وشنقه مع فيتولوتسو الذي كان أستاذا له في القدرة والوحشية وذلك بعد سنة وحيدة من اغتياله خاله وقد يعجب البعض كيف استطاع أغاثوكليس وغيره ممن يشبهون له مع مقترف من ضروب لا تحصى للقدرة والقسوة أن تتوفر لهم السلامة السنين عديدة في بلادهم وأن يحموا أنفسهم من الأعداء في الخارج ومن دون أن تتآمر عليهم رعيتهم بتاتا على الرغم من أن كثيرا غيرهم لم يقدروا البتة على أن يصونوا مركزهم في زمن السلم وهذا لو أننا أغفلنا ذكر أيام الحرب غير المأمونة أعتقد أن الأمر يرجع إلى كيفية استغلال الشدة استغلالا صالحا أو سيئا فالشدة الصالحة لو جاز لنا أن نصف الشر بالخير هي التي قد تقال عن تلك الحالات التي تمارس مرة واحدة من أجل سلامة الأمير ويستغنى عنها فيما بعد بوسائل أخرى تفيد الرعية على قدر الإمكان واستخدام الشدة استخداما سيئا يكون في تلك الحالات التي مع قلتها تزداد مع الزمن ولا تنقص إن أولئك الذين ينهجون على النهج الأول قد يعالجون حالتهم بإجراءات معينة سواء بعون الله أم بمساعدة من البشر كما فعل أغاثوكليس أما غير هؤلاء فمن المستحيل عليهم أن يصونوا أنفسهم ومن هنا علينا أن نلاحظ أنه ينبغي للفاتح الذي يستولي على ولاية جديدة أن يهيئ الأمر لكي يقترف ضروب قسوته مرة واحدة حتى لا يضطر إلى أن يمارسها كل يوم وذلك لكي يستطيع أن يطمئن الشعب إليه وحتى يكسبه بجانبه بما ينفعه به لا بالتغييرات الجديدة التي يقوم بها إن كل من يفعل غير ذلك جبنا أو عملا بمشورة غير صالحة يضطر دائما إلى أن يقف والخنجر في يده ولا يستطيع أن يركن إلى رعاياه بتاتا لأنهم لا يستطيعون أن يطمئنوا إليه بسبب أذاه الذي يتجدد لأن الإساءة يجب أن تكون جميعها دفعة واحدة حتى إنه كل ما قل حدوثها قل ضررها أما المنافع فينبغي أن تعطى قليلا قليلا حتى يمكن بصورة أفضل أن ينعم بها وعلى الأمير قبل كل شيء أن يعيش مع شعبه على وطيرة لا تغيرها الحوادث سواء أكان الحظ مواتيا أم قلب له الدهر ظهر المجنى لأنك لا تكون حين تنبجس الضرورة في الأوقات العصيبة في وقت يناسب استخدام الشدة وما تفعل من خير فلا يعود عليك بفائدة لأنه يؤخذ على أنه اضطرار ولن تجني منه أي فائدة كانت الفصل التاسع في الإمارات المدنية ولكن نصل الآن إلى الحالة التي يصبح فيها مواطن أميرا برغبة أقرانه المواطنين وليس بالجريمة أو العنف الذي لا يطاق وقد تسمى هذه الحالة بالإمارة المدنية وبلغ هذه الولاية لا يتوقف بتاتا على الجدارة أو الحظ ولكنه يعتمد بالأحرى على المكر يعينه الحظ لأن المرأة يبلغها برغبة الشعب أو بإرادة الطبقة الأرستقراطية ففي كل مدينة توجد هاتان الجماعتان المتعارضتان والتعارض ناجم عن رغبة الشعب في تحاشي اعتساف الطبقة الأرستقراطية ورغبة هذه في قيادة الشعب والبطش به ويترتب على هاتين المصلحتين المتعارضتين في المدينة أحدى نتائج ثلاث إما حكم مطلق وإما حكم حر وإما فوضى ويصنع الشعب أو الطبقة الأرستقراطية الحكومة الأولى والأمر يتوقف على الفرص النسبية التي تواتي الطرفين فالنبلاء حين يرون أنهم عاجزون عن مقاومة الشعب يتحدون ويختارون واحدا من بينهم ويجعلون منه أميرا ليتسنى لهم في ظل سلطانه أن يحققوا مشروعاتهم الخاصة والشعب من ناحية أخرى عندما لا يستطيع مقاومة النبلاء يسعى إلى أن يرفع من بينه أميرا يصنعه لكي يحتمي في ظل سلطته ومن يصبح أميرا بمساعدة النبلاء يتكبد في المحافظة على سلطانه مشقة أعظم من مشقة من رفعه الشعب إلى الإمارة فحوله كثيرون يعدون أنفسهم أندادا له ومن هنا فهو لا يستطيع أن يوجه أو يقود كما يروق له أما الذي قد ارتفع إلى مرتبة القيادة بعون من الشعب فيجد نفسه فريدا ويلفي الجميع عدل قليل جدا مستعدا لطاعته وفضلا عن ذلك فإن المعاملة بالقصطاس ومن غير أن تضر الآخرين يستحيل معها إرضاء النبلاء بينما إرضاء العامة بهذه الطريقة أمر هين جدا لأن هدف الشعب أشرف من غرض النبلاء فهو لا يبغي سوى تجنب البطش في حين أن النبلاء يرغبون في التعسف ويجب أن نضيف إلى ما سبق أن الأمير لا يستطيع أن يستوثق من شعب يعاديه وذلك لكثرة عدده ولن يتسنى له ذلك مع مناوأة الأشراف له فهم قلة إن شر ما يتوقعه الأمير من الشعب الذي يناوئه هو أن يتخلى عنه ولكن ما يخشاه من النبلاء الذين يعادونه هو مقاومتهم الناشطة له فضلا عن تخليهم عنه ولما كانوا أبعد نظرا من الشعب وأشد مكرا فهم دائما يخلصون أنفسهم وينضمون إلى من يتوقعون له الغلب وذلك في الوقت المناسب والأمير مضطر زيادة على ذلك إلى أن يعيش دائما مع الشعب نفسه بينما يستطيع أن يعيش من دون الطبقة الأرستقراطية عينها فهو الذي في وسعه أن يوجدها ويقضي عليها في أي وقت وأن يحسن مركزها أو يجردهم منه وذلك كما يحلوله ولكي ألقي على هذا الجانب من حجتي ضوءا أشد أقول يجب أن يكون اعتبارنا للنبلاء بإسلوبين مختلفين أي إما أن يحكموا حكما يجعلهم يتوفرون على الاعتماد على حظك وإما غير ذلك وأولئك الذين يرتبطون بك هذا الارتباط ولا يعرفون الجشع يجب أن تكرمهم ومحبتهم واجبة وأولئك الذين يقفون بعيدا عنك يجب النظر إليهم بطريقتين فهم إما أنهم يفعلون ذلك إحجاما وجبنا وفي هذه الحالة يجب عليك أن تستفيد بهم وبخاصة أهل الرأي منهم حتى إنهم قد يشرفونك في السراء وليس لك أن تخشاهم في الضراء ولكن حين لا يترابطون معك وذلك لغرض معين ولغايات طموحة فهذه أمارة على أنهم يفكرون في أنفسهم أكثر مما يفكرون فيك ولذا وجب على الأمير أن يحترس من أمثال هؤلاء الرجال وينظر إليهم كما لو كانوا أعداء غير ظاهرين سوف يساعدون على هدمه في وقت الشدة ولهذا ينبغي للأمير الذي أمره الشعب عليه أن يصون محبتهم له ومهما يكون من شيء وسوف يجد هذا أمرا سهلا لأن الشعب لا يلتمس شيئا سوى أن لا يسام الظلم أما المرء الذي أصبح أميرا بمساعدة النبلاء وضد رغبة الشعب فيجب عليه أن يسعى أولا إلى نيل رضاه وهذا ما سوف يكون سهلا لو أنه دافع عن الشعب ولما كان البشر الذين تصيبهم نعم من يتوقعون منه الشر يذكرون هذا المنعم ذكرا أعظم فكذلك الشعب يكون أسرع إلى الميل نحوه مما لو كان قد أصبح أميرا بمساعدتهم له ويستطيع الأمير أن يكسب رضى الشعب بطرق شتى تختلف باختلاف الظروف ولا يمكن أن نقدم لها أي قاعدة خاصة بها ولذا فلن أتحدث عنها ولن أقول سوى أنه يتحتم عليه أن يكسب صداقة الشعب وإلا فلن يجد ملاذا له حين يدق ناقوس الخطر صمد نابيس أمير إسبرتا لحصار بلاد اليونان جميعها وجيش روماني مظفر ودافع عن وطنه ضدهم وصان ولايته وحين ظهر الخطر اكتفى بأن يستوثق منفئة قليلة وما كان يكفيه ذلك لو كان الشعب يناوئه ولا يذكرن أحد الحكمة الدارجة التي تقول من يبني على الشعب يبني على الطين ليعارض بها رأيه في هذا الصدد لأن تلك الحكمة تصدق حينما يركن فرد عادي إلى الناس ويقنع نفسه بأنهم سيخلصونه إذا بطش به الأعداء أو القضاء وفي مثل هذه الحالة غالبا ما يجد المرء نفسه مخدوعا كما حدث في روما لآل جراتي وفي فلورنسا لجورجيو سكالي ولكن الشعب لا يخدع أميرا يدعم ولايته بهذه الأسس أميرا شجاعا باسلا لا ينخلع قلبه عند الشدائد ولا يتوانى في أعداد العدد الأخرى ويستطيع أن يستنهض بقدرته وبوسائله الخاصة كتلة الشعب ومثل هذا الأمير سوف يجد أنه قد أحسن إرساء قواعد ولايته ويحدق الخطر عادة بهذه الإمارات حين ينقلب الأمير من حاكم مدني إلى حاكم مطلق لأن هؤلاء الحكام المطلقين إما أنهم هم أنفسهم الذين يقودون وإما أنهم يقودون بوساطة ولاة لهم ومركزهم في الحالة الأخيرة أشد ضعفا وخطرا منه في الحالة الأولى لأنهم يكونون تحت رحمة من قد عينوهم أولا وهؤلاء يستطيعون أن يجردوهم من ملكهم سواء بالعمل ضدهم أم بالخروج على طاعتهم وبخاصة في وقت الشدة وفي مثل هذه الأخطار لا يكون الوقت مناسبا لكي يفرض الأمير سلطانه المطلق فرضا لأن المواطنين والرعاية لن يكونوا مستعدين لإطاعة أوامره عند هذه الطوارئ فهم قد ألفوا تلقي الأوامر من الأولى وسوف يحتاج الأمير دائما في الظروف العصيبة إلى رجال يستطيع أن يعول عليهم ومثل هذا الأمير لا يمكنه أن يركن إلى ما يراه في أوقات الهدوء والسكينة عندما يكون المواطنون في حاجة إلى الإمارة لأن كل فرد يبذل الوعود حينئذ بكثرة ويكون مستعدا لافتداء الأمير بحياته فالموت بعيد ولكن في ساعة الشدة حين تحتاج الدولة إلى المواطنين لن يجد منهم وقتئذ إلا القليل وإنها لتجربة شديدة الخطر ولا يمكن أن تقع إلا مرة واحدة ولذا يجب على الأمير العاقل أن يبحث عن وسائل يكون رعاياه بها في حاجة إلى حكومته دائما وفي كل ظرف ممكن وحينئذ سوف يكونون على الدوام أو فياء له الفصل العاشر كيف يجب قياس قوة الإمارات كافة؟ وثمت نقطة أخرى من الضروري أن ننظر إليها ونحن نبحث في صفات هذه الإمارات ألا وهي؟ هل للأمير مثل هذه الولاية التي تجعله قادراً على أن يصون نفسه بمفرده عند الحاجة؟ أم هو في حاجة إلى حماية غيره دائماً؟ ولكي أوضح هذه النقطة توضيحاً أفضل أقول إنني أعتبر أولئك الذين يستطيعون صيانة أنفسهم بمفردهم هم من في وسعهم أن يجندوا جيشاً كافياً لوفرة المال والرجال وأن لا يقهرهم أي مغير عليهم وأعد الذين في حاجة إلى غيرهم دائماً هم أولئك الذين لا يقدرون على أن ينازلوا أعداءهم في الميدان ولكنهم يضطرون إلى الانسحاب داخل مدنهم ويدافعون لقد ناقشنا الحالة الأولى منذ وقت قصير وسوف نتكلم عنها فيما بعد حين تسنح الفرصة وفي الحالة الثانية ليس ثمة قول سوى أن نستنهض هذا الأمير لتحصين مدينته وإمدادها وأن لا يعبأ بما حولها إن كل من حصن مدينته تحصيناً منيعاً واتخذ لسياسة رعاياه الإجراءات التي رسمناها وسوف نعيد ذكرها فيما بعد يهاجم بإحجام شديد لأن الناس يعافون دائماً المشروعات التي تنبئهم بمصاعبها ولا يمكن أبداً أن تبدو مهاجمة أميراً له مدينة منيعة ولا يناوئه شعبه أمراً هيناً إن المدن الجرمانية حرة ولا يحيط بها سوى إقليم صغير وتدين بالولاء للإمبراطور بمحض إرادتها وهي لا تخشاه أو تخشى قوة من القوى الأخرى حولها وهي محصنة تحصيناً يجعل كل طامع فيها يعد إخضاعها مهمة شاقة وصعبة المراس فلها الخنادق اللازمة والحصون الضرورية والمدفعية الكافية وتحتفظ دائماً في مخازنها العامة بما يسد حاجتها عاماً كاملاً من الغذاء والشراب والوقود وبالإضافة إلى ذلك فإن لديها الوسائل الكافية لأن تقدم للطبقات الدنيا العمل لسنة كاملة في هذه الأعمال التي تكون عصب المدينة وحياتها وفي الصناعات التي تعيش منها الطبقات الفقيرة وذلك لكي تحتفظ بالطبقات الدنيا راضية ومن دون خسارة تصيب الثروة العامة وما زالت المدن الجرمانية تمجد التدريب العسكري وترفع من شأنه وتنفذ لوائح عديدة للمحافظة عليه ولذا لا يمكن أن يغير أحد على أمير له مدينة حصينة ويحبه الشعب ولو فرض أن حدث ذلك فإن المعتدي سيضطر إلى التقهقر كسيف البال لأن أموراً كثيرة جداً في هذا العالم تتغير ومن هنا يكاد أن يستحيل على أي إنسان أن يستمر عبثاً في حصار مدينة لمدة عام وعلى أولئك الذين يحجونني بأن الشعب لن يطيق صبراً حين يرى العدو خارج المدينة وقد أضرم النيران في أملاكه الخاصة وأحرقها وأن الحصار الطويل والمصالح الخاصة ستجعله ينسى أميره أجيب إن الأمير القوي والشجاع يتغلب دائماً على تلك المصاعب تارة بأن يفعم القلوب بأمل الخلاص القريب منها وأخرى بأن يثير فيها الخوف من قسوة العدو وثالثة بأن يستوثق بحذق من أولئك الذين يبدون له أصحاب جرأة مفرطة وفضلاً عما تقدم فإن العدو بطبيعة الحال يشعل النيران في البلاد في أول وصوله وفي الوقت الذي لا تزال فيه النفوس ذات حمية وتتطلع إلى الدفاع عن ذواتها ولذا تظل مخاوف الأمير قليلة لأنه بعد مرور فترة من الزمن وعندما تكون الحمية قد فترت والدمار قد وقع وابتلينا بالشر وليس ثمة علاج فحينئذ تصبح النفوس أكثر استعداداً للاتحاد مع أميرها لأنه يبدو لهم مديناً لهم بالمعروف فدورهم قد أحرقت وأملاكهم قد خربت في سبيل الدفاع عنه إن من طبيعة الإنسان أن النعمة التي ينعم بها على غيره تربطه به شأن تلك التي يأخذها منه وبناء عليه فإذا نظر الأمير الحكيم إلى الأمور كافة بعين الاعتبار الصحيح فلن يصعب عليه أن يجعل روح مواطنيه عالية عند بدء الحصار وفي إبانه لو كان يملك المؤنى والوسائل للدفاع عن نفسه الفصل الحادي عشر في الإمارات الكنسية ولم يعد الآن سوى الحديث عن الإمارات الكنسية التي تكون جميع مصاعبها قبل الاستيلاء عليها وهي تكتسب إما بالقدرة وإما بالحظ ولكن المحافظة عليها لا ترجع إلى أي منهما لأن التقاليد الدينية القديمة تبقي عليها ولهذه التقاليد من القوة والخاصية ما يبقي على سلطان أمرائها مهما كان شكل سلوكهم وصورة حياتهم إن هؤلاء الأمراء هم وحدهم الذين يملكون إمارات من دون أن يدافعوا عنها ولهم رعاية من غير أن يحكموهم وإماراتهم لا تؤخذ منهم مع أنها غير محمية ورعاية لا يتبرمون منها مع أنهم غير محكومين كما لا يخطر ببالهم ولا يستطيعون أن ينسلخوا عنها ولذلك فهذه هي الإمارات الوحيدة السعيدة الآمنة ولكن لما كانت علل عليا تصونها وترفعها ولا يستطيع العقل البشري أن يرقى إليها فلن أقرب الحديث فيها لأنه رجم بالظن وحماقة مع ذلك قد يوجه إلي هذا السؤال كيف حدث أن نالت الكنيسة هذه السلطة الزمنية الكبيرة في حين أنه كانت القوى الإيطالية قبل الإسكندر السادس وليس القوي منها حقا فحسب بل جميع السادة والنبلاء حتى من لا أهمية له لا تقدر سلطتها الزمنية سوى تقدير تافة بينما يرهبها الآن ملك لفرنسا وكانت تستطيع أن تطرده من إيطاليا وأن تهدم البنادقة أيضا ولهذا السبب ولو أن هذا معروف جيدا فإني لا أعتبر ذكره أمرا غير لازم كانت هذه البلاد قبل أن يدخل شارل ملك فرنسا إيطاليا تحت حكم البابة والبنادقة وملك نابولي ودوق ميلانو والفلورنسيين وكان على هذه القوى أن تجعل نصب أعينها هدفين رئيسيين الأول أن لا يدخل أجنبي إيطاليا غازيا والآخر أن لا توسع حكومة من الحكومات الراهنة أملاكها وكان البابة والبنادقة من أوائل أولئك الذين يجب الوقوف لهم بالمرصاد وكان الأمر يتطلب محالفة الآخرين جميعا لنوقف البنادقة كما في مسألة الدفاع عن فرارة ولكبح جماح البابة كان الأمر يستدعي استخدام البرونات الرومانيين وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى حزبين الأورسني والكولونا ولما كان ثمت قتال مستمر بينهم فقد كانوا دائما على أهبة للحرب تحت ناظري البابة فأضعفوا البابوية وجعلوها غير وطيدة ومع أنه كان يظهر منحينا لآخر بين البابوات حازم مثل سيكستيس بيد أنه لم يتمكن من التخلص من هذه المتاعب سواء بحظه أو بقدرته لقد كان السبب قصر حياتهم ففي بحر عشرة أعوام وهي قاعدة لمتوسط حياة البابة وجد صعوبة عظيمة في قمع ولو حزب واحد من الحزبين ولو فرضنا مثلاً أن أحد البابوات أوشك على القضاء على الكولونا فإن غيره يخلفه ويعاد الأورسني فينجم عن ذلك أن ينهض الكولونا من جديد ولا يجد البابة الفرصة للقضاء عليهم هذه هي العلة في أن السلطان البابوي الزمني في إيطاليا لم يكن إلا موضع احترام ضئيل ثم قام الإسكندر السادس الذي جعلنا نشهد من دون جميع من سبقوه قاطبة كيف يستطيع البابة أن يسود بالمال والرجال معاً لقد قام بجميع الأعمال التي قد وصفتها من قبل حين الكلام عن أعمال الدوق عندما اتخذ من دوق فالنتين آلة له وانتهز فرصة الغزو الفرنسي وعلى الرغم من أن عظمة الكنيسة لم تكن هدفه بل أبهت الدوق فإن عظمة الكنيسة نتجت عما قام به فقد أصبحت بعد وفاة الدوق وريثة لما قدمت يداه ثم جاء البابة يوليوس الذي ألف الكنيسة قوية تملك جميع رومانا والبرونات الرومانيين وقد كسرت شوكتهم والأحزاب وقد دمرتها شدة الإسكندر كما وجد الطريق مفتوحاً لكي يجمع الثروة بطرق لم يعرفها أحد قبل عهد الإسكندر ولم يقف البابة يوليوس عند حد اتخاذ هذه الأسليب فحسب ولكن تناولها بالزيادة أيضاً فصمم على أن يكسب بولونيا ويقمع البنادقة ويطرد الفرنسيين من إيطاليا وقد وفق في جميع هذه الحملات إنه يستحق ثناء أكثر من غيره لأنه قام بكل ما يزيد من سلطان الكنيسة الزمني لا سلطان أي فرد خاص وأبقى أيضاً على حزبي الأورزني والكولونا في الحالة التي وجدهما عليها ومع أنه كان بين صفوفهما زعماء في مقدورهم أن يقوموا بتغيير الأوضاع فثمت أمران كان يجعلانهم لا يتحركون أولهما قوة الكنيسة التي هلعوا منها والآخر أنه لم يكن لهم بالفعل كرادلة يخصونهم وهؤلاء أصل الاضطرابات بين صفوفهم لأن هذه الأحزاب لا تستقر أبداً حينما يكون لها كرادلة فهؤلاء يثيرون الأحزاب في داخل روما وخارجها معاً ويضطر البارونات إلى حمايتهم وهكذا تنشأ بين البارونات الفتن وتقوم الاضطرابات نتيجة لمطامع الأساقفة ولذا فقد وجد قدسة البابا ليو العاشر البابوية ذات قوة عظيمة جداً ومن هنا يسك الأمل في أنه سوف يزيدها عظمة وجلالاً بطيبته وفضائله الأخرى التي لا تعد إذا كان غيره قد جعلها عظيمة بقوة السلاح الفصل الثاني عشر في الأنواع المختلفة للجندية وفي الجنود المأجورين والآن وقد ناقشت مناقشة تامة خصائص هذه الإمارات التي رأيت البحث فيها ونظرت من ناحية أسباب فلاحها أو عيل لسقوطها وبينت أيضاً الطرق التي قد حاول بها كثير الحصول على مثل هذه الولايات لا يبقى أمامي الآن سوى أن أعالج بصورة عامة الوسائل الهجومية والدفاعية التي يمكن أن تستخدم في كل منها لقد سبق أن قلنا كم يلزم للأمير أن تكون له دعمات صالحة وإلا كان القضاء عليه مؤكداً إن الدعائم الأولى لجميع الولايات سواء جديدة أو قديمة أو مختلطة هي القوانين الصالحة والأسلحة الصالحة ولما كان من غير الممكن أن توجد قوانين صالحة حيث لا توجد الأسلحة الصالحة فسوف أناقش الآن الأسلحة دون القوانين ولذا أقول إن الأسلحة التي يدافع بها أمير عن ممتلكاته إما أن تكون له خاصة وإما أسلحة مأجورة وإما لحلفاء له وإما أسلحة مختلطة والأسلحة المأجورة والمساعدة خطرة ولا فائدة لها فلو أقام أحد ولايته على الأسلحة المأجورة فلن يقف راسخاً ولا واثقاً لأنها أسلحة مفككة وذات مطامع وبلا نظام عسكري ولا عهد لها وذات جسارة بين الأصدقاء وجبانه أمام الأعداء ولا توفي بأي عهد مع الناس ولا يؤجل خرابها سوى إغارة العدو وهم يسلبونك في السلم والعدو يقوم بذلك في الحرب وعلة هذا أنه لا يدفعهم حب ولا دافع آخر سوى الأجر الزهيد إلى أن يبقوا في ساحة القتال وهذا لا يكفي لأن يجعلهم مستعدين لأن يموتوا دفاعاً عنك هم يرغبون تماماً في أن يكونوا جنودك طالما لا تقوم أنت بحرب وحين تأتي فإما أن يفروا وإما أن يتسللوا سريعاً ومعاً وينبغي أن لا أجد عناءاً كبيراً في التدليل على ذلك ما دام خراب إيطاليا الراهن لا يعز الآن إلى أي أمر آخر سوى اعتمادها سنين طويلة على الأسلحة المأجورة حقاً ساعد هؤلاء بعض الأمراء على بلوغ السلطان وظهروا شجعاناً أقوياء حينما تنافسوا فيما بين بعضهم بعضاً ولكنهم أظهروا عدم جدارتهم حين أتى الأجنبي ولذلك حدث أن أتيح لشارل ملك فرنسا أن يستولي على إيطاليا بالطباشير وأولئك الذين يعللون خراب إيطاليا ودمارها بخطايانا صادقون ولكنها ليست الخطايا التي يعنون وإنما هي التي ذكرت ولما كانت هي خطايا الأمراء فهم أيضاً الذين قد لقوا العقاب وسأشرح على وجه أكمل عيوب الأسلحة المأجورة إن قادتها إما رجال أكفاء وإما غير أكفاء فإذا كانوا أكفاء فإنك لا تستطيع أن تركن إليهم لأنهم يستوحون دائماً عظمة أنفسهم إما بقمعك أنت سيدهم وإما بالضغط على غيرك ضد مقاصدك ولكن إذا كان القائد غير كفء فإنه يدمرك على وجه العموم وإذا أجابني إنسان بقوله أن هذه هي حال كل أمير نفسها مع القوات المسلحة سواء أكانت مأجورة أم غير مأجورة فإني أقول إما أن الجيوش يستخدمها أمير وإما جمهورية وعلى الأمير أن يتولى بشخصه منصب القيادة ويجب أن ترسل الجمهورية مواطنيها من أجل ذلك وإذا ظهر العجز ممن أرسل ينبغي لها أن تغيره وإذا كان كفءاً قديراً يجب بالقانون أن نمنعه من أن يتجاوز الحدود المرسومة وتدل التجربة على أن الجمهوريات المسلحة والأمراء المسلحين هم فحسب الذين يتقدمون تقدماً عظيماً بينما القوات المأجورة ليست غير أذى وأن الجمهورية المسلحة أيضاً تخضع لحكم مواطن من أبنائها بصعوبة أكبر منها في جمهورية جيشها من قوات أجنبية كانت روما وإسبرتا مسلحتين تسليحاً قوياً وحرتين لقرون عديدة ونعم السويسريون بالحرية التامة وكانوا مسلحين تسليحاً قوياً ولدينا مثال للجيوش المأجورة في العصور القديمة وهو القرطاجنيون الذين بطش بهم جنودهم المأجورون بعد نهاية أول حرب لهم مع الرومانيين وفي الوقت نفسه الذي كانت القيادة ما تزال فيه لأبناء قرطاجنا ولقد جعل أهل طيبة فيليب المقدوني قائداً لقوتهم عقب موت أفامينون داس وبعد أن تم له النصر جردهم من حريتهم ولما قضى الدوق فيليب نحبه استأجر أهل ميلانو فرانشيسكو سفورتسا لمحاربة البنادقة ولما تغلب عليهم في موقعة كارافاجيو تحالف معهم لكي يقمع أهل ميلانو وهم الذين كان يعمل عندهم لقد عمل أبوه في خدمة جوهانا ملكة نابولي وتركها فجأة وهي عزلاء فاضطرت إلى أن ترتمي بين أحضان ملك الأراجون حتى لا تفقد المملكة ولو قيل إن البنادقة والفلورنسيين قد وسعوا ممتلكاتهم في الأيام التي خلت بالقوات المأجورة من دون أن يجعل قوادهم من أنفسهم أمراء عليهم ولكنهم دافعوا عنهم أجيب إن الفلورنسيين قد حباهم الحظ في هذه الحالة لأن بعض القواد الأكثاء الذين كان يمكن أن يخشوا جانبهم لم يقوموا بغزو ولقي بعض آخر معارضة ووجه الباقي منهم مطامعه وجهة أخرى إن الذي لم يقم بغزو هو السيرجون كودو ولا نستطيع أن نحكم على ولائه ما دام لم يعرف الظفر ولكن سوف يعترف كل إنسان بأنه لو كان قد قام بفتح فلربما وقعت فلورنسا تحت رحمته وكان لبراتشيسكي ضد سوفورتسا الأب على الدوام وهؤلاء كانوا بعضهم لبعض عقبة متبادلة ووجه فرانشيسكو أطماعه إلى لومبارديا وبراتشو إلى الكنيسة ومملكة نابولي ولننظر إلى ما حدث منذ مدة وجيزة عين الفلورنسيون باولو فيتلي قائدا لهم وهو رجل حكيم لدرجة عظيمة ارتفع إلى أسمى مراتب الامتياز من مرتبة عادية ولا ينكر أحد أنه لو كان قد استولى على بيزا لتعين على فلورنسا أن تهتم اهتماما بالغا بالإبقاء على صداقته لأنه لو كان قد حارب في صفوف أعدائهم فلربما عدموا سبيلا لمقاومته ولو أبقوا عليه لاتطروا إلى الخضوع له أما إذا نظر المرء إلى التقدم الذي أحرزه البنادقة فإنه يرى أنهم كانوا يعملون بثقة وعظمة طالما كانوا يحاربون بقواتهم الوطنية حتى إنهم قبل أن يشرعوا في حملاتهم البرية حاربوا ببسالة بأبناء الطبقة الأرستقراطية والعامة ولكن حين بدأوا يحاربون في البر تخلوا عن هذه الفضيلة وأخذوا في السير على التقاليد الإيطالية وفي بدء عهدهم بالتوسع البري لم يكن عليهم أن يخشوا قوادهم كثيرا فإقليمهم لم يكن واسع الرقعة واسيتهم لم يكن كبيرا ولكن حين اتسعت أملاكهم كما فعلوا تحت قيادة كارمينيولا تمثل لهم خطأهم لأنهم حين رأوه من ناحية قويا جدا بعد أن هزم دوق ميلانو وحين عرفوا من ناحية أخرى فتور همته في هذه الحرب رأوا أن لا يقوموا بأي غزو جديد فيما بعد تحت قيادته ولم يكن لهم أن يرغبوا في طرده أو أن يستطيعوا ذلك خشية أن يفقدوا ما قد استولوا عليه فلذا اضطروا إلى أعدامه ليأمنوا جانبه وحينئذ اتخذوا بارتولوميو دابرغامو وروبرت توداسان سيفيرنو والكونت ديبتليانو وأمثالهم قوادا لهم وكانوا يخشون أن تصيبهم من جرائهم الخسارة بدلا من الغنم كما حدث فيما بعد في فيلا حيث خسروا في يوم واحد ما غنموه في ثمانية قرون بشق الأنفس وذلك لأننا لا نحرز من الملك إلا قليلا تافها بالقوات المأجورة في زمن طويل ولكننا نتكبد بها خسائر مباغتة وعجيبة ولما كنت قد اقتبست هذه الأمثلة من إيطاليا التي قد حكمتها القوات المأجورة سنين طويلة فسوف أبحث فيها بصورة أكثر تفصيلا لكي نستطيع معالجتها معالجة أفضل حين نرى أصلها وتطورها يجب النفط إلى أن إيطاليا كانت في هذه الأيام الأخيرة مقسمة إلى ولايات كثيرة حين بدأت الإمبراطورية في الانحلال السريع وأخذ الباب ينال صيتا في الأمور الزمنية وثارت مدن رئيسية كثيرة على نبلائها الذين كان يحبوهم الإمبراطور ومن هنا كانت تدين لهم بالطاعة ولقد شجعت الكنيسة على هذا الأمر لكي تزيد من سلطانها الزمني وفي مدن أخرى كثيرة أصبح أحد السكان أميرا وهكذا كانت إيطاليا قد سقط جلها في قبضة الكنيسة تماما وأيدي جمهوريات قليلة ولما كان القساوسة وغيرهم من المواطنين لم يعتادوا على حمل السلاح فقد أخذوا يستأجرون الأجانب كجنود وأول من أعطى الصيتة لهذا النوع من الجندية هو ألبيرجيو ديكومو من أهل رومانا وبراتشو وسفورتسا الذين كانوا في حينهما أصحاب الكلمة الأولى في إيطاليا ولقد دربهما ألبيرجيو ديكومو مع غيرهم ثم جاء من بعدهم جميع أولئك القادة الذين قادوا جيوش إيطاليا حتى الوقت الحاضر وكان من نتائج فلاحهم أن تغلب شارل على إيطاليا وافترسها لويس وطغى فيها فراندو وأهانها لسويسريون وكان منهج هؤلاء الذين ساروا عليه أن يزيدوا من نبههم أولا بأن يزعزعوا ثقة في المشاة وفعلوا ذلك لأنه لم يكن لهم وطن وكانوا يعيشون على ما يكسبون وقليل من المشاة لا يشهر أمرهم وهم لا يستطيعون أن يحتفظوا بعدد كبير منها ولذا كادوا أن يقتصروا تماما على الفرسان لأن عددا قليلا منهم يكفي لأن تدفع لهم أجور حسنة ويخلع عليهم الشرف ولقد انحدروا بالأمور إلى تلك الحالة التي لا نجد فيها سوى ألفين من المشاة بين جيش قوامه عشرون ألف جندي وطرقوا أيضا جميع السبل لكي يخلصوا أنفسهم والجنود من أي مشقة أو خوف وذلك بأن يكفوها في نزالهم مؤونة سفك دم بعضهم بعض بيد أنهم كانوا يأسرون الأسرى من دون أن توقع منهم أخذ فدية ولقد كانوا لا يهاجمون التحصينات الحربية ليلا ولا يغير على الخيام ليلا أولئك الذين يكونون منهم في داخل الحصون ولم يحفروا حول معسكراتهم الخنادق ولم يضعوا المتاريس ولم يحاربوا في الشتاء لقد أجاز قانونهم العسكري لهم جميع هذه الأمور وكان مبتكرا كما قلنا لتجنب النصب والخطر حتى إنهم انحدروا بإيطاليا إلى العبودية وأنزلوها إلى الحضيض الفصل الثالث عشر في القوات المأجورة والمختلطة والوطنية لقد اصطلح على أن قوات أحد الجيران الأقوياء التي يطلب أمير مجيئها لنجدته والدفع عنه قوات مساعدة وهي عديمة الفائدة كالقوات المأجورة لقد فعل ذلك في الأزمنة الأخيرة يوليوس حين رأى فشل القوات المأجورة الذريع في حملة فرارة ولجأ إلى القوات المساعدة ورتب الأمور مع فردناند ملك إسبانيا على أن يساعده بجيوشه قد تكون هذه القوات صالحة في حد ذاتها ولكنها دائما خطيرة بالنسبة إلى أولئك الذين يستعيرونها فالهزيمة لك إن هي انكسرت وإن أنت انتصرت ظللت أسيرا لها ومع أن التاريخ القديم حافل بأمثلة لذلك فإنني لن أترك مثال يوليوس الثاني فهو ما زال حيا في الذاكرة لقد كان الطريق الذي سار فيه أبعد الطرق عن الحكمة وذلك حين رغب في أن يأخذ فرارة ووضع نفسه بكلها وكليلها داخل نفوذ أجنبي ولكن أظهر حسن الطالع في هذا المقام علة ثالثة حالت دون أن يحصد آثار سياسته الفاسدة لأن السويسريين ثاروا وطردوا الظافرين حين هزمت القوات التي كانت تساعده في رافنا وذلك على عكس جميع ما كان يتوقعه أو غيره حتى إنه لم يأسره العدو أو القوات التي كانت تساعده وذلك لأنه انتصر بأسلحة أخرى غير أسلحتها واستأجر الفلورنسيون الذين لم يكونوا مسلحين كلية عشرة آلاف فرنسي لمهاجمة بيزا وبهذا الإجراء خاطروا بأنفسهم مخاطرة فاقت غيرها في أي فترة من فترات كفاحهم وحشد امبراطور القسطنطينية في بلاد اليونان عشرة آلاف تركية لكي يقاوم جيرانه وهؤلاء رفضوا الجلاء والعودة بعد الحرب وكان ذلك بداية استعباد من كفروا بالأمانة لبلاد اليونان فليستخدم هذه القوات من لا يرغب في الظفر فهي أشد خطرا من القوات المأجورة وهي آلة الدمار الكامل لأنها جميعا متضافرة وتدين بالطاعة لغيرك بينما تحتاج القوات المأجورة لكي تضرك وفي حالة ظفرها إلى وقت أطول وفرصة مواتية لأنها جميعا لا تكون هيئة واحدة وأنت الذي تستخدمهم وتدفع لهم الأجور ولذلك فإن فئة عينتها قوادا لا تستطيع أن تستولي في الحال على سلطة تكفي لأن تتمكن من الإضرار بك وقصار القول إن أشد أخطار القوات المأجورة في جبنها وإحجامها عن القتال ولكن خطر القوات المساعدة في شجاعتها ولذلك يتحاشى الأمير العاقل دائما أن يستخدم هذه القوات ويلجأ إلى قواته الوطنية ويفضل أن ينكسر بها على أن يكسر بقوات غيره وذلك حين لا يعتبر النصر الذي تكسبه الأسلحة الأجنبية نصرا حقيقيا ولن أتردد أبدا في الاستشهاد بقيصر بورجا وأعماله دخل هذا الدوق رومانا بالقوات المساعدة فكان الطلائع قواته تتكون تماما من جنود فرنسيين وبهذا استولى على إيمولا وفورلي ولكن حين ظهر أن جانبها لا يؤتمن لجأ إلى القوات المأجورة لأنها أقل خطرا واستأجر الأورزني والفيتلي ولما تشكك في أمرهم بعد تجربتهم ووجدهم غير مخلصين وخطرين بطش بهم وعول على رجاله هو ويتسنى للمرء أن يرى بسهولة الفارقة بين هذه القوات إذا نظر في ألبون بين اسم الدوق حين كان عنده الفرنسيون فحسب وعندما اضطر إلى أن يعول على نفسه ويعتمد على جنوده وإننا نلقى أن شهرته كانت تزداد باستمرار ولم يبلغ احترامه قط درجة عانية جدا مثل ما رأى الجميع أنه سيد قواته الأول والأخير ولا أريد أن أترك الأمثلة من تاريخ إيطاليا الأخير ولكني لا أستطيع أن أغفل عن ذكر هيروسيراكوزا الذي قد تحدثت عنه منذ وقت وجيز حين جعل أهل سيراكوزا هذا الرجل كما قلت قائد الجيش عرف في الحال عدم فائدة ذلك الجيش الذي كان منظما على طريقة قواتنا الإيطالية المأجورة ولما رأى أن الإبقاء عليه أو الاستغناء عنه أمر غير مأمون قطعه إربا إربا وأخذ منذ ذلك الحين يحارب بأسلحته لا بأسلحة غيره وأستشهد أيضا بقصة رمزية من التوراة توضح هذه النقطة توضيحا جيدا لما قدم داود نفسه لشاول لكي يذهب وينازل جوليات بطل فلسطين دججه بسلاحه الخاصة حتى يشجعه ولكن داود وقد جرب السلاح رفضه قائلا إنه لا يستطيع أن يحارب به جيدا ولذلك فضل أن يواجه العدو بمقلاعه وخنجره والخلاصة أن أسلحة غيرك إما أن لا تكفيك وتقصر عن النصر وإما تنقض ظهرك وإما تشل حركتك إن شارل السابع أبا الملك لويس الحادي عشر حين حرر فرنسا من الإنجليز بشجاعته الفائقة وحظه السعيد اعترف بأن من الضروري أن يكون جيش الأمير من القوات الوطنية وأدخل في مملكته نظاما للفرسان والمشاه ثم ألغى ولده لويس المشاه وشرع يستأجر لسويسريين واستمر غيره في هذا الخطأ الذي هو علة الخطر الذي حاق بتلك المملكة كما يمكن أن يشاهد الآن وفرنسا حين أشهرت أمر لسويسريين بهذه الصورة وألغت المشاه وجعلت فرسانها تحت رحمة العون الأجنبي أفلت عزم جميع قوتها لأنها وقد اعتادت على أن تحارب مع قوات سويسرية أصبحت تعتقد أنها عاجزة عن الغزو من دونها ومن هنا حدث أن أصبحت قوة الفرنسيين غير كافية لمقاومة السويسريين ولا يخاطرون بحرب ضد غيرهم من دون عون هؤلاء وهكذا أصبحت جيوش الفرنسيين من النوع الخليط جزء منها مأجور وجزء منها وطني وإذا تناولنا هما معا فإن هذا الخليط يفوق بدرجة كبيرة الجيوش التي تتكون كلها من القوات المأجورة أو من القوات المساعدة غير أنه دون القوات الوطنية الخاصة إلى حد كبير ولعل في هذا المثال الكفاية لأن مملكة فرنسا لو حاولت المحافظة على التنظيم العسكري لشارل أو طورته لظلت منيعة الجانب ولكن البشر مع عوزهم في الحكمة يبدأون أمورا جديدة وحين يجدون أول طعم لها طيبا لا يدركون ما فيها من سم كما سبق أن بينت في صدد الحميات غير المستقرة ولذا كان الأمير الذي لا يعرف في إمارته الأخطار وهي في دور ظهورها أميرا غير حكيما في حقيقة الأمر وهذه الحكمة لا تهب إلا للقليل من الناس وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى العلة الأولى لسقوط الإمبراطورية الرومانية فإننا نردها إلى مجرد استئجارهم القوات المأجورة من الغوت لأننا نلفى قوة الدولة الرومانية وقد أخذت في الضعف منذ ذلك التاريخ وتضاف جميع قدرة الرومان هذه إلى الغوت وعلى ذلك أختم حديثي بأن أقول لا سلامة لأميرا من دون قواته الوطنية ومن دونها يتوقف مصيره على الحظ تماما ما دام لا يملك وسيلة للدفاع يوثق بها حين تضطرب الأمور لقد ذهب الحكماء دائما وقالوا لا شيء عند البشر مزعزع ولا يدوم مثل ولايات دعمتها الشهرة وليست قوتها الخاصة إن قوات الأمير الوطنية تتكون إما من الرعاية وإما من المواطنين وإما من أتباعه هو وجميع ما عدا هؤلاء أجير ومساعد ومن اليسير معرفة طريقة تنظيم المرء لجيوشه الوطنية لو أننا درسنا مناهج الأمراء الأربعة التي سلف ذكرها ونظر المرء بعين الاعتبار إلى كيف نظم فليب أبو الإسكندر الأكبر وكثير من الجمهوريات والحكام المطلقين قواتهم وبعد هذه الأمثلة لسنا في حاجة إلى أن نعالج الموضوع بالتفصيل الفصل الرابع عشر واجبات الأمير فيما يتعلق بموضوع فن الحرب ولذا ينبغي للأمير أن لا تكون له غاية ولا فكرة ولا يتخذ لدراسته موضوع آخر سوى الحرب وتنظيمها ونظامها لأن هذا هو الفن الوحيد اللازم لمن يقود وله من المزية ما يكفل المحافظة على أولئك الذين ولدوا أمراء فضلا عن أنه يعين غالبا الرجال العاديين حتى يبلغ مرتبة الإمارة ويرى المرء من ناحية أخرى أن الأمراء يفقدون ولايتهم حين يفكرون في الترف أكثر من الأسلحة إن العلة الأولى لضياع الولايات هي احتقار هذا الفن وطريقة كسبها تكون في حذقه لقد أصبح فرانشيسكو سفورتسا بحسن تسلحه دوق ميلانو بعد أن كان فردا عاديا وانحدر أبنائه بعزوفهم عن نصب الحرب ومشقته إلى أشخاص عاديين بعد أن كانوا أدواقا لأن من بين مساوئ عدم التسلح الأخرى التي تنجم عنه أن يجعل المرء مزدرا وهذا أمر من الأمور التي يجب أن يقي الأمير نفسه شرها وسنشرح ذلك فيما بعد وشتان ما بين رجل مسلح ورجل أعزل مهما كان الأمر فليس بمعقول أن توهم أن رجل مسلح يطيع راغبا رجل أعزل أو أن أي رجل أعزل يسلم بين أتباع مسلحين ومن المستحيل أن يعمل الأثنان معا في ويام لأن أحدهما مزدرا والآخر شاك ولذا كان من غير الممكن لأمير يجهل الشؤون الحربية أن يوقره جنوده أو أن يكونوا محل ثقته فضلا عن المصائب التي سبق ذكرها منذ وقت قصير ولذا ينبغي للأمير أن لا يدعى التدريب العسكري يغيب عن باله وخاطره وأن يتمرن عليه في زمن السلم أكثر منه في وقت الحرب وهذا ما يستطيع أن يصنعه بطريقتين الأولى عملية والأخرى نظرية فمن الناحية العملية يجب بجانب تنظيم رجاله وتدريبهم أن يشغل نفسه بالقنص باستمرار وبهذا يعود بدنه على المشاق وهو في نفس الوقت يدرس طبيعة البلاد انحدار الجبال وانفراج الوديان ومواقع السهول ويفهم طبيعة الأنهار والمستنقعات وعليه أن يتوفر على جميع هذه الأمور لدرجة كبيرة ولهذه المعرفة فائدتها من ناحيتين فالأولى أن يدرس المرء العلم ببلاده ويتسنى له أن يعرف بصورة أفضل كيف يدافع عنها والأخرى أن يستطيع أن يفهم في يسر أي مكان آخر قد تلزم ملاحظته وذلك عن طريق المعرفة والخبرة التي يكتسبهما في إقليمه هو حتى إنه يقدر على أن يصل بسهولة من معرفة البلاد في إقليمه إلى معرفة الأقاليم الأخرى ويعوز الأمير الذي يفتقر إلى هذه المهارة أول لوازم القائد لأن هذه المعرفة هي التي تعلمه كيف يلقى العدو وكيف يعسكر وكيف يقود الجيوش وكيف يضع خطة المعارك وكيف يحاصر المدن مظفرا لقد كان من حلل المديحة الأخرى التي خلعها الكتاب على فيلو بويمان أمير الأخيين أنه لم يكن في وقت السلم يفكر في شيء سوى مناهج الشؤون العسكرية وكثيرا ما كان يقف ويسأل حين يكون مع صحبه خارج المدينة لو فرض أن كان العدو فوق ذلك التل وألفينا أنفسنا مع جيشنا فأينا قد يكون أمنع موقعا كيف نستطيع أن نقترب من العدو ونحافظ على نظامنا من دون أن نتعرض للخطر وإذا أردنا التقهقر فكيف ينبغي لنا أن نفعل وإذا تقهقر العدو فكيف يجب علينا أن نتعقبه وكفيلو بومين يضع أمامهم وهم يسيرون جميع الأحتمالات التي يمكن أن يتعرض لها جيشه ويستمع إلى رأيهم ويدلي برأيه ويؤيده بالحجج حتى إنه وهو يقود جيوشه بالفعل لم يتعرض قط لأي حادث لم يكن مستعدا له والفضل في ذلك يرجع إلى هذه التأملات التي لم تنقطع ولكن ينبغي للأمير حين يشحذ ذهنه أن يقرأ التاريخ ويدرس أعمال العظماء ويرى كيف سلكوا في شؤون الحرب ويفحص أسباب انتصاراتهم وعيل لهزائمهم لكي يحذو حذو الظافرين ويتحاشى هزيمة المقهورين وذلك لكي يسير أولاً وقبل كل شيء على الدرب الذي سار فيه بعض الرجال في الماضي الذين قد اتخذوا قدوة لهم عظيماً كان موضع ثناء كبير وتمجيد عظيم ووضعوا أعماله وأفعاله نصب أعينهم على الدوام فكما يقولون قلد الإسكندر الأكبر أخين وقيصر الإسكندر واقتدى سكيبيو بقورش وكل من يقرأ حياة قورش التي كتبها إكسنوفون يرى كيف قلد سكيبيو في حياته قورش تقليداً ماجداً وكيف تحلى بالصفات التي وصف بها إكسنوفون قورش من طهر وارقة وحلاوة شمائل وكرم إن الأمير الحكيم ينبغي له أن ينهج على نفس هذه المناهج ولا يخلد في زمن السلم إلى الخمول أبداً ويدأب على الاستفادة منها بمهارة حتى يمكن أن يجده الحظ حين يتبدل مستعداً لمقاومة ضرباته وأن يسود وقت الشدة الفصل الخامس عشر فيما يلام عليه الرجال أو يمدحون له وبخاصة الأمراء منهم ولا يبقى الآن سوى النظر فيما هي مناهج الأمير وقواعده فيما يتصل برعاياه وصحبه ولما كنت أعلم أن كثيرين قد كتبوا في هذا الموضوع فإني أخشى أن تعدى كتابتي غروراً حين تختلف عن آراء الآخرين وبخاصة في هذا الموضوع ولكن يبدوني أن الأصح وأن أقصد كتابة شيء يفيد الذين يعلمون أن أصل إلى حقيقة الموضوع الواقعية من دون تخيلها إن كثيرين قد تخيلوا جمهوريات وإمارات لم تقع عليها عين إنسان ولم يعرف لها وجود واقعي لأنه شتان ما بين الحياة كما نعيشها والحياة كما ينبغي أن نعيشها ولذا فإن من يترك ما يفعل بالفعل إلى ما ينبغي أن يفعل سوف يعلم أنه يسعى بالأحرى إلى حتفه من دون بقاءه إن المرأة الذي يريد أن يحترف الخير في كل الأمور سوف يحزن بين الأشرار وهم كثيرون جداً ولذا يتحتم على الأمير الذي يبغي المحافظة على نفسه أن يعرف كيف لا يكون خيراً وكيف يستخدم هذه المعرفة وكيف لا يستخدمها تبعاً للضرورة ولذا فإنني حين أترك جانباً الأمور التي تخص الأمير الخيالية فحسب وأتكلم عن تلك الأمور الواقعية أقرر أن ذكر جميع الناس وبخاصة الأمراء الذين هم أسمى منزلة من غيرهم يكون لخصال معينة تجر عليهم اللوم أو تكسبهم الثناء ولذلك يعتبر الناس واحداً سخياً والآخر مقتراً واحداً يعطي بسخاء وغيره جشعاً واحداً قاسياً وغيره شفيقاً واحداً لا يحفظ كلمته والثاني جديراً بالثقة واحداً رعديداً والآخر عنيفاً جريئاً واحداً رقيقاً والثاني متغطرساً واحداً فاسقاً والآخر عفيفاً واحداً صريحاً والآخر داهيةً واحداً صعب المراس والثاني سهل القياد واحداً جاداً في الأمور والآخر مستهتراً واحداً متديناً والآخر غير متدين وهكذا واعلم أن كل إنسان سوف يسلم بأن الأمير يكون أكثر استحقاقاً للثناء لدرجة عالية إذا كانت له جميع هذه الخيصال السابقة التي تذكر في باب الخير ولكن لما كان من غير الممكن أن تكون جميعها له أو يراعيها لأن الظروف البشرية لا تسمح بذلك كان من الضروري له أن يكون حكيماً حكمة تكفي لأن يتحاشى شر فضيحة تلك الرذائل التي قد تفقده الولاية ويقي نفسه إذا أمكن ذلك شر تلك التي لن تفقده إياها ولكن إذا لم يتسنى له ذلك يمكنه أن يهملها ويحترس تماماً من هذه التي قد تسبب هلاكه إلا أن الواجب عليه أن لا يعبأ بتاتاً بالتعرض لفضيحة تلك الرذائل التي من دونها قد تصعب المحافظة على الدولة لأن الإنسان إذا نظر نظرة صحيحة إلى الأمور فإنه يجد أن بعضها الذي يبدو فضائل قد يرمين في التهلكة لو سرنا عليه وبعضها الآخر الذي يبدو رذائل تنجم عنه سلامة للإنسان أكبر وهناءة أعظم الفصل السادس عشر في السخاء والتقطير والآن حين أبدأ بأول الصفات التي سبق أن ذكرتها أقول قد يكون من الأمور الصالحة أن يعتبر الأمير سخياً إلا أن السخاء كما يفهمه الخلق سوف يؤذيك لأنه إذا استخدم بمعناه وبالطريقة الصحيحة فلن يعلم أحد عن سخاءه وينتج عنه عار الرذيلة المضادة ولكن المرء الذي يريد أن يشتهر بالسخاء بين الناس يجب أن لا يتخلى عن كل نوع من التظاهر الفخمة وإلى مثل هذا الحد سوف يستهلك أمير له هذا الطبع جميع مواردة ويضطر في نهاية الأمر إذا أراد أن يحافظ على اشتهاره بالسخاء إلى أن يفرض على شعبه الضرائب باهضة ويأخذ إتاوات ويبذل كل ما في وسعه ليحصل على المال وهذا ما سوف يجعل رعاياه يأخذون في كراهيته ويكون قليل الاحترام حين يصبح فقيراً حتى إنه حين يكون قد أضر كثيرين بسخائه ولم يفد به غير قليلين يحس بأول اضطراب بسيط يحدث ويحدق به كل خطر عند الشدائد فإذا أقر ذلك ورغب في أن يبدل تقليده فسوف يتهم في الحال بالتقطير ولهذا يجب على الأمير الذي لا يستطيع أن يمارس فضيلة السخاء هذه من دون أن تعرف عنه أن لا يخشى إذا كان حكيماً أن يقبل الاشتهار بالتقطير وسوف يعد سخياً أكثر من ذلك على مر الزمن حين نرى أن اقتصاده جعل دخله كافياً لكي يستطيع أن يدافع عن نفسه ضد أولئك الذين يشنون عليه الحرب وأن يقوم بأعمال عظيمة من دون أن يثقل كاهل شعبه حتى إنه يصبح سخياً حقاً بالنسبة إلى من لم يأخذ منهم شيئاً وعدد هؤلاء لا يحصى ومقتراً بالنسبة إلى كل من لم يعطهم وهؤلاء قليلون إننا لم نر في أيامنا عملاً عظيماً إلا وقد صدر عن أولئك الذين عدوا مقترين ولقد تحطم غير هؤلاء جميعاً إن البابا يوليوس الثاني مع أنه قد استفاد من شهرته بالسخاء لكي يبلغ الباباوية لم يجري وراء هذا الصيت فيما بعد حتى يمكنه أن يقوى على القيام بالحرب ولقد استمر ملك فرنسا الحالي في حروب كثيرة جداً من دون أن يفرض ضريبة استثناعية لأن ما اقتصده في مدة طويلة غط ما زاد على نفقاته ولو عرف ملك إسبانيا الحالي بالسخاء لما أمكنه أن يتوفر على هذه الأعمال الكثيرة ويوفق فيها ولهذه الأسباب يجب أن لا يعبأ الأمير كثيراً حين يعرف بالتقطير لو أراد أن يتجنب اغتصاب رعيته وأن يكون قادراً على حماية نفسه وأن لا يصبح فقيراً وحقيراً وأن لا يضطر إلى أن يصبح جشعاً إن هذا التقطير رذيلة من تلك الرذائل التي تمكنه من الحكمة وإذا قيل إن قيصر بلغ الإمبراطورية بالسخاء وكثيرين أغيره صعد إلى أعلى منزلة بالسخاء أو بالاشتهار به فأني أراه قائلاً إما أنك أمير حديث العهد وإما أنك تسير على درب الإمارة وفي الحالة الأولى يكون هذا السخاء مضراً وفي الحالة الأخرى يتحتم عليك بالتأكيد أن تحسب في عداد الأسخياء لقد كان قيصر واحداً من أولئك الذين رغبوا في أن يصبحوا سيد روما ولكنه لو عاش ولم يعدل في نفقاته بعد أن بلغ مراده فلربما هدم الإمبراطورية وقوضها وإذا قيل كان ثمت كثير من الأمراء الذين أتوا بجيوشهم أموراً عظيمة وكانوا يعدون مع ذلك أسخياء إلى أقصى حد فإني أجيب قائلاً إما أن الأمير ينفق من ثروته الخاصة ومن مال الرعية وإما من ثروة الآخرين وفي الحالة الأولى ينبغي أن يعرف بالحرص في النفق وفيما عدى ذلك يجب أن يهتم بأن يكون سخياً جداً والسخاء ضروري جداً لأمير يسير مع جيوشه ويعيش على النهب والغنيمة والفدية وينفق من ثروة غيره لأن جنوده لن يسير خلفه من دون سخاء ويمكنك أن تكون بالفعل سخياً جداً بما ليس ملكاً خاصاً لك أو لرعاياك كما كان قرش وقيصر والإسكندر لأنك حين تنفق ثروة الآخرين فلم يحط ذلك من سمعتك بل يعلي من ذكرك ولا يؤذيك سوى النفق من ثروتك الخاصة فحسب وليس ثمة ما يحطم نفسه بنفسه كالسخاء لأنه كلما كان المرء سخياً فقد القدرة على أن يكون سخياً ويصبح إما فقيراً حقيراً وإما جشعاً بغيضاً وذلك حتى يتحاش الفقر وأهم ما يجب أن يتقي الأمير شره من بين جميع هذه الأمور أن يصبح حقيراً أو بغيضاً والسخاء يقودك إلى أحد هاتين الحالتين ولذلك كان الأحكم أن يشتهر الأمير بالتقطير الذي يجر عليه اللعنة من دون البغضاء وأن لا يضطر إلى أن يعرف بالجشع لأن هذا يولد الخزية والكراهية معاً وحين نمضي قدماً إلى الصفات الأخرى التي سبق ذكرها أقول يجب على كل أمير أن يرغب في أن يعدى رحيماً لا شديداً وأن يهتم بأن لا يسيء استخدام هذه الرحمة بأي حال لقد عد قيصر بورجا شديداً ولكن شدته هي التي أتت بالنظام والوحدة في رومانا وجعلت الأمن يستتب فيها والولاء يسود وإذا نظرنا إلى هذا الأمر نظرة صحيحة فإننا نرى أن قيصر كان في الواقع أكثر رحمة من الشعب الفلورنسي الذي أتاح تدمير بيستويا لكي يتحاشى أن يعرف بالشدة ولذا يجب على الأمير أن لا يعبأ بأن يتهم بالشدة ما دامت من أجل المحافظة على وحدة رعاياه وولائهم لأنه حين يشتد مع عدد قليل جداً يكون أرحم من هؤلاء الذين يتمدون في النين فيتيحون قيام القلاقل ومن هنا تراق الدماء ويحدث النهب وهذه الأمور كقاعدة تضر جماعة في مجموعها بينما تنفيذ الأعدام في أفراد لا يؤذي غيرهم ونجد من بين جميع الأمراء أن الأمير الحديث العهد لا مناص له من الاشتهار بالشدة لأن الولايات الجديدة حافلة بالأخطار دائماً ومن هنا يقول فيرغل على لسان ديدو إن الحالة العصيبة حيث شؤوني وعرش غير ثابت الأركان ودولة في طفولتها مثل هذا النوع من الظروف القاسية يقسرني على وضع الحاميات في كل اتجاه وحماية أملاكي بكل ما أوتيت من سلطان وحراسة الشواطئ حراسة غيورة ومع ذلك يجب أن يكون حذراً فيما يعتقد وفيما يقدم عليه وأن لا يظهر بمظهر الوجل يخيفه ظله وأن يسير إلى الأمام فاعتدال وحكمة وليم حتى لا تجعله الثقة المفرطة غير حذر أو الريبة المسرفة غير محتمل ومن هنا تظهر مشكلة المفاضلة بين أن يحب الأمير أكثر مما يهاب وبين أن يهاب أكثر مما يحب والجواب هو ينبغي للمرء أن يكون محبوباً ومهوباً معاً ولكن لما كان من الصعب أن تسير الخلتان معاً فإن مهابته أسلم بكثيراً من محبته إذا لم يكن بد من أن تعوزنا خلة وحيدة منهما لأنه يمكن القول عن البشر عموماً أنهم يجحدون المعروف ويهذرون في الكلام ويظهرون غير ما يبطنون ويقلقون على تحاشي الخطر ويطمعون في الكسب وطالما تفيدهم فهم أعوانك تماماً يفدونك بدمهم ومتاعهم وحياتهم وولدهم حين تكون الضرورة إليهم بعيدة ولكن حين تقترب ينقلبون عليك ويهلك الأمير الذي لم يعول إلا على وعودهم من دون أن يتهيأ بالعدد الأخرى لأن الصداقة التي تكتسب عن طريق الشراء لا عن طريق عظمة الروح ونبلها تشترى ولكنها غير مأمونة ولن تستخدم لمصلحتك عند الطوارئ إن البشر يترددون في الإساءة إلى من يحبون أقل من ترددهم في إذاء من يهابون لأن إلزام الحب الذي يشده يقطع في كل فرصة من فرص مصلحتهم لأن البشر أنانيون ولكن الفزع من العقاب الذي لا يخفق أبداً يحفظ الخوف ويصونه وما زلنا نقول بأنه ينبغي للأمير أن يجعل نفسه مهوباً بطريقة إذا لم تكسبه الحب فهي تقيه من البغضاء على أي حال لأن الخوف وعدم الكراهية قد يسيران معاً سيراً حسناً ويصل إليهما على الدوام إنسان يمتنع عن التدخل في ملكية مواطنيه ورعاياه ونسائهم وحين يضطر الأمير إلى أن يعدم فرداً ما فدعه يفعل ذلك حينما يكون هناك تبرير صحيح له وعلة واضحة ولكنه يجب أن يمتنع أولاً عن أخذ ملكية غيره لأن نسيان البشر لموت آبائهم أيسر عندهم من نسيان ضياع ملكهم ثم إن المعاذير أيضاً للاستيلاء على ملكية لا تعوز الأمير أبداً والذي يأخذ في العيش على النهب سوف يجد دائماً سبباً ما لاغتصاب متاع سواه بينما علل الأعدام أكثر ندرة وتمضي أسرع من غيرها ولكن من الضروري ضرورة قصوى ألا يعبأ الأمير بأن يعرف بالشدة حين يكون مع جيشه ويقود عدداً كبيراً من الجنود لأنه لا يستطيع من دون هذه الشهرة أن يحافظ على جيش متحد أو مستعد للقيام بأي واجب إن من بين أعمال هانيبال الجديرة الذكر أنه بالرغم من أن جيشه كان عرمرماً ويتكون من رجال من جميع الشعوب وكانوا يحاربون في بلاد أجنبية فإنه لم يقع أي خلاف فيما بينهم أو ضد الأمير سواء في السراء أم في الضراء ولا يمكن أن يعز ذلك إلى غير شدة هانيبال غير اللينة التي جعلته مع قدراته الأخرى التي لا تحصى عظيماً ومهوباً باستمرار عند جنوده وما كانت هذه القدرات كافية لأن تعطي ذلك الأثر لو لم يكن شديداً إن الكتاب الذين لا ينظرون في الأمور يعجبون من ناحية بأعماله ويعيبون عليه علتها وهي شدته من ناحية أخرى ومن حالة سكيبيو يظهر صدق القول بأن قدرات هانيبال غير الشدة لم تكن تكفي لأن يأتي بالأعمال التي قام بها إن سكيبيو مشهور لا بالنسبة إلى عصره فحسب ولكن ذكراه باقية في كل عصر لقد ثارت عليه جيوشه في إسبانيا لا لسبب غير شفقته المسرفة التي أتاحت لجنوده من الفوضى أكثر مما كان يتفق مع النظام العسكري ولقد وجه إليه فابيوس ماكسيموس اللوم في السيناتو على ذلك وأطلق عليه مفسد الجندية الرومانية لقد دمر لوكرا أحد ضباط سكيبيو فلم يقتص لها ولم يعاقب الضابط على قحته والسبب ببساطة هو طبيعته السهلة حتى إن أحد أعضاء السيناتو وقد أراد أن يعذره في المجلس قال إن هناك رجالا كثيرين يعرفون بالأحرى كيف لا يخطئون أكثر من معرفتهم كيف يصححون خطأ سواهم إن هذا الاستعداد كان يمكنه بمرور الزمن أن يطفئ شهرة سكيبيو وعظمته لو دأب عليه في عهد الإمبراطورية ولكن هذه الخصلة الضارة لم تختفي فحسب في عهد السيناتو بل أصبحت مجدا له وعلى ذلك أقول في الختام فيما يتعلق بمهابة الأمير ومحبته إن الناس يحبون بإرادتهم الحرة ولكنهم يخافون برغبة الأمير والأمير العاقل يجب عليه أن يركن إلى ما في سلطانه لا سلطان سواه وما عليه سوى السعي إلى مجانبة ما يجلب عليه الكراهية كما أوضحنا الفصل الثامن عشر في الطريقة التي يحفظ الأمراء بها عهدهم كل مرء يدري كم يثني الناس على أمير يحفظ العهد ويعيش مستقيما ومن غير مكر ولكن التجربة في أيامنا تدل على أن أولئك الأمراء الذين أتوا أعمالا عظيمة هم الذين لم يراعوا الوفاء إلا قليلا وهم من استطاعوا أن يشوشوا العقول بالمكر ومن تمت لهم الغلب على هؤلاء الذين اتخذوا الأمانة قاعدة لهم ويجب أن تعلم أن ثمت طريقتين للعراك واحدة قانونية والأخرى بالقوة الأولى للبشر والأخرى للحيوانات المفترسة ولما كانت الأولى لا تكفي غالبا فيجب أن يلجأ المرء إلى الثانية ولذلك كان من الضروري على الأمير أن يعرف معرفة جيدة كيف يستخدم كلتا طريقتين لقد علم الكتاب القدامى وأوحوا بذلك إلى الأمراء فهم يرون كيف أن أخيل وكثيرا ممن سواه من أولئك الأمراء القدامى قد أرسلوا إلى كيرون لينشئهم تبعا لنظامه ويربيهم ويقصدون من صورة هذا المعلم ذي النصف البشري والنصف الحيواني أن يبينوا أن الواجب على الأمير أن يعرف كيف يستخدم الطبيعتين معا وأن واحدة منهما ومن دون الأخرى لا تدوم ولما كان الأمير لذلك مضطرا إلى أن يعرف جيدا كيف يسلك كالحيوان فيجب عليه أن يحاكي الثعلب ويقلد الأسد لأن الليث لا يستطيع أن يحمي نفسه من الفخاخ والثعلب لا يقدر على أن يدافع عن نفسه ضد الذئاب ولذا يجب على المرء أن يكون ثعلبا ليعرف الفخاخ وأن يكون ليثا ليخيف الذئاب إن أولئك الذين يرغبون في أن يكونوا أسودا فحسب لا يفهمون هذا الأمر ولذا يجب على الحاكم العاقل أن لا يحفظ عهدا يكون الوفاء به ضد مصلحته وحين تنتهي الأسباب التي جعلته يرتبط به إن هذا المبدأ قد يكون شرا لو كان جميع البشر خيرين ولكن لما كانوا جميعا أشرارا ولن يراعوا وفاءهم معك فأنت لذلك في حل من أن تحفظ عهدك معهم إن الحاكم الذي يرغب في أن يظهر عذرا مموها لعدم نجز وعده لم يخفق قط في أن تكون عنده أسباب شرعية لذلك وهناك عدد لا حصر له من الأمثلة الحديثة لذلك يمكن أن نضربها وتبين كم مرة انتهكت فيها حرمة السلم وكم من وعود أصبحت باطلة لعدم وفاء الأمراء بها وترينا أن هؤلاء الذين قد استطاعوا تقليد الثعلب أحسن تقليد نجحوا أحسن نجاح ولكن من الضروري أن يكون في وسعنا إخفاء هذا الخلق جيدا وأن تصبح مموها عظيما وخداعا كبيرا والناس من البساطة بحيث إنهم على استعداد لأن يذعنوا للضرورات الراهنة حتى إن الذي يخدع سوف يجد دائما أولئك الذين يجيزون لأنفسهم أن يخدعوا ولن أذكر سوى مثل واحد حديث لم يفعل الإسكندر السادس شيئا سوى أن غرر بالناس ولم يخطر له غير ذلك ووجد دائما الفرصة ولم يبرز عليه إنسان قط في القدرة على إعطاء الضمانات وتوكيد الأمور بأغلظ الأيمان ولم يكن ثمة منفاقة في عدم الوفاء بها ولقد كان يوفق في حياله على الدوام ومهما كانت الظروف لأنه فهم جيدا هذا المظهر للأمور ولذلك فليس من الضروري لأمير أن يستحوذ على جميع الخصال التي سبق ذكرها ولكن من اللازم جدا أن يبدو حائزا لها وقد أجرأ على القول بأن التحلي بها مع مراعاتها على الدوام أمر خطير ولكن التظاهر بالتحلي بها أمر مفيد وعلى ذلك فإن من الخير أن يبدو الأمير رحيما وفيا حلو الشمائل صادقا متدينا وأن يكون كذلك أيضا ولكن يجب أن يكون عقلك مهيئا لأن تستطيع أن تتغير إلى أضداد هذه الخصال حين تحتاج إلى أن تصبح غير ذلك ويجب أن يكون مفهوما أن الأمير وبخاصة حديث العهد لا يمكن أن يراعي جميع تلك الأمور التي تعد خيرا عند الناس لأنه يضطر في كثيرا من الأحيان إلى أن يأتي أعمالا ضد الوفاء وضد الإحسان وضد حلاوة الشمائل وضد الدين لكي يحافظ على الدولة ولذا يجب أن يكون عقله معدا لأن يكيف نفسه مع الريح التي تهب وكما تملي تغيرات الحظ ويجب كما سبق أن قلنا أن لا ينأى عما يكون خيرا إذا أمكن ذلك إلا أنه يجب عليه أن يكون قادرا على أن يقترف الشر إذا اضطر إليه ويجب أن يعني الأمير عناية فائقة بأن لا يخرج من بين شفتيه ما لا يحفل بالخصال الخمس التي سبق أن ذكرتها وينبغي له أن يظهر لمن يراه ويبدو لمن يسمعه متوفرا على الرحمة والصدق والاستقامة والدين ولا شيء أشد ضرورة من أن يتظهر بالخصلة الأخيرة فالناس عمة يحكمون بما يرون بأعينهم أكثر مما يحكمون بما يلمسون بأيديهم لأن كل امرأ يستطيع أن يرى ولكن قلة قليلة تملك أن تلمس ما أنت عليه وتلك القلة لن تجرؤ على أن تعارض الكثرة التي يحميها جلال الملك في أعمال البشر كافة وبخاصة أعمال الأمراء الغاية تبرر الوسيلة لأنه لا يمكن نقض هذا الحكم ولذا فليهدف الأمير إلى الظفر بالولاية والمحافظة عليها وسوف يكون الحكم على الوسائل دائما بأنها شريفة ويثني عليها الجميع لأن العمة تحكم دائما بالمظاهر الخارجية للأشياء وبنتائج الحدثين ولا يتكون هذا العالم إلا من هؤلاء والقليل الذي يكون غير ساذج ينعزل حينما تجد الكثرة في الأمير شيئا يجمعهم حوله إن أميرا معينا في عصرنا ويحسن أن لا نذكر اسمه لم يفعل شيئا قط سوى التوصية بالسلام والدعوة إلى الوفاء وهو في الحقيقة عدو لدود لهما ولو أنه راع أي منهما لأضاع ذلك دولته وأخسره اسمه في مناسبات عديدة الفصل التاسع عشر في أنه يجب على الأمير مجانبة أن يكون مزدرا أو مبغضا ولكن لما كنت قد تحدثت الآن عن أهم الخصال التي نحن بصدد البحث فيها فسوف أعالج الآن بالتفصيل وبصورة عامة الخصال الأخرى يجب على الأمير كما قررت منذ برهة وجيزة مجانبة تلك الأمور التي تجعله مبغضا أو مزدرا وحين يوفق في هذا الأمر يكون قد قام بدوره ولن يجد في الرذائل الأخرى أي خطر وأول ما يجعله مبغضا كما قلت أن يكون جشعا وأن يغتصب ملكية رعاياه ونسائهم وهذا ما يجب أن يمتنع عن فعله وما دام المرء لا يعتدي على ملكية عامة الناس أو شرفهم فإنهم يعيشون راضين ولن يكون عليه سوى أن يصارع مطامع فئة قليلة ومن السهل أن يكبح جماحها بطرق شتى ويصبح الأمير مزدرا حين يظن به عدم الثبات والنسق والتخنث والجبن وضعف العزيمة وهذا ما يجب أن يتقى شره اتقاء الربان لصخرة مهلكة وعلى ذلك فمن واجبه أن يدأب على أن تظهر أعماله للعيان العظيمة والقدرة والجد والجلد وليذر ما يقضي به وهو يحكم رعاياه لا يقبل النقد ويتمسك بقراراته حتى لا يمكن لإنسان أن يفكر في خداعه أو غشه إن الأمير الذي يخلق هذا الرأي عن نفسه يفوز بصيت عظيم ومن الصعب التآمر على إمرأ نابه جدا ولن يعتدي عليه معتد في يسر طالما يعرف عنه أنه قدير وتجله رعيته لأن الأمير يجب عليه أن يخشى أمرين الأول داخلي يتصل برعاياه والآخر خارجي يتعلق بالقوى الأجنبية أما الأمر الثاني فهو يستطيع أن يحمي نفسه منه بالأسلحة الصالحة والأصدقاء الأوفياء وهؤلاء لن يعدمهم أبداً لو كانت عنده الأسلحة الصالحة أما الأمور الداخلية فستظل هادئة على الدوام ما لم تجعلها مؤامرة تضطرب ولم يحدث اضطراب من الخارج وحتى لو فرض أنسعت قوى خارجية إلى الهجوم عليه فإنه سيصمد دائماً ويمكنه أن يحتمل كل هزة لو أنه حكم وعاش كما قررت ومثل ما بينت بما فعل نبس الإسبرطي وأما بالنسبة إلى رعاياه فما زال عليه أن يخشى أن يتآمر عليه سراً هذا إذا لم تعمل رعيته بنصائح من الخارج وهذا ما يمكن أن يتقى شره جيداً بمجانبة البغض والازدراء والإبقاء على الشعب راضياً عنه ومن الضروري نجزو هذا الأمر كما ذكرت بالتفصيل وإن أنجع علاج لأمير من هذه المؤامرات هو أن لا تبغضه كتلة الشعب لأن كل متآمر يعتقد دائماً أنه سيرضي الشعب باغتيال الأمير ولكن لو رأى المتآمر أنه حين يفعل ذلك يسيء إلى كتلة الشعب فإنه يخشى القيام بمثل هذا العمل لأن الصعاب التي لابد من أن يواجهها المتآمرون لا تدخل تحت حصر وتدل التجربة على أن مؤامرات كثيرة جداً قد وقعت ولكن القليل منها قد نجح لأن كل من يتآمر لا يستطيع أن يعمل بمفردة ولا أن يجد شركاء له إلا بين أولئك الصاخطين وسرعان ما تقدم للمتبرم الوسيلة لإرضاء نفسه حين تكشف له عن قصدك لأنه حين يفضح نيتك يمكنه أن يأمل في أن يوفر لنفسه كل شيء يبغيه وهو حين ينتظر ربحاً معيناً من وراء ذلك ولا يرى من ناحية أخرى سوى أمر مشكوك فيه محفوف بالخطر فلابد من أن يكون أحد إثنين إما أن يكون صديقاً نادراً لك وإما أن يكون عدواً لدوداً للأمير وذلك إذا وفى بعهده معك ولبيان هذا الأمر بإيجاز أقول لا شيء من جانب المتآمر يفزعه سوى الخوف والغيرة والريبة والعقاب ومن جانب الأمير نجد أن جلال الحكم والقوانين وحماية الأعوان والولاية تذود عنه وتحرسه وحين نضيف إلى هذه الأمور إرادة الشعب الطيبة نحو الأمير يستحيل أن يكون لدى أي إنسان طيش التآمر عليه لأنه بينما لابد للمتآمر من أن يشعر بالخوف عامة قبل تنفيذ مؤامرته فمن الضروري أيضاً أن يشعر بالخوف بعد أن ينجزها فالشعب عدوه وعلى ذلك فهو لا يستطيع أن يأمل في أي ملاذ له ويمكننا أن نضرب أمثلة لذلك لا حصر لها ولكني سأكتفي بمثل يذكره آباؤنا لقد تأمر ألكنيسكي على هانيبال بنت فولي أمير بولونيا وجد هانيبال الحالي ولم يخلف من أقرباء سيواجيوفاني الذي كان طفلاً حين ذاك ولكن بعد الأغتيال غضب الشعب وقتل ألكنيسكي ولقد كانت دافع له على ذلك هو الإرادة الطيبة التي تمتع بها بيت بنت فولي في ذلك الحين ولقد كانت هذه عظيمة حتى إن أهل بولونيا حين سمعوا أن فرداً من أسرة بنت فولي موجود في فلورنسا وكان يظن أنه ابن حداد ذهبوا ليحضروه ومنحوه حكم المدينة وظل يحكمها حتى شب جيوفاني وأصبح في السن المناسبة ليمسك بزمام الحكم فلم يكن ثمة خليفة لهانيبال يستطيع أن يحكم الدولة بعد موته وعلى ذلك فالنتيجة هي أن الأمير في غير حاجة إلى أن يعبأ كثيراً بالمؤامرات حينما يكون استعداد الشعب نحوه استعداداً طيباً ولكن حين يناوئونه ويشعرون نحوه بالكراهية فالواجب على الأمير حينئذ أن يخشى كل فرد ويخاف كل شيء إن الولايات المنظمة تنظيماً صالحاً والأمراء العقلاء قد عرفوا وثابروا على أن لا يسوق النبلاء إلى القنوط منهم وأن يرض الشعب ويبقوا عليه راضياً لأن هذا من أهم الأمور التي لا بد من أن يعالجها أمير وفرنسا من بين الممالك ذات النظام والحكم الصالحين في وقتنا الحاضر وفيها نجد عدداً لا يحصى من التعاليم الصالحة وعليها تعتمد حرية الملك وسلامته وأول هذه التعاليم البرلمان وسلطته لأن من أقام تلك المملكة وقد كان يدري عن مطامع النبلاء الكبار وغطراستهم عد من الضروري وضع لجام في أفواههم ليكبح جماحهم ولما كان يعرف من ناحية أخرى الكراهية التي تحس بها كتلة الشعب نحو النبلاء ودعمتها الخوف وحين أراد أن يؤمنهم لم يرغب في أن يجعل هذا الأمر من هموم الملك الخاصة حتى يخلصه من الصخط الذي قد يتولد بين النبلاء حين يجامل الشعب ومن تبرم الشعب حين يجامل النبلاء ولذلك أقام فيصلا ثالثا كبح جماح النبلاء على الدوام وجامل الشعب وهو دونهم ومن غير مسؤولية مباشرة للملك وما كان في الإمكان اتخاذ أي إجراء أحكم من هذا وأفضل منه أو احتياط لسلامة الملك والمملكة يفوق ذلك ومنه نستطيع أن نستخلص قاعدة أخرى جديرة بالمراعاة ألا وهي واجب إناطة الأمراء تنفيذ الواجبات غير الشعبية بغيرهم وأن يستخلصوا لأنفسهم الجميل وختاما أقول مرة أخرى على الأمير أن يوقر نبلاء ولايته ولكن عليه أن لا يجعل العامة تناوئه وقد يبدو للبعض أننا حين ننظر في مجرى حياة كثيرا من الأباطرة الرومان وموتهم أنها أمثلة تعارض رأيه حين نجد بعضا منهم وقد عاش دائما عيشة النبلاء وأظهروا قوة في الطبع عظيمة ومع ذلك فقدوا إمبراطوريتهم وقتلهم رعاياهم الذين تآمروا عليهم وعندما أرغب في الرد على هذه الاعتراضات فإني أناقش خصال بعض الأباطرة مبينا أن علة هلاكهم لم تختلف عما قررت وأنظر أيضا في الوقت نفسه إلى الأمور التي لا بد من أن يلاحظها كل من يقرأ عن أعمال هذه العصور وأكتفي بتناول جميع هؤلاء الأباطرة الذين تعاقبوا في الإمبراطورية من ماركوس الفيلسوف حتى ماكسيمينوس وهؤلاء هم ماركوس وولده كومودوس وبريتناكس وجوليانوس وسفيروس وولده أنتونيونس وولده كاراكلا وماكرينوس وهيليو جابالوس والإسكندر وماكسيمينوس وأول ما يلاحظ أن أباطرة الرومان كانت أمامهم صعوبة ثالثة وهي لزوم تحمل صرامة الجنود وجشعهم وهذا ما بلغ حدا أصبح فيه علة سقوط كثيرين من الأباطرة فقد كان إرضاء الجنود والشعب معا أمرا غير مستطاع في يسر بينما كان على الأمراء غير الأباطرة مناهضة مطامع الطبقة الأرستقراطية وشطط الشعب لأن الشعب يحب الدعا وبالتالي يحب الأمراء المسالمين ولكن الجنود يؤثرون الأميرة ذا الروح العستري والأنفة الصارم الجشع ويرغبون في أن يمارس هذه الخصال مع الشعب حتى يمكنهم أن يحصلوا على أجور مضاعفة ويجدوا متنفسا لجشعهم وصرامتهم وهكذا حدث أنهلك على حد سواء أولئك الأباطرة الذين لم يعرف عنهم ما يمكنهم فطرة أو اكتسابا من المحافظة على ضبط الطرفين معا وأن العدد الكبير منهم الذي ارتفع إلى الإمبراطورية وكان حديث عهد بها وعرف صعوبات هذين الميلين المتعارضين اقتصر على إرضاء الجنود ولم يفكر في الإساءة إلى الشعب إلا قليلا وليس في هذا الاختيار بد عندما يكون الأمراء غير قادرين على مجانبة مقت طرف من الطرفين فعليهم أولا أن يحاولوا ألا تمقتهم كتلة الشعب فإذا لم يستطيعوا نجز ذلك فيجب أن يستخدموا كل وسيلة لكي يفروا من كراهية الطرف الأقوى ولذا فإن هؤلاء الأباطرة الذين كانوا حديثي عهد ومن هنا كانوا في حاجة إلى حضوات خاصة ناصر الجنود أكثر من أن يناصر الشعب وتتوقف فائدة ذلك أو عدمها بحال ما على معرفة الأمير لكيفية المحافظة على شهرته الطيبة بينهم وكان نتيجة هذه الأسباب أن نهايات ماركوس وبرتناكس والإسكندر كانت سيئة فقد كانوا جميعا متوضعين محبين للعدالة أعداءا للصرامة أهل رقة ولطف ولقد عاش ماركوس وحده عزيزا ومات كريما لأنه صعد إلى الإمبراطورية بحقه الوراثي ولم يكن الفضل في ذلك يعود إلى الجيش أو إلى الشعب وزيادة على ذلك كان يتحلى بكثير من القدرات التي جعلته موقرا وأبقى طوال حياته على الفريقين كل في مكانه لا يتعداه ولم يكن مبغضا ولا مزدرا قط ولكن نصب بيرتناكس إمبراطورا بغير إرادة الجنود وهؤلاء وقد ألفوا حياة الفوضى في عهد كومودوس لم يستطيعوا أن يسيروا الحياة الشريفة التي أراد بيرتناكس ألا يتجاوزوها ولذلك أصبح بغيضا وإلى ذلك يضاف الإزدراء لكبر سنة ومن هنا سرعان ما سقط في أول إدارته ومن هنا يظهر أن الأعمال الصالحة تكسب الكراهية كما يكسبها الشر ولذلك فالغالب أن يضطر الأمير الذي يريد أن يحتفظ بالولاية إلى أن يقترف الشر كما سبق أن قلت لأنه حينما يفسد أحد الأطراف سواء الشعب أو الجيش أو النبلاء أي كان من تعتبره ضروريا لك من أجل المحافظة على مركزك يجب عليك أن تسير على هواه وتتبع رضاه وحين ذاك تؤذيك الأعمال الطيبة ولكن لنتحدث عن الإسكندر الذي كانت له تلك الطيبة حتى قيل إن من بين الأمور الأخرى التي يثنى عليه لها أنه لم يعدم فردا من دون محاكمة عادلة في السنين الأربع عشر التي حكمها ومع ذلك أعتبر متخنثا ورجلا أجاز لأمه أن تسيطر عليه وهكذا تردى في هاوية الإسدراء وتآمر عليه الجيش وقتله وحين ننظر بعين الاعتبار من ناحية أخرى إلى خصال كومودوس وسيفيروس وأنتونينوس وكاراكلا وماكسيمينوس نجد أنهم كانوا قساتا جشعين لأقصى حد ولم يكن ثمة إساءة لكي لا يفرضوها على الشعب حتى يرض الجنود وكانت خواتيمهم جميعا سيئة ما خلس فيروس لقد كانت له على أي حال هذه القدرات التي مكنته من أن يحكم حكما سعيدا بأن حافظ على الجنود أصدقاء له على الرغم من أنه بطش بالشعب وذلك لأن قدراته جعلته أهلا لإعجاب الجنود والشعب معا حتى أصبح الشعب إلى حد ما دهشا مذهولا له بينما الجنود يجلونه وهم راضون ولما كانت أعمال هذا الحاكم عظيمة وجديرة بمراعاة أمير حديث العهد فإني سأبين بإيجاز كيف أنه أجاد استخدام خصال الثعلب والأسد فلابد للحاكم من أن يقلد طبيعتهما كما سبق أن قلت لما كان سفيروس الذي كان قائد الجيش في سلفونيا يعرف تراخي الإمبراطور جوليانوس فقد أقنع القوات بأن من الخير أن يذهب إلى روما للقصاص لمقتل بريتيناكس الذي كان الحرس البيريتوري قد قتله وسار بجيشه إلى روما تحت ستار هذا الإدعاء ومن دون أن يكشف عن طمعه في العرش ووصل إلى إيطاليا قبل أن يعرف أنه قد تحرك إليها وعند وصوله إلى روما انتخبه السيناتو إمبراطورا بدافع الخوف وقتل جوليانوس وبعد هذه البداية لم يبق بينه وبين السيطرة التامة على الإمبراطورية سوى مواجهة عقبتين واحدة في آسيا حيث نيغرينوس على رأس الجيوش الأسيوية وقد أعلن نفسه إمبراطورا وأخرى في الغرب حيث كان ألابينوس الذي طمع في الإمبراطورية ولما كان يعد إظهار عدائه لهما معا أمرا خطرا قرر أن يخدع ألبينوس الذي كتب إليه برغبته في أن يشاركه فخر اختيار السيناتو له إمبراطورا وبعث إليه بلقب قيصر ونودي به شريكا لسيفيروس بأن تداول السيناتو الأمر لقد حمل ألبينوس هذه الأمور كافة محمل الصدق ولكن بعد أن هزم سفيروس نيغرينوس وقتله وجعل الأمور تستتب في الشرق رجع إلى روما وفي السيناتو اتهم ألبينوس بأنه سعى غدرا إلى اغتياله ومن دون أن يراعي النعم التي أخذها منه وقال إنه مضطر لذلك إلى أن يذهب إليه ويعاقبه على هذا الجحود وحينئذ ذهب لملاقاته وهناك جرده من ولايته وحياته معا وكل من يفحص أعمال سفيروس فحصا مفصلا سيلفاه أسدا مفترسا وثعلبا ماكرا لأقصى حد وسيجده مهوبا جليلا عند الجميع ولا يبغضه الجيش ولن يعجب لقدرته وهو الأمير الحديث العهد على نيل سلطان كبير ما دام ذكره العظيم حماه على الدوام من المقت الذي يمكن أن يولده جشعه في نفوس الشعب ولكن ولده أنتونينوس كان رجلا صاحب قدرة فائقة وخصال جعلته جديرا بإعجاب الشعب ومحبوبا كذلك من الجند لأنه كان رجل حرب وأهلا لأن يتحمل أشد الصعاب ينظر شزرا إلى تناول ما لذ وطاب من الطعام ويستنكف من كل ترف آخر وجميع هذه الخصال جعلت الجيوش كافة تحبه وعلى أي حال فإن وحشيته وقسوته كانتا عظيمتين جدا ولم يسمع بمثلهما أحد لأنه قد تسبب في قتل عدد كبير من أهل ألساندريه وأهل روما بعد أن أعدم كثيرا من الأفراد فأصبح الناس كافة يمقتونه ويخشاه أولئك الذين كانوا حوله حتى قتله قائد لفرقة من فرق المئة وسط جيشه ومن هنا يجب أن يلاحظ أن هذا النوع من الموت الذي ينتج عن فعل متعمد لرجل وطد العزم عليه لا يمكن أن يتقي الأمراء شره لأن كل من لا يخشى الموت لا يمكن أن يقدم على هذا الأمر ولكن الأمير في غنى عن الخوف الشديد منه لأن أمثال هؤلاء الرجال نادرون لأبعد حد وليس عليه سوى أن يحذر من أن يأتي أي إساءة جسيمة في حق إنسان يستخدمها ضده أو في حق الذين هم حوله في خدمته كما فعل أنتونينوس الذي قتل أخاً لقائد تلك الفرقة بوقاحة وكان يهدده كل يوم مع أنه كان لا يزال يحتفظ به في حرسة ولقد كان في عمله هذا بلاها وخطورة كما أثبت الواقع ولكن لننتقل إلى كومودوس الذي كان في مقدوره أن يحتفظ بالإمبراطورية في يسرى فقد كان واريثاً لها لأنه ابن ماركوس لقد كان من الممكن أن يكتفي باقتفاء أثر أبيه حتى يرضي الشعب والجنود معاً ولكن وقد كانت ميوله صارمة وحشية عمل على مجاملة الجنود وفوضاهم حتى يستطيع أن يمارس جشعه مع الشعب ومن ناحية أخرى أصبح حقيراً في نظر الجنود جراء عدم محافظته على كرامته وذلك بنزوله في كثير من الأحيان إلى الساحة لينازل المصارعين ولأعمال شائنة أخرى قام بها لا تليق بالكرامة الإمبراطورية ولما كان بغيطاً من ناحية ومحتقراً من ناحية أخرى تآمروا عليه وقتل وتبقى خصال مكسيمينوس لتصويرها لقد كان رجل حرب لأقصى حد ولما كانت الجيوش قد ضاقت ذرعاً بتخنث الإسكندر التي تحدثنا عنها منذ مدة وجيزة فقد انتخب بعد موته إمبراطوراً ولم ينعم بذلك طويلاً لأن أمرين جعلاه بغيظاً وحقيراً الأول أصله الوضيع فقد كان راعياً في تراكيا وكان هذا معروفاً للناس كفةً وسبباً لازدرائه في جميع النواحي والآخر أنه أجل عند بدء عهده الذهاب إلى روما لكي يتبوأ العرش الإمبراطوري واشتهر بالصرامة الشديدة وقد اقترف أعمالاً قاسية عديدة بوساطة نواب حكامه في روما وفي أنحاء الإمبراطورية الأخرى ولذلك فإن الاستياء من وضاعة أصله والمقتى خوفاً من وحشيته دفع الكافة إلى الحنق عليه فتآمرت عليه إفريقيا أولاً ثم السيناتو وجميع شعب روما وإيطاليا فيما بعد وإلى هؤلاء انضم كذلك جنوده الذين غضبوا لقسوته حين كانوا يحاصرون أخيلية وألفوا حصارها أمراً عصيراً وحين رأوا أن له أعداء كثيرين جداً لم يخشوه إلا قليلاً وقتلوه ولن أطرق الحديث عن هليوغا بلوس وماكرينوس وجوليانوس الذين بطش بهم بغتة وقد كانوا حقراء تماماً ولكن سوف أختم هذا المقال بأن أقول إن أمراء عصرنا يلقون في ولاياتهم صعوبة أقل بكثير من هؤلاء من حيث اضطرارهم في حكمهم إلى إرضاء جنودهم لدرجة خارقة لأنه على الرغم من أنه يجب عليهم أن ينظر إليهم بعين الاعتبار الخاص فإنه سرعان ما تسوى أي صعوبة لأنه ليس بين هؤلاء الأمراء من يملك جيوشاً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإدارة الحكم وحكم مقاطعاتهم كما كانت جيوش الأمبراطورية الرومانية فإذا كان من الضروري حين ذاك أن يكون إرضاء الجنود أمراً أحرى بهم من إرضاء الشعب فما كان السبب سوى أن الجنود كانوا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من الشعب والآن فيما خال الأتراك ومماليك مصر إرضاء الشعب أكثر من الجنود ألزم للأمراء كافة لأن الشعب يستطيع أن يفعل أكثر من الجنود وأستثني سلطان الأتراك لأنه يحتفظ حوله دائماً بإثني عشر ألفاً من المشاة وخمسة عشر ألفاً من الفرسان وعلى هؤلاء تتوقف سلامة المملكة وقوتها وكان من الضروري له أن يؤجل أي اعتبار آخر حتى يحتفظ بهؤلاء أصدقاء له وكذلك كانت الحال بالنسبة إلى مملكة المماليك فلما كانت بأسرها في أيدي الجنود فالسلطان ملزم بأن يحتفظ بصداقتهم بغض النظر عن الشعب وعلينا أن نلاحظ أن ولاية السلطان هذه تختلف عن ولايات الأمراء الآخرين فهي تشبه ولاية الباب المسيحية التي لا يمكن أن نسميها مملكة وراثية أو مملكة حديثة العاد لأن أبناء الأمير الراحل ليس ورثته ولكن خليفته في الحكم هو من يقع عليه اختيار أصحاب النفوذ فيها ولما كان هذا النظام قديما فلا يمكن أن نسميه مملكة حديثة العهد لأنه خلو من الصعاب التي توجد في الإمارات الجديدة وعلى الرغم من أن الأمير جديد فإن قواعد هذه الولاية قديمة ومنظمة حتى إنها تتلقاه كما لو كان هو سيدها الوراثي ولكن حين نرجع إلى موضوعنا أقول إن كل من يدرس الحجة السابقة يرى أن أسباب سقوط الأباطر الذين ذكرناهم كانت إما الكراهية وإما الإزدراء ويلاحظ كذلك كيف حدث أن بعض منهم سار على نهج وسار الآخرون على نهج غيره وفي كلا المنهجين وفق بعض ولم يوفق الآخرون لقد كانت محاولة بيرتناكس والإسكندر تقليد ماركوس محاولة بلا فائدة وضرة لأنهما معا أميران حديثا العهد وكان ماركوس أميرا وراثيا وكانت الحال كذلك بالنسبة إلى كاراكلا وكومودوس وماكسيمينوس فقد كان تقليدهم سيفيروس مضرا لهم ما داموا لا يملكون القدرة الكافية لأن يقتفوا آثاره وعلى ذلك لا يستطيع أمير حديث العهد أن يقلد أعمال ماركوس في ولايته كما أن محاكاته لأعمال سفيروس غير ضرورية له ولكن عليه أن يأخذ عن سفيروس تلك الأمور الضرورية لتأسيس ولايته وعن ماركوس ما يفيده ويمجده ليحفظ ولاية قد تم قيامها وسلمت الفصل العشرون فيما إذا كانت القلاع والأمور الأخرى التي غالبا ما يلوذ بها الأمراء مفيدة أو ضارة لقد ذهب بعض الأمراء من أجل سلامة حكم ممتلكاتهم إلى نزع السلاح من مواطنيهم وحافظ غيرهم على البلاد التابعة له مقسمة إلى أجزاء ومنهم من أثاروا العدوات فيما بينها ومنهم من سعى إلى أن يكسب في جانبه أولئك الذين ارتابوا في أمرهم عند بدء حكمهم وفئة شيدت القلاعة وأخرى دكتها وهدمتها ومع أن المرأة لا يستطيع أن يقضي بكم محدد بصدد هذه الأمور من دون أن يدخل في تفاصيل الولاية التي سيطبق عليها مثل هذا الحكم إلا أنني سوف أتحدث عنها بهذه الطريقة العامة كما يتيح الموضوع لم يعرف قط أمير جديد نزع السلاح من رعاياه بل على العكس كان يسلحهم دائما حين يجدهم عزلا لأنك حين تسلحهم تصبح هذه الأسلحة لك خاصة ويخلص لك أولئك الذين ارتبت في أمرهم ويظل من كانوا مخلصين كما هم ويصبح من كانوا مجرد رعايا لك أنصارا ولما كان تسلح الرعية بأسرها غير ممكن فإنك حين تمنح مزايا حمل السلاح لبعض منها تستطيع أن تعامل سواهم معاملة أسلم ومن شأن هذا الاختلاف في المعاملة الذي يعرفونه أن يجعل رجالك أكثر عرفانا بجميلك أما سواهم فسوف يعذرونك عندما يذهبون إلى أن أولئك الذين عليهم واجبات أهم وعندهم أخطار أكبر هم الذين يقدرون بالضرورة تقديرا أعظم ولكن حين تنزع السلاح منهم فإنك تأخذ في الإساءة إليهم وتبدو أنك لا تثق بهم إما لأنهم جبناء وإما لعوز في الثقة بهم وكل هذين الرأيين يولد كراهيتك في نفوسهم ولما كنت لا تستطيع أن تبقى أعزل فإنك مضطر إلى أن تلجأ إلى الجندية المأجورة التي سبق أن قررنا قيمتها وحتى لو فرضنا أنها صالحة فلا يمكن أن تكفي عدداً لأن تدافع عنك ضد الأعداء الأقوياء وضد رعاياك المشكوك فيهم ولذلك فإن رعايا الأمير الجديد في ملك جديد يكونون دائماً مسلحين عند الاستيلاء عليه كما قلت والتاريخ حافل بأمثلة لذلك ولكن حين يكسب أمير ولاية جديدة يلحقها بولايته القديمة فمن الضروري حينئذ أن ينزع السلاح من تلك الولاية فيما عدا أولئك الذين وقفوا بجانبه عند الاستيلاء عليها وحتى هؤلاء يجب على الأمير حين تلوح الفرصة وفي الزمن المناسب أن يجعلهم ضعفاء متخنثين وأن يهيئ الأمور حتى تكون جميع أسلحة الولاية الجديدة في أيدي جنوده الذين يعيشون بالقرب منه في ولايته القديمة إن أجدادنا وأولئك الذين اعتبروا حكماء أعتادوا أن يقولوا لزمت الكتل السياسية وسيلة للسيطرة على بيستويا والقلاع وسيلة للسيطرة على بيزا ومن أجل هذا الغرض أثاروا الخلافات في بعض المدن التابعة لهم حتى يستطيعوا ملكها بيسرى إن هذا الأمر كان عملا صالحا بلا ريب في تلك الأيام حينما كان في إيطاليا توازن للقوى ولكن يبدو لي أنه ليس بفكرة صالحة للوقت الحاضر لأني لا أعتقد أن الأحزاب التي توجد بهذه الصورة تأتي بأي فائدة بل على العكس فمن المؤكد أن تضيع في الحال هذه المدن المنقسمة بهذه الكيفية عندما يدن العدو لأن الكتلة الحزبية الضعيفة تنضم دائما إلى جانب العدو وغيرها لن يستطيع البقاء وأعتقد أن البنادقة تدفعهم هذه الدوافع التي ذكرت أثار الفرقة في المدن الخاضعة لهم بين كتلتي الجولفيين والجبلينيين ومع أنهم لم يتيحوا لهم أن يصلوا إلى حد إراقة الدماء إلا أنهم شجعوا هذه الخلافات حتى إن أبناء هذه المدن حين ينشغلون بخصوماتهم الخاصة لا يعملون ضد البنادقة وعلى كل حال فإنهم لم يجنوا أي فائدة من وراء ذلك كما شاهدنا عندما قامت فئة من أولئك المواطنين بغتة واستبسلت واستولت على الولاية وذلك بعد الهزيمة في فيلا ومثل هذه الطرائق فضلاً عن ذلك تدعو إلى الظن بقوة الأمير لأن هذه الفرقة لن تتاح أبداً في حكم قوي هي مفيدة فقط في زمن السلم لأنه يسهل على الأمير بهذه الوسيلة أن يحكم رعيته ولكن حين تأتي الحرب تتضح مغالطة مثل هذه السياسة في الحال ولا ريب في أن الأمراء الذين يتغلبون على الصعاب والمعارضة يصبحون عظماء ولذا فإن الحظ وبخاصة إذا أراد أن يجعل أميراً جديداً عظيماً وهو في أمس الحاجة إلى نيل الشهرة من أمير وراثي يثير الأعداء فيضطر الأمير إلى أن يشن حروباً ضدهم حتى يكون لديه سبب للتغلب عليهم وبذلك يصعد إلى أعلى بوساطة ذلك السلم الذي قد جلبه أعداؤه له إن هناك كثيرين يظنون لهذا السبب أن الأمير العاقل ينبغي له حين تواتيه الفرصة أن يثير العداوة بدهاء حتى يزيد بقمعها من عظمة نفسه إن الأمراء وبخاصة المحدثون منهم قد وجدوا في أولئك الرجال الذين نظروا إليهم بعين الارتياب في أول عهدهم بالسلطان إخلاصاً أكثر وفائدة أكبر مما وجدوا في أولئك الذين كانوا موضع ثقتهم بادئ الأمر إن باندولفو بيتروتشي أمير سيينة قد حكم ولايته بمن ارتاب فيهم أكثر مما حكمها بغيرهم ولكن لا نستطيع أن نطنب في الحديث في هذا حيث إنه استطراد في الموضوع ولن أقول سوى أنه لو كان هؤلاء الرجال الذين كانوا أعداء عند قيام حكم جديد من النوع الذي يحتاج إلى سند للمحافظة على مركزه فإن الأمير يتسنى له أن يكسب جانبهم بسهولة جداً وهم أشدوا طراراً من غيرهم إلى أن يخدموه بإخلاص لأنهم يعلمون أن من واجبهم أن يبطلوا بأعمالهم الرأي السيئة للأمير فيهم والذي سبق أن كونه عنهم وهكذا سوف يستخلص الأمير منهم دائماً مساعدة أعظم من التي تعود عليه من أولئك الذين يهملون مصالحه وهم يخدمونه لأنهم أكثر اطمئناناً إليه من غيرهم ولكني لن أغفل عن ذكر الأمير الذي أخذ ولاية جديدة بفضل معونة سرية تلقاها من سكانها ما دام الموضوع يتطلب ذلك وأقول عليه أن ينظر جيداً بعين الاعتبار إلى الدوافع التي ساقت أولئك الذين آثروه بذلك فإذا لم تكن هي الحب الطبيعي له بل كانت فقط تبرمهم من الولاية كما كانت فإنه سيجد عناء عظيماً وصعوبة كبيرة لكي يحتفظ بصداقتهم لأن إرضاءه لهم من المستحيل وحين نفحص علة ذلك في الأمثلة التي نستخلصها من الأزمنة الحديثة والقديمة نرى أن نكسب صداقة أولئك الذين كانوا راضين عن الوضع القديم ومن هنا كانوا أعداء لنا عند بدء العهد الجديد أسهل بكثيراً من كسب صداقة أولئك الذين أصبحوا أصدقاء للأمير وساعدوه على احتلالها لأنهم كانوا صاخطين على العهد القديم لقد كان من عادة الأمراء لكي يستطيعوا الصيدرة على ولايتهم في سلام أن يقيموا القلاعة حتى تكون بمثابة حكمة وشكيمة لأولئك الذين يبيتون لهم شراً ولتكون لهم ملجأاً أميناً ضد الهجوم المباغت أني أوافق على هذه الطريقة لأنها استخدمت قديماً ومع ذلك فقد رأينا نيكولو فيتيلي يهدم في عصرنا قلعتين في شيتا دي كاستيلو لكي يحتفظ بهذه الولاية وجيدو بلدو دوغ أوربينو يدك الحصون كافة في ممتلكاته التي كان قيصر بورجا قد طرده منها وذلك حين رجع إليها ورأى أن ضياع ولايته مرة أخرى أصعب من دونها منه بها وعند العودة إلى بولونيا اتخذ آل بنت فولي مثل هذه الإجراءات ولذلك فإن فائدة القلاع تتوقف على العصور التي توجد فيها فهي إن صلحت من ناحية أضرت من ناحية أخرى وعلى ذلك يمكن مناقشة المشكلة بهذه الصورة ينبغي للأمير الذي يخاف شعبه أكثر مما يخاف الأجانب أن يشيد القلاع ولكن على من يخشى الأجانب أكثر مما يخشى الشعب أن يعمل من دونها إن قلعة ميلانو التي بنها فرانشيسكو سفورتسا قد قدمت وسوف تقدم لبيت سفورتسا متاعب دونها أي طراب آخر في تلك الولاية ولذلك فإن خير الحصون جميعا هو ما يؤسس على حب الشعب للأمير فعلى الرغم من أنك قد تملك القلاع فإنها لن تنقذك إذا كان الشعب يبغطك فعندها يشهر السلاح عليك ولن تكون ثم تحاج له إلى الأجانب ليساعدوه إننا لا نرى في أيامنا أن القلاع أثادت أي حاكم سوى كونتيسة فورلي حين قتل زوجها الكونت جيرو لامو إنها استطاعت بفضل قلعتها أن تفر من قومة الشعب وأن تنتظر المعونة من ميلانو وأن تستعيد الولاية لقد كانت الظروف حين ذاك على حالة لا تمكن أجنبيا من أن يمد إلى الشعب يد المساعدة ولكن الكونتيسة لم تجني منها فيما بعد فائدة كبيرة حين هاجمها قيصر بورجا وكان الشعب يعاديها وتحالف مع الأجنبي لقد كان الأسلم للكونتيسة من ملك القلاع ألا تكون موضع كراهية الشعب ولهذا السبب فإني أثني على من يقيم القلاع كما أثني على من لا يقيمها وألوم أي إنسان يستوثق من القلاع ولا يهتم كثيرا بكراهية الشعب له الفصل الحادي والعشرون كيف ينبغي لأمير أن يسلك لينال الشهرة لا شيء أدعى إلى احترام أميراً احتراماً جد كبير مثل الأعمال العظيمة والخارقة عامة ولدينا مثال لذلك في عصرنا هو فيردناند ملك أراجون وملك إسبانيا الحالي ويمكن أن نطلق عليه أميراً حديث العهد لأنه أصبح أول ملك في العالم المسيحي بعد أن كان ملكاً ضعيفاً وذلك لما أصاب من شهرة ومجد وإذا نظرت إلى أعماله فسوف تجدها جميعاً عظيمة جداً وتلقى بعضها خارقاً للعادة لقد هجم على غرناطة في أول عهده وكانت تلك الحملة دعامة مجده وقام بذلك أولاً وهو خال البال ومن دون أن يخشى تدخلاً من أحد وجعل عقول البارونات في كاستيل تنشغل بهذه الحملة حتى إنها حين كانوا يفكرون فيها لم يدر بخلدهم تجديد الأوضاع السياسية وهكذا نال شهرة وسلطاناً عليهم من دون أن ينتبهوا إلى ذلك لقد استطاع بمال الكنيسة والشعب أن يصون جيوشه وبتلك الحرب الطويلة أن يضع أسس قوته العسكرية التي جعلته مشهوراً فيما بعد وبالإضافة إلى ذلك لجأ إلى الضراوة الدينية حتى يستطيع أن يقوم بحملات أعظم من الحملة السابقة وطرد المغاربة من مملكته واجتثهم منها وذلك تحت ستار الدين دائماً وهو في الحقيقة مثل سياسي فذ ووراء الستار نفسه أيضاً هاجم إفريقيا وقام بحملته في إيطاليا وهجم على فرنسا فيما بعد حتى إنه كان يبتكر باستمرار عظائم الأمور التي جعلت رعاياه لا يقر لهم قرار وفي حيرة من أمره ومشغولين بملاحظة النتائج لقد كانت هذه الأعمال ينبثق الواحد منها من الآخر فلم تدع قط فرصة للناس لكي يقر قرارهم ويعملوا ضده ومما يفيد الأمير فائدة جلا أن يضرب بعض الأمثلة البارزة لعظمته في الإدارة الداخلية كتلك التي تنسب إلى برنابو الميلاني ففي الحياة المدنية يجب على الأمير أن يجد تلك الوسيلة للثواب أو العقاب التي يكثر الحديث عنها وذلك حين يقوم فرد ما بعمل خارق سواء أكان خيرا أم شرا وعليه أن يسعى في كل عمل أولا وقبل كل شيء إلى أن يقصب لنفسه الاشتهار بالعظمة والامتياز ويجل الأمير إجلالا أكبر حين يكون صديقا صنوقا أو عدوا لدودا أي حينما يعلن من دون تحفظ تأييده لفرد من الأفراد أو عداءه له إن هذه السياسة دائما أكثر نفعا من أن يظل على الحياد لأنه إذا أخذت في القتال دولتان متجاورتان فهما إما دولتان يخشى انتصار المنتصر منهما وإما غير ذلك وفي أي من هاتين الحالتين يحسن بك أن تفصح عن موقفك وتعلن الحرب وفي أي من هاتين الحالتين يحسن بك أن تفصح عن موقفك وتعلن الحرب لأنه إذا لم تفصح عن موقفك في الحالة الأولى فسوف تقع فريسة للمنتصر منهما وذلك يطيب للدولة التي غلبت ويرضيها ولن يكون عندك سبب لموقفك أو لديك ما تدافع به عن نفسك ولن يلقاك أحد لأن كل منتصر لن يبغي أصدقاء يرتاب فيهم ولم يمد إليه يد المساعدة وقت الشدة وكل مغلوب لن يلقاك لأنك لم تشهر السلاح وتخاطر بنفسك في قضيته لقد أرسل الإيتوليون انتيوكس إلى بلاد الإغريق لطرد الرومانيين منها وأرسلوا الخطباء إلى الآخين الذين كانوا أصدقاء الرومانيين ليشجعوهم على أن يظلوا على الحياد ومن ناحية أخرى استمالهم الرومانيون إلى أن يحملوا السلاح بجانبهم وعرض الأمر على مجلس الأخيين للتداول فيه حيث سعى سفير أنتيوكس إلى أن يستميلهم إلى البقاء على الحياد ورد السفير الروماني على ذلك قائلا أما ما يقال إنه خير الأمور لدولتكم وأكثرها فائدة لها فلا شيء أبعد منه عن الحقيقة لأنكم إذا لم تتدخلوا في الحرب فستصبحون فريسة للمنتصر فيها ولا فضل لكم أي فضل ودون أن تنالوا أي ذكر وما يحدث دوما هو أن يبغي منك أن تظل على الحياد من لا يكون صديقا لك أو حليفا ويطلب منك من يكون صديقك أن تفصح عن موقفك بأن تشهر السلاح ويسلك عادة ضعاف العزيمة من الأمراء طريق الحياد لكي يتحاش الأخطار القائمة وغالبا ما يدمرهم هذا النهج ولكن حين يعرب الأمير بصراحة عن موقفه ويؤيد أحد الطرفين فإنه إذا انتصر من انضممت إليه حتى لو كان قويا وبقيت تحت مشيئته فإنه يدين لك بالمعروف وتكون صداقة بينكما قد قامت ولا يصل عدم الأمانة بالرجال أبدا إلى حد أن يبطش بك أنت من أحسنت إليهم وفضلا عن ذلك فإن النصر يندر أن يتم بصورة تجعل المنتصر في حالة ينقض فيها جميع نواميس الخير وبخاصة بالنسبة إلى العدالة ولكن إذا هزم حليفك فإنك تلوذ به وسوف يساعدك طالما يقدر على ذلك وتصبحان رفيقين في طالع واحد قد يصعد من جديد وفي الحالة الثانية حينما يكون هذا المتحاربان ممن لا تخشى أنت المنتصر منهما من أي ناحية فما يزال الأحكم بالنسبة إليك أن تنضم إلى واحد منهما لأنك تسير إلى هلاك أحدهما بمساعدة من كان ينبغي له أن ينقذه لو كان عاقلا فإذا انتصر فإنه يظل تحت مشيئتك ومن المستحيل أن لا ينتصر بمساعدتك وهنا ينبغي لنا أن نلاحظ أن واجب الأمير أن يحذر دائما أن يتحالف مع من هو أقوى منه لكي يعتدي على غيره إلا إذا حملته الضرورة على ذلك كما سبق القول لأنه إذا ظفر بالنصر فيظل تحت سلطانه وواجب الأمراء أن يتحاشوا ما وسعهم الأمر أن يكونوا تحت مشيئة غيرهم وإرادته لقد اتحد البنادقة مع فرنسا ضد دوق ميلانو مع أنه كان في المستطاع أن يتجنبوا ذلك التحالف الذي أفضى إلى دمارهم ولكن عندما لا يستطيع الأمير مجانبة ذلك كما حدث في حالة الفلورنسيين حين ذهب البابا وإسبانيا بجيوشهما للهجوم على لمبارديا فينبغي للأمير حينئذ أن يتحالف للأسباب التي سبق ذكرها ولا تدع حكومة تعتقد أنها تستطيع على الدوام أن تسير على سياسة سليمة واحدة فالأولى بنا أن ندعها تعتقد أن جميع السياسات مشكوك فيها ونجد هذا الأمر في طبيعة الأشياء فإن الإنسان لا يحاول أبدا أن يتجنب صعوبة من دون أن يرتطم بغيرها ولكن الحكمة في أن تكون قادرا على معرفة طبيعة الصعاب وتعتبر الصالح منها أقل ضررا وعلى الأمير أيضا أن يكرم المواهب وأن يؤثر القادرين ويحمي من يبرزون في كل فن وفضلا عن ذلك فواجبه أن يستنهض مواطنيه على ممارسة أعمالهم مطمئني البال سواء في التجارة أو في الزراعة أو في أي صنعة أخرى يعمل الناس بها حتى لا يحجم هذا عن تحسين ما بين يديه خوفا من أن يؤخذ منه أو يخشى ذاك الشروع في صنعة خوفا من الضرائب ولكن ينبغي أن يكافأ كل من يقوم بهذا الأمر وكل من يسعى بأي طريقة إلى تحسين حال مدينته أو ولايته وبالإضافة إلى ذلك ينبغي له أن يلهي الشعب بالمهرجانات والمعارض في مواسم السنة المناسبة ولما كانت كل مدينة تنقسم إما إلى نقابات طائفية وإما إلى قبائل فينبغي له أن لا يغض النظر عن هذه الجماعات كافة ويختلط بها من وقت لآخر ويجعل لهم من نفسه مثلا للإنسانية والكرم العظيم ومن دون أن ينزل أبدا ومهما كان الأمر عن مستوى جلال كرامته وهذا ما يجب أن لا يجيزه أبدا في أي أمر من الأمور الفصل الثاني والعشرون في أمناء الأمراء إن اختيار أمناء أمير ليس بأمر قليل الأهمية فالأمناء إما صالحون وإما غير صالحين تبعا لحجى الأمير ويحصل المرء على أول انطباع عن حاكم وعقله حين يرى الرجال الذين حوله فعندما يكونون قادرين ومخلصين يمكنه دائما أن يعتبر الأمير عقلا لأنه استطاع أن يتعرف ما قدرت أمناءه وأن يحتفظ بهم مخلصين ولكن عندما يكونون على العكس من ذلك يستطيع المرء دائما أن يكون عن الأمير رأيا غير مقبول لأن أول خطأ له يكون في هذا الاختيار وما من إنسان عرف أنتونيو دافينافرو وزيرا لباندولوفتر ويتشي أمير سينا إلا واعتبر باندولوفو رجلا جد حكيم لأن أنتونيو أمينه وللرجال ثلاثة عقول مختلفة الأول يفهم الأمور من دون معونة سواه والثاني يفهمها حين يبينها غيره له والثالث لا يفهمها بمفرده ولا بشرح سواه إن النوع الأول أكثر الثلاثة امتيازا والثاني ممتاز أيضا ولكن الثالثة عديم الفائدة ونذا يتضح أنه إذا لم يكن باندولوفو من النوع الأول فهو على أي حال من النوع الثاني لأن للأمير دائما أن يحكم على معرفة الخير والشر الذين يفعلهما إنسان أو ينطق بهما حتى لو لم يكن الأمير صاحب أصالة عقلية بيد أنه يستطيع أن يعرف أعمال أمينه السيئة والصالحة ويصحح الأولى ويشجع على الأخرى ولما كان الأمين لا يستطيع أن يأمل في خداع الأمير فهو لذلك يظل صالحا ولكي يتسنى للأمير أن يعرف وزيرا فثمة هذه الطريقة التي لا تخفق أبدا عندما ترى الوزير يفكر في نفسه أكثر مما يفكر فيك ويبحث عن مصلحته الخاصة في جميع أعماله فلن يكون مثل هذا الرجل وزيرا صالحا ولا يمكنك الاعتماد عليه لأن واجب من في يده مقاليد أمور ولاية غيره أن لا يفكر في نفسه أبدا بل عليه أن يفكر في الأمير بمفردة وأن لا يعبأ بأي شيء سوى ما يخص الأمير ومن ناحية أخرى ينبغي للأمير لكي يصون وفاء أمينه أن يفكر فيه ويكرمه ويثريه ويعطف عليه ويمنحه رتب الشرف ويوليه الأعمال ذات المسئولية حتى يجعله الشرف والثراء العظيمان الذان قد منح له لا يرغب في غيرهما وتجعله السلطات العامة التي يتولاها يخشى التغيرات السياسية ويستطيع الأمراء وأمناؤهم أن يعولوا بعضهم على بعض حين تظل بينهم هذه العلاقة وعندما تكون غير ذلك فالنتيجة ضارة دائما لأي منهما سواء هذا أو ذاك الفصل الثالث والعشرون كيف يجب الفرار من المتملقين ويجب أن لا أغفل عن موضوع مهم وأن أذكر خطأ الأمراء الذي لا يستطيعون مجانبته بغير صعوبة إلا إذا كانوا على درجة كبيرة من الحكمة أو لم يسيءوا الاختيار وهذا الموضوع هو ما يتعلق بالمتملقين الذين يحفل بهم كل بلاط لأن الناس يبتهجون لأمورهم الخاصة ويخدعون بها أنفسهم حتى إنهم لا يستطيعون أن يتقوا شر هذا الطاعون إلا بصعوبة وحين يرغبون في اتقائه يخاطرون باحترامهم ويصبحون أزرياء لأنه لا توجد طريقة أخرى ليقي المرء نفسه شر التملق سوى أن يذر الناس يفهمون أن قولهم الحقيقة لن يؤذيه ولكنك تفقد احترامهم لك حينما يستطيع كل إنسان أن يخبرك بها ولذا يجب على الأمير الحكيم أن ينهج على طريقة ثالثة وهي أن يختار لنصحه رجالاً حكماء ويعطي لهؤلاء بمفردهم الحرية التامة لكي يذكروا له الحقيقة فيما يتصل بتلك الأمور التي يسأل عنها فقط ولا شيء سواها ولكن عليه أن يسألهم عن كل شيء ويسمع لرأيهم ثم يتداول الأمر مع نفسه على طريقته الخاصة ويوافق هذه المجالس مجتمعة وكلاً من هؤلاء الرجال على انفراد حتى يستطيع كل منهم أن يرى أنه كل ما كان حراً في الرأي كان أكثر قبولاً عند الأمير وينبغي له أن لا يستمع إلى غير هؤلاء وأن يأخذ في العمل بأنات وتفكير وأن يكون في قراراته حازماً وكل من يفعل غير ذلك فإما أن التملق يفضي به إلى أن يعمل في عجلة وإما أنه لا يقر له قرار أبداً لتباين الآراء والنتيجة أن يفقده ذلك كل اعتبار وسوف أضرب لذلك مثلاً حديثاً قال القسيس لوكا مندوب ماكس ميليان الإمبراطور الحالي عن جلالته وهو يتحدث عنه إنه لم يستشر أحداً قط إلا أنه لم يفعل بتاتاً أي شيء كما يرغب وهذا يرد إلى اتباعه منهجاً عكس ما سبق ذكره فلما كان الإمبراطور رجلاً كتوماً فهو لم يصرح بنياته لأحد ولم يسمع لأي نصيحة ولكن كان أولئك الذين حوله يعارضونها حين يأخذون في معرفتها عند التنفيذ ويكشف عنها الغطاء فينحرف الإمبراطور في يسر عن غرضه ومن هنا يحدث أن ما يفعله اليوم لا يفعله غداً ولا يدرك إنسان أبداً ما يريد أن يفعله ولا ما يقصده ولا يركن أحد إلى قراراته ولذلك ينبغي للأمير أن يستشير دائماً ولكن عندما يريد هو فقط لا عندما يريد غيره كما ينبغي له على العكس من ذلك أن يثبت تماماً عزم من يحاول أن يقدم إليه المشورة إلا إذا طلب هو ذلك وينبغي له أن يكون سائلاً عظيماً ومستمعاً متأنياً لحقيقة تلك الأمور التي قد سئل عنها وأن يغضب بالفعل حين يجد أن إنساناً أحجم لأمر ما عن ذكر الحقيقة بكلها وكليلها وهو يخبره بها إن بعض الناس مخدوع من غير شك حين يظن أن الأمير الذي يشتهر بالحكمة لا يعتبر حكيماً لطبيعته هو ولكن ذلك يرجع إلى المستشارين حوله لأن القاعدة الصادقة هي أنه لا يمكن نصح أميراً هو نفسه غير حكيم إلا إذا اتفق أن تخلى عن نفسه تماماً بين يدي رجل يسيطر عليه في الأمور كافة وحدث أن كان هذا رجلاً جد حكيم وفي هذه الحالة فلا شك في أن يحكمه حكماً صالحاً ولكن هذا لا يطول أمده لأن هذا الحاكم سيجرده من الولاية ولكن إذا أخذ المشورة من عدد كبير فلن يستطيع التوفيق بين آرائهم المتبينة ما دام غير حكيم وسوف يفكرون جميعاً في مصالحهم الخاصة وسيعجز هو عن تقويمهم أو فهمهم ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك لأن الناس سوف يغشونك دائماً إلا إذا أرغمتهم الضرورة على أن يصدقوك ولهذا يجب أن تكون النتيجة هي الواجب أن تعز النصائح الحكيمة لأي ناصح كان إلى حكمة الأمير لا أن ترد حكمة الأمير إلى النصائح الصالحة التي يتلقاها الفصل الرابع والعشرون لماذا أضاع أمراء إيطاليا ولايتهم؟ ولو روعيت الأمور التي سبق ذكرها مراعاة حكيمة فإنها تجعل الأمير الجديد يبدو كأنه قديم في الحكم كما يصبح في الحال أكثر سلامة وثبات في الولاية مما لو كان قد قام فيها منذ زمن بعيد لأن الأبصار تتطلع إلى أعمال الأمير الجديد أكثر من تطلعها إلى أعمال الأمير الوراثي وحين تعتبر هذه أعمال قدرة يكثر أنصاره ويرتبطون به ارتباطا أوثق مما لو كان حاكما قديما لأن الأمور الحاضرة تجذب انتباه الناس أكثر من الأمور الماضية وحين يجدون حالتهم الراهن طيبة ينعمون بها ولا يبحثون عن سواها وعلى العكس من ذلك سوف يبذنون ما في وسعهم للدفاع عن الأمير طالما لا يظهر نقصا في أمور أخرى وهكذا ينال مجدا مضاعفا مجد إرساء أسس عهد جديد ومجد تحسينه بالقوانين الصالحة والأسلحة الصالحة والأصدقاء الصالحين والمثل الصالحة كما أن من يولد أميرا ويفقد عرشه بسبب افتقاره إلى الحكمة يكون عاره عارين وإذا نظر المرء بعين الاعتبار إلى أولئك الحكام الذين فقدوا ولاياتهم في إيطاليا في أيامنا مثل ملك نابولي ودوق ميلانو وغيرهما فسوف يجد أولا نقصا عاما في أسلحتهم للأسباب التي ناقشناها بالتفصيل ويلاحظ حينئذ أن بعضهم إما أن شعبه يعاديه وإما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنهم لم يستطيعوا أن يستوثقوا من النبلاء لأنه من دون هذه النقائص لا تضيع الولايات التي لها قوة كافية تمكنها من أن تحتفظ بجيش في الميدان إن فيليب المقدوني لا فيليب أبو الإسكندر الأكبر بل الذي هزمه تيتوس كونتيوس لم تكن له دولة عظيمة تقارن بعظمة روما وبلاد الإغريق التي شنت عليه هجوما عنيفا ولكن وقد كان رجل حرب وإنسانا يعرف كيف يحظى بنصرة الشعب وكيف يأمن جانب علية القوم استطاع أن يستمر في الحرب ضد أعدائه سنين طويلة وإذا كان قد فقد سلطانه على بعض المدن في نهاية الأمر فإنه ظل قادرا على الاحتفاظ بمملكته ولذلك يجب على من سيطروا من أمرائنا على ممتلكاتهم سنين طويلة أن لا يتهموا الحظ ولكن الأحرى بهم أن يتهموا إهمالهم لأنهم في الأوقات الهادئة لم يحسبوا قط حسابا لتقلب الأمور شأن نقيصة البشر عامة أن لا يحسبوا حساب العواصف في الطقس المعتدل وحين قلب الدهر لهم ظهر المجن لم يفكروا إلا في الفرار بدلا من الدفاع عن أنفسهم وكان أملهم أن يستدعيهم الشعب حين يستاء من غطرسة الغزاة إن هذا الإجراء صالح عندما يعوزهم غيره ولكن من أسوأ الأمور جدا أن نهمل الأدواء الأخرى من أجل هذا الإجراء لأنه ما من أحد يرغب في السقوط اعتقادا منه أنه قد يجد من يأخذ بيده هذا الأمر قد يحدث وقد لا يحدث وإذا حدث فلن يقدم إليك الطمأنينة لأنك لم تساعد نفسك بنفسك ولكن قدمت إليك المساعدة كما تقدم إلى جبان إن أساليب الدفاع الوحيد الصالح والأكيد والدائمة هي تلك التي تتوقف عليك أنت بمفردك وعلى قدرتك الخاصة الفصل الخامس والعشرون القدر الذي يلعبه الحظ في الأمور البشرية وكيف يمكن التصدي له إنني أعرف كم من الكتاب يرى وما زال أن الحظ والله يسيطران على حوادث هذا العالم حتى إن البشر لا يستطيعون أن يغيروها وأنه على العكس من ذلك لا علاج لها أيا كان ولذا يحكمون بأن الكد كثيرا فيها غير مفيد ولكن لنذر الصدفة تحكم الأمور ولقد زادت في يومنا درجة تأييد هذا الرأي بسبب ما رأوه وما يزال يرى كل يوم من التغييرات الكبيرة التي وراء كل حدس إنساني وحين أفكر فيها فإني أميل في بعض الأحيان إلى المشاركة في هذا الرأي إلى حد ما ومع ذلك فلكي لا نقضي نهائيا على إرادتنا قضاء مبرما أرى أنه قد يكون من الصواب أن الحظ حكم لنصفه أعمالنا وأنه يتيح لنا أن نحكم النصف الآخر أو ما يقرب منه وأشبه الحظ بنهر قوي التيار سريع الجريان وحين يهيج ويموج يفيض على السهول ويقتلع الأشجار ويهدم الأبنية وينقل الثرى من شاطئ إلى شاطئ ويفر أمامه كل إنسان ويستسلم كل شيء لهياجه من دون أن يقوى على أن يتصدى له ومع ذلك ولو أن هذه طبيعته فإن الناس ما زالوا يستطيعون أن يتخذوا الحيطة منه بالسدود والجسور حين يكون هادئا حتى إذا هاج وماج فإما أن يجري في قناة وإما لا يكون اندفاعه عنيفا جدا وخطرا وهذا أيضا شأن الحظ يظهر قوته حيث لم تتخذ التدابير لمقاومته وينحو بغضبه إلى حيث يدري ألا سدود ولا حواجز قد أقيمت لتعترض سبيله وإذا نظرت إلى إيطاليا التي كانت مسرح هذه التغييرات التي قد قدمت الدافع إليها فإنك تراها بلدا من دون حواجز ولا جسور من أي نوع فلو كانت تحميها تدابير صحيحة مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا لما تسبب هذا الفيضان في تغييراتها الكبيرة ولربما لم تقع بتاتا ويجب أن يكفي هذا لكي نتصدى للحظ عموما ولكن حين أقتصر على حالات خاصة فإني أشير إلى كيف يرى المرء أميرا من الأمراء يواتيه الحظ اليوم وغدا يحطمه من دون أن نشاهد أي تغيير عنده في خلقه أو غيره أعتقد أن هذا يرد أول ما يرد إلى الأسباب التي قد ناقشناها بإطناب منذ وقت قصير وبعبارة أخرى أقول السبب هو أن الأمير الذي يركن إلى الحظ تماما يهلك عندما يتغير الحظ وأعتقد أيضا أن السعيد هو من تتفق حال إجراءاته مع حاجات العصر وبالمثل فإن التعس هو من لا تتفق حال إجراء أعماله معها لأن المرأة يرى الرجال في تلك الأمور التي تقودهم إلى الغرض الذي يتطلع كل منهم إليه أي العظم والثراء يجرون على طرائق متباينة هذا يصل بالحذر وذاك يصل بالتسرع واحد يصل بالعنف والآخر يصل بالمكر إنسان يصل بالصبر وسواه يصل بعكس ذلك وبهذه المناهج المختلفة تمام الأختلاف يمكن أن يصل كل منهم إلى هدفه ويرى الإنسان أيضا رجلين حذرين ينجح أحدهما في نير ما يريد ويفشل الآخر وكذلك ينجح على حد سواء رجلان لكل منهما منهج يغير منهج الآخر فأحدهما حذر والآخر مندفع والسر في ذلك ليس سوى طبيعة العصر التي تتفق مع نهج إجراءاتهم أو لا تتفق معها ونتيجة ذلك كما قلت أن رجلين يعملان بطريقتين مختلفتين يصلان إلى النتيجة نفسها ورجلين آخرين يعملان بطريقة واحدة يصل أحدهما إلى هدفه ولا يبلغه الآخر وعلى هذا الأمر تتوقف أيضا التغيرات في الفلاح لأنه إذا حدث أن كان الزمن والظروف ملائمين لمن يعمل بحذر فإنه ينجح ولكن إذا تغير الزمن والظروف فإنه يهلك لأنه لم يغير من حال إجرائه للأمور لم يوجد حكيم لدرجة استطاع معها أن يكيف نفسه مع هذا الأمر إما لأنه لا يمكنه أن ينحرف عما تعده به طبيعته وإما لأنه كان ينجح دائما وهو يسلك مسلكا واحدا فلا يستطيع أن يقنع نفسه بأن من الصالح له أن يترك هذا الطريق ولذا فإن الرجل الحذر حين يكون الزمن مناسبا للعمل المباغت لا يعرف كيف يفعل ذلك وبالتالي يهلك لأن المرء إذا استطاع أن يغير طبيعته مع الزمن والظروف فلن يتغير حظه أبدا عمل البابا يوليوس بعجلة في كل ما قام به وألف الزمن والظروف ملائمين لحال إجرائه الأمور حتى إنه كان يحصل دائما على نتيجة طيبة ولننظر إلى الحرب الأولى التي قام بها ضد بولونيا وجان بنت بولي لم ترق هذه الحرب للبنادقة ولا لملك إسبانيا وكانت فرنسا تجري معه محادثات بشأن الحملة ومع ذلك جردها شخصيا نظرا إلى استعداداته الضارية وميوله العجال وكانت نتيجة هذه الحركة توقف إسبانيا والبنادقة وترددهم وكان الخوف دافع البنادقة إلى ذلك وكانت العلة بالنسبة إلى إسبانيا رغبتها في أن تستعيد جميع مملكة نابولي ومن ناحية أخرى أشرك معه ملك فرنسا لأنه حين رآه يقوم بهذه الحركة وكان يرغب في صداقته لكي يكسر شوكة البنادقة رأى ذلك الملك أنه لا يستطيع أن يرفض مساعدته بقواته من دون أن تكون في ذلك إهانة سافرة له وهكذا أنجز يوليوس الثاني بحركته العجلة ما لم يكن في استطاعة أي بابا سواه أن ينجح في القيام به بأقصى حكمة بشرية لأنه لو كان قد انتظر حتى تتم جميع الترتيبات ويتقرر كل شيء قبل أن يبارح روما لما كتب له النجاح قط لأنه كان من المحتمل أن يجد ملك فرنسا آلاف الأعذار وأن يوحي إليه سواه بآلاف المخاوف وإني أقتصر على عمله هذا من دون أعماله الأخرى التي كانت جميعا من هذا النوع ونجحت كلها نجاحا طيبا إنه لم يجرب الفشل وذلك لقصر حياته فلو أنه تلى ذلك أوقات كان من الضروري فيها العمل بحذر لكانت النتيجة هلاكة لأنه لم يكن ليحيد قط عن هذه المناهج التي أعدته لها طبيعته والنتيجة إذن أن الحظ حين يتغير ويثبت البشر على مناهجهم فإنهم ينجحون طالما تتلاءم هذه الطرائق مع الظروف ولكن عندما تتعارض مع الظروف فإنهم حينئذ لا ينجحون ورأي بصورة مؤكدة أن الإقدام أفضل من الحذر لأن الحظ امرأة لمد من أن تظفر بها بالقوة إذا أردت أن تسيطر عليها ويمكن لنا أن نرى أن الحظ يستسلم للباسل أكثر من أولئك الذين يعملون بأنات ولذلك فالحظ كالمرأة يصادق دائما الشباب لأنهم أقل حذرا وأكثر عنفا ويسيطرون عليه بجرأة تفوق جرأتا سواهم الفصل السادس والعشرون الحظ على تحرير إيطاليا من البرابرة والآن وقد نظرت بعين الاعتبار إلى الأمور التي تحدثت عنها وتأملت في قرارة نفسي فيما إذا كان الوقت الحاضر لا يلائم ظهور أمير جديد في إيطاليا وفيما إذا لم يكن ثمة وطع للأمور يعطي فرصة لرجل حول قلب وقدير كي يقدم نظاما جديدا يخلع عليه الشرف ويعود بالخير على كثلة الشعب ويبدو لي أن كثيرا من الأمور تتفق وتتلاقى ليحظى بها حاكم جديد لكي يقوم بهذا العمل ولا أعرف وقتا أنسب له من الوقت الحاضر وإذا كان من الضروري كما قلت أن يكون الإسرائيليون في مصر عبيدا لكي تظهر قدرة موسى وأن يبطش الميديون بالفرس لكي يعطي ذلك البطش مجالا لعظمة قرش وبسالته وأن يتفرق شمل الأثنيين لكي يظهر علو كعب تيسيوس فكذلك الحال الآن كان لابد من أن تنهار إيطاليا إلى حالتها الراهنة لتعرف قوة العبقرية الإيطالية وأن تكون أحط من العبريين عبودية وأن يكون البطش بها أشد من البطش بالفرس وأن يتفرق شملها أكثر من فرقة الأثنيين وأن تصبح بلا رئيس وبلا نظام مقهورة منتهبة ممزقة كل ممزق ومغلوبة على أمرها وأن تكون قد عانت كل صنوف الدمار ومع أنه قد لاحت قبل الآن بارقة أمل في أن فردا معينا قد يبعثه الله لخلاصها إلا أننا رأينا الحظ يجانبه وهو في ذروة مهمته حتى إن إيطاليا الآن وقد فارقتها الحياة تماما تنتظر من قد يأس جراحها ويضع حدا لاغتصاب لمبارديا والجشع والاستلاب في مملكة نابولي وتوسكانيا ويبرأ إيطاليا من تلك الجروح التي طال تقيحها ولنشاهد كيف تضرع إيطاليا إلى الله أن يرسل إليها من يخلصها من قسوة البرابرة ومهانتهم ولنشاهد استعدادها ورغبتها في الانضواء تحت اللواء لو رفعه فحسب رفعا أي إنسان ولا أمل لإيطاليا يمكنها أن ترجوه الآن إلا في أن يقود بيتك الرفيع هذا التحرير فهو عال لنفوذه وحظه ويحبوه الله والكنيسة التي يستمد الآن منها السلطان ولن يكون هذا الأمر جد عسير لو تذكرت أعمال من ذكرت من الرجال وحياتهم ومع أن أولئك الرجال نادرون وأعاجيب إلا أنهم بشر على أي حال وكانت فرصة كل منهم دون الفرصة الحاضرة لأن عملهم لم يكن أعدل من هذا العمل أو أسهل منه ولم يكن الله في عونهم كما هو في عونك الآن هنا قضية عادلة والحرب عادلة حينما تكون ضرورية والأسلحة مقدسة عندما لا يعود أمل إلا في اللجوء إليها هنا أعظم صدق للعزيمة وإذا ما صدق العزم فقد وضح السبيل لو أنك فحسب اقتديت بأولئك الذين وضعتهم أمامك إسوة وفضلا عن ذلك فقد شهدت في هذا المقام معجزات فذة لقد انشق البحر وكانت الغمامة دليلا وتفجر الماء من الصخر ونزل المن من السماء ولقد تضافرت جميع الأمور لعظمتك وواجبك أن تقوم بما بقي إن الله لا يريد أن يفعل لنا كل شيء حتى لا يجردنا من الإرادة الحرة ويحرمنا من نصيبنا من المجد وليس بعجيبا إذا لم يكن أحد مما ذكرت من الإيطاليين قد أتى بما نأمل أن يفعل بيتك الرفيع وإذا كانت القدرة العسكرية قد بدأت دائما كما لو كان قد قضي عليها تماما في ثورات كبيرة جدا في إيطاليا وفي كثير من العمليات الحربية فإن علت ذلك أن المناهج القديمة لم تكن صالحة ولم يقم من عرف كيف يكشف مناهج جديدة ولا شيء يشرف من يظهر من الرجال شرفا كبيرا أكثر مما يأتي به من القوانين والسنن الجديدة فهذه أمور تجعله موضع إكبار وإعجاب وفي إيطاليا مجال كبير لإدخال كل نوع لتنظيم جديد وهنا في الأعضاء قدرة عظيمة بينما تفتقر إليها الرؤوس لننظر كيف تفوقت فئة من الإيطاليين قوة ومهارة وذكاء في النزال الفردي والمعارك اللاجماعية ولكنهم أظهروا الضعف في الجيوش إن الأمر يعزى تماما إلى ضعف القواد لأن أولئك الذين يعملون لا يطاعون وكل مرء يظن بنفسه المعرفة ولم يظهر حتى الآن من سماع عاليا لقدرته وحسن طالعه معا لدرجة استطاع معها أن يجعل سواه يذعن له ومن هنا حدث أن كان الفشل من نصيب الجيوش الإيطالية دائما لزمن طويل جدا وفي الحروب كافة التي شنت في أثناء العشرين سنة الأخيرة والشاهد الأول على ذلك تارو وأليساندريا وكابوة وجنوة وفايلة وبولونيا وميستري ولذلك فإذا أراد بيتك الرفيع أن يقتفي آثار أولئك العظماء الذين خلصوا أوطانهم فمن اللازم لك أولا وقبل كل شيء أن تعد نفسك بالأساس الصحيح لكل عمل ألا وهو قواتك الوطنية لأنك لن تستطيع أن يكون لك جنود أخلص منها ولا أفضل وإذا كان كل واحد منها صالحا فإنها تكون عينها أحسن حالا وهي متحدة ولذلك من الضروري لك أن تعد مثل هذه القوات حتى تستطيع أن تدافع عن الوطن من الأجانب بالقدرة الإيطالية ومع أن المشاتة السويسرية والإسبانية تعتبران شديدتي البأس إلا أن لكل منهما نقائصها حتى أنه يتسنى لنا بتنظيما عسكري ثالث التصدي لهما فضلا عن أن نكون على يقينا من الغلبة عليهما لأن الإسبانيين لا يستطيعون أن يصمدوا لهجوم الفرسان والسويسريين لابد من أن يخافوا ملاقات مشات تلقاهم بعزم مثل عزمهم ولقد كانت نتيجة ذلك كما سوف يشاهد بالتجربة أن الإسبانيين لا يستطيعون أن يصمدوا لإغارة الفرسان الفرنسيين وأن تقهر المشات الإسبانية لسويسريين قهرا ومع أننا لم نر بعد مثالا للتنظيم الأخير إلا أن موقعة رافنا كانت مثالا له حيث هجمت مشات الإسبانيين على الكتائب الألمانية المنظمة على نفس نظام لسويسريين لقد تمكن الإسبانيون برشاقتهم وبمساعدة تروسهم من أن يخترقوا صفوفها من بين حرابها ومن تحتها ومن أن يتخذوا لهم موقعا يهجمون منه عليها هجوما سليما ومن دون أن يتسنى للألمانيين أن يدافعوا عن أنفسهم ولو لم يغر عليهم الفرسان لأمكن إفناؤهم على بكرة أبيهم ولذلك إذا عرفنا نقائص كل من هذين النوعين من المشا فإنه يمكننا أن نشكل نوعا ثالثا يمكنه أن يقاوم الفرسان ويكون في غناء عن الخوف من المشاه وتنفيذ ذلك يكون بانتقاء الأسلحة واختيار تنظيم جديد وهذه هي الأمور التي تعطي الصيتة للأمير الجديد وتنيله العظم حين يدخل هذه الأمور لأول مرة وعلى ذلك يجب أن لا تتيح لهذه الفرصة أن تمضي حتى يتسنى لإيطاليا أن تجد في النهاية محررها وإنني لا أستطيع أن أعبر عن الحب الذي سوف يستقبل به هذا المحرر في تلك المقاطعات كافة التي قد ذاقت العناء تحت نير الغزو الأجنبي وعن النفوس المتعطشة للثأر وعن الولاء المكين وعن العقيدة الثابتة وعن دموع الشكر والعرفان أي باب يوصد في وجه هذا المحرر وأي إنسان يرفض أن يدين له بالطاعة وأي حسد يمكن أن يعترض سبيله وأي إيطالي لا يقبل أن يدين له بالولاء إن رائحة السيطرة الأجنبية تلسع كل أنف فهل لبيتك الرفيع إذن أن يؤدي هذا الواجب وبتلك الشجاعة والأمال التي توحي بها قضية عادلة حتى ينهض وطن الآباء والأجداد تحت رايتها ويصدق في رعايتها قول بيترارك إن القدرة تنازل الحماقة ولا يطول بينهما النزال وتقهرها لأن القدرة الرومانية القديمة التي تحرك قلوب أبناء إيطاليا ما زالت تدب فيها الحياة ولم تمت بعد أمد Mike